هنبدأ نشرح بقى كورس الكيميستري باختصار جداً البارت وانا يبقى فيه اربع شباتر هنحاول نخدم كلهم ونجيب اسئلة من اكتر من مصدر عشان ايه نغطي الموضوع ببساطة وفي نفس الوقت انا باختصر يعني الشرح بيقى كل المعلمات موجودة بس باختصار ما يفعش اشرح لاجب الناس الطريقة اللي الناس بيشرحوا بيها وموضوع روتيني جداً يعني انا عايزين ننجز اول حاجة كلمة عن ايه عن الستيس بتاعة المواد فيه gas liquid solid صلب سائل الغاز فاول حاجة نتكلم عنها الجازس او الغازات ايه هي اهم حاجة في الموضوع الفاكتورز الحاجات دين احطتها في بدي افتحت الفاكتورز حتى تبص فيها لو عايز تتأكد الفاكتورز العوامل اللي بتأثر على الغاز ده هنددى الاندلس ايه البرشر والفوليوم والتمبريتشر اظن انك عادت الحاجات دين انك انت بتتفرج وانت مذاكر دي الحاجات اللي هي اثر على الغاز ان انا الضغط اللي حطت الغاز فيه الحجم اللي انا بديه للغاز كحرية اللي يتحرك فيها درجة الحرارة للاناء اللي الغاز محطوط فيه اللي الحرارة اللي موجود فيها هلو كده؟ اول حاجة ناخده مع عامل عامل ونتكلم عنهم بسرعة البرشر هو بينتج منين يعني ايه كلمة البرشر؟ لو انت حطت غاز فهو الغاز عبارة عن جزيئات الجزيئات دي بتخبط في سطح الاناء فبتديلك ايه؟ بتديلك اه بريشر بتديلك ضغط بريشر بينتج من مع حطان الكنتينر مش مع اي حاجة تانية لا في الحالة الايه؟ الحاجة المثالية انهو بينتج من تخبيطه في الاناء ده كل ما الموليكيل ده يخبط في الول بتاع الكنتينر يديلك في الاخر ضغط ينتج من في الناتج النهائي ضغط من الشكل ده طيب الفوليوم هو الابيلابل فور جاز موشن الجاز بيقدر يتحرك في الحجم المتحلي يبقى انا وديته حجم 10 لتر يبقى اني بقولك حجم الغاز 10 لتر بس الحقيقه خلينا نبقى صدقين هو مش حجم الغاز نفسه مش حجم الموليكيل ده هو حجم الحتة المتاح اني الموليكس تنتشر فيها فببقى ان هي بتنتشر في الحجم المتاح فبقى هي بتاخد في حجم الغاز بنفترض نوع الحجم المتاح ده يبقى لو الكنتينر ده 10 لتر يبقى لو انتقل ده 10 لتر حاطت جواه غاز ابراهيم غاز حسام غاز غايدروجين كلهم يبقى حجمهم 10 لتر لان كلهم هينتفشوا حد من 10 لتر و يجب أن يظهر ضغط لأنهم انفردوا و حصلهم إكسبانشن لحد ما مالوا الكنتينر و بدأوا يخبطوا في الحطان فبقى فيه بريشر عندنا المعلوماتين التي تعرفهم بس درجة الحرارة ليس محتاجة تعريف إنك يجب أن نأسهب واحدة ثانية الوحدة الأشهر واللي اي قانون هتعوض فيها هي الكلفن أغلب القوانين تسعة سين في مئن القوانين اللي فيها حرارة من عاوض بالكلفن وفيه درجة الحراب السيليزيوس ده اللي بيدهالك غالبا في المسألة فالتحويلة بينهم ان درجة الحرارة الكيلفن تقiałه درجة الحرارة في السيليزيوس بسيليزيوس judges 273 ده ي ستحق بإيه و أنمكن أن الدرجة الحرارة في سليزيوس تكون بالسالب على اللي using device كماهي هو الدرجة الحرارة الكيلفن تفكرت إلى السلبيهatan هناك مستحيل اي عملية هو اص 돌아تنصح الوسول للصفر كيلفن و هذا استرد когда تقوم With that فبالتالي لو رجلت لازمت المنحنة ده ها هو هتلاقي انه هو لو ترسم ما بين الت ك والت سليزيس هترسم الكيرف هتلاقي لك ستيت لاين بيقطع المنحنة لما الت ت بزيرو كان الت الكيلفن كان بين 250 ستلاقي الميل عامل كدهه قطع عند 273 ستلاقيه ها لأستنى كده عن 273 هتلاقيه كدهه حلو لانك انت لو روحت فسلا زودت السليزيس هتلاقيه قطع عند الكيلفن فوق بالموجة فيبقى الكيرف عبارة عن ستريت لاين بيمر بنقطة مو من انك تفهمها يعني مش شرط تحفظ الرسومات وكيان ده دي التحويل المفهود تعرفها طيب اليونتس اللي هنشتغل بها في الدرس كله البرشور بيتقاس بكذا يونت اشهر يونتس عندنا ايه هي الضغط الجوي واحد اتم وان اتم اتموسفير يعني بيساوي عشرة تلتاشر خمسة وعشرين يعني عشرة عشرة تلاف او بقى كده حساب انت اون مية و واحد الاف تلتمية وخمسة وعشرين باسكال انا حافظة عشر returns 25 باسكال يبقى الواحد اتم هنقى عبارة عن ايه عشر ر veterans وعشر 50 باسكال الايه الباسكال دي عبارة عن نيوتن لكل متر مربع مش ك Обما نقول زمان ان الضغط بيساوي iano يسبق وحدة فورس العلة ارية يسبق وحدة نيوتن العلة واحدة متر تربيه لانا هكت بجيب او المكبس يقول لك ايه شوف القوة اللي القثر بيها ده عامل من العامل اللي بتافكت على البريشر ومساحة الحتة اللي القثر عليها ده برضو عامل فاكرم ريبوتهم ببعض ايه بالرول بتاعت البي بتساوي اف على ايه يبقى الواحد قاتهم بيساوي 10-13-25 باسكال بيساوي نفس الكلام 10-13-25 نيوتن على متر تربية لان الباسكال هو نيوتن على متر تربية طيب في واحد ثاني اشهر بقى وابنستخدمه كتير سبعمائة وعشرين ملي متر زئبق او سبعة وستين سنتيمتر زئبق ايه دي هي دي يعني بس التحويل من ملي متر للسنتيمتر ايه ده بقى لو انت كنا منجيب فاكر زمان كانت حاجة اسمها قدمها ذات الاموبة ذات الشعبتين وستها في الهواء وحطت فيها زئبق هتلاقي ان الزئبق طلع عن المستقع عن الجراوند لاي متعتك او عن الحتة الارضية اللي انت افترضتها طلع مسافة سبعمائة وستين ملي متر زئبق والنحية الثانية كان الهواء الجوي فلقينا ان وزن عمود الهواء اللي كان الناحية دي رفعه للزئبق هناك بوزن سبعة سبعمائة وستين فقلنا ان ده هو الضغط الجوي فالواحد اتوم هي سبعمائة وستين ملي متر زئبق او سبعمائة وستين تور التور دي هو نفس الملي متر زئبق كوحدة القياسة هو هو سبعين سنتيمتر زئبق دي كلها وحدات الايه برشور جنب بعضها كده ترصوهم متابع الريليشنز منهم تحول اللي انت عايزه ثم واحدات الفوليوم الواحد متر تكعيب الواحد متر مكعب جوع اقدر اعمليه بي 10 см من الشاعرية ازاي بويل جيه اعلم اسمه بويل ده بنتكلم على حاجة الاول اسمها ايديالجاز احنا عندنا معين من الجازات من الغاز لاما غاز مثالي لغاز غير مثالي او حقيقي الايديالجاز ده اللي هو ايه؟ غاز في الحالة المثالية هنقول معناه ايه دلوقتي الغاز في الحالة المثالية هنتكلم عنه قدام انحنا بنفترض الحاجة المميزة بس في ايه ايه؟ بنفترض ان الجزيئات ملهاش size بنفترضها point mass يعني صغيرة جدا لذلك احنا بنهمل ايه وجودها حنفترض بنتكلم عليها كتأثير كبريشر كفوليوم ما بنتكلمش على الجزيئات نفسها في الاعتبار والحاجة تاني ان نفترض ان الجزيئات بتكذبش بعضها ان ما فيشها بينهم بما انهم ملهمش size فبالتالي هم علاقتهم وبعض ما فيهاش attraction force ده هنعرفه قدام لما انيه نتكلم عن ريالجاز وممنا بتاعف ان رقاية الجازة ولا هننتكلم عنه دلوقتي جاء عليم اسم بويل قال لك انا عايز اربط العلاقة بين V و B لما الباقي كله كوليستونس فلا ايه؟ لا ان انا لو جبت اناء ومليته بغاز رفع لي البستون لحد هنا فلا ان انا لو زودت الضغط واعدت زوقه من فوق انه هينزل لحد هنا مثلا فا ايه اللي حصل لما الضغط زاد الفوليوم الغاز مضغوط بقى واخد حتة صغيرة بعدما كان واخد حتة كبيرة يبقى لك ان العلاقة بينهم عكسية لما ده زادة قل يبقى ال V عكسية تتناسب عكسيا مع البرشر يعني V تناسب مع واحد على V يبقى علاقتهم مع بعض ايه؟ رسمة التناسب العكسي لما كل ما انت تمشي كده على ال X axis يعني ال V بيزيد هتلاقي البرشر عمالي L او بص البرشر عمالي L بزيادة ال X اللي على Y بيقل طب جاء عليم اسمه شارلز؟ لا حط قنور اسمه شارلز ده وهي اسمه شارلز قالك ان انا لما بزود درجة الحرارة الفوليوم بيزيد طب قالك ده ليه عمت شارلز؟ تعال كده؟ هنا في موليكيون 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 افلنا عليهم اديناهم الفوليوم لو انا لو سخنت من تحت لو عملت ويل عم تحت جدا وسخنت لما ترفع درجة الحرارة وبتخلي الجزئيات دي تكتسب طاقت حركة اكبر يعني ايه طاقت الحركة اكبر؟ يعني هتتحرك بطريقة اسرع طاقت الحركة بسوى نص M v سكوير ايه طاقت الحركة ليه علاقة ترضية مع السرع فهتحرك بسرع اكبر فهتخبط في الحطان دي اكتر فبالتالي هيعمل ايه؟ هترفع البستون فهتكبر الحجم هتلاقي الحجم كبر فده حاجة بسلة جدا هي بقى كده العلاقة ترضية بين V و T فالعلاقة ترضية عن ايه؟ انا اسمها سرع ترضية تikte كامل سرع كان customized مع اه اف جدرو اف جدرو قال هذا مهم جدا والمبدأ هتا قال له اني احدى ما اهي سميه باسمى هم سميه باسم نفس ولا على وضع الى زفرايق العدد اف جدرو دا رامزل بالتمائل قالنا ان المول عن الشيء من اي jugayer يسببيك العدد من الشيء يعني انحط ه клиhta الاتف shareholders يبقى دقائك انه الرقم بتاع الكشاكيل لو قلت لك عندي مول كشاكيل يعني عندي 23000 فى عشر فى 23 كشكول يبقى المول من الحاجة هو الرقم ده من الحاجة حلو كده يبقى Number of molecules مثلا عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات فى عدد أفو جادرو لو انا قلت لك عدد أفو جادرو لو قلت لك معي أدي مول ودي مول ودي مول ودي مول أربع مولات حلو كل مول من نهو قلت لك جواه عدد نقط المولات اللى هي عدد الجزيئات بتساوي عدد أفو جادرو يبقى هنا فيه غریب ن وضع ن اللى هو عدد إفو جادرو طب الطوطل كان مرة أربعة Stefanه وقط اللي عملنا هي انどdock یعنى عدد النقط الطوطل 공 linear ويعين تحفظو Gesetzentwurf ون الحجم كل ماها زود العدد الجزيئات اللى عدد الحجم هيكبر. لو حطيت اتنين مول هيندرج الحتة دي. لو خاريتهم اربعة هتليم مدرج الحتة دي. فالعلاقة اعمالة تكبر لان اعمالة زود الجزائيات دو. يبقى الحجم ان الغازة هيشغالها هيكبر. يبقى العلاقة بينهم طردية. طي اعرف معايا كده. شلنا كل التناسبات دي. وحطناها ايه؟ قلنا ان ال V هنشيل بقى التناسب ونحط كل الحاجات. واحد على B. مضربة في T. مضربة في N. شلنا التناسب وحطناها ثابت. فاطلق لك T على N على B. شلناها وحطناها ثابت اسمه R. يبقى ال B ودناها هناك D بيساوي N R في T. احفظ القانون ده بقى. ده اسمه القانون ايه؟ اسمه ideal gas low. قانون الغاز المسابي. اشهر كنون اتقابله في الكيميا وفي حياتك عموما. فانت عرفها عشان انطبق عليه دلوقتي. طيب ايه ال R دي بقى هايه دي اخر حاجة انا عرف عشان نخش على الحل. ال R ده بقنتين. رقم ثابت هما اسبتوه مجلش انت دعوه به خلص. قالك لو باستخدم الوحدات بتاعت الحجم بالليتر والوحدات الضغط بالاتوم تخطه ب U.O.82. طيب لو باستخدم وحدات الحجم بالمتر تكعيب. وباستخدم وحدات البرشر بالنيوتن بالمتر تربيع. تحط القيمة بت بتاعت السابت ده تمانية علامة ثلاثة واحد اربعة. عايز تعرف اسبتها منين. رح اسبتها ده بقى تاني موضع سهل. حط الحاجات دي كلها بوحاية. يعني حط ده بواحد لبترو. حط ده بواحد أتم. وحط ده بواحد مول. ودي صفر سليزيس شوف يطلع لك كان. يطلع لك ال R دي ب U.O.82. ونفس الكلام هناك يطلع لك بديه. موم انت في اللحظة دي بتقارن بقى. شوف انت تشتغل بقى الوحدات وعلى اساسها خد السابت اللي انت عايز. الحاجة عن او ارطى نعرفها لو بالطلب عدد المولات تجgriffها بطرقت ده. إما الكتل بالكلية على الكتلة المولية كتلة المالية. انا معاك خمسة جرام ووكتلك. اني الكل مول بيشغل جرام. انا معاك خمسة على واحد. يعني ما LP مول كل مول بيشغل 2 جرام يعني ما اليه حان مول خمسة على اثنين. اسما نركت القossa المولةا الفو correspond. الي كت Han. اسم نركت الكلية على كتلة المول الوحد. عدده المولات ممكن يجب suffer向 hypertه. هي من هنا?, اسمنا عدد L ро T الطرفين. ليت أن bv على RT يجب عليه هذا ستحتاجه في مسائل الاستي بي لما يقول لك عند الاسطاندر تنبريتشور انبرشور يبقى انت الاسطاندر تنبريتشور بتاعتك واحد اتم وتنبريتشور زيلو ستليزيوس والان واحد مول والحجم تين وعشرين 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 لتر كل الحاجات قديمة جدا طب خلي بقى فيه حاجة اسمها خليها الوقت عشان من ضعش وقت برضو الدنسيتي هي كتلة على حجم كلبه على حمار ولا هتزعل نفسها نعرف حاجة بعد كده برضو اشان همخش نحل على الجزئتين دول انا همقسم شفتر 1 تلت حجم الجزء اللي فات لو بتاع جزء بتاع دالتون والجزء بتاع الورج مش هتلاقي حاني الجزء بتاع دالتون وهتلاقي بعدها الجزء اللي هو بتاع الزاد ده هنقول عليه اللي هو ريال جاز بعد كده الورج مهم ان دالتون ده جي قال ايه قالك ان التوتال برشور بيساو مجموع التوتال برشور الصغارين كم بديه جدا يعني ايه لو انا عندي اناء قلتلك الضغط التوتال عليه 5 اطم ماشي حلو كده قلتلك جوبة غازين غاز ايه وغاز بيه غاز ايه ده بيعمل 3 من الخمسة دول وغاز بيه بيعمل 2 يبقى ايه اللي حصل اني قلت ان التوتال بيساوي المجموع اللي كل غاز بيعمله يبقى البيرشور بيساوي البيرشور اللي بيعمل ويجمعهم على بعض ده كلام بديه جدا طيب نستنتج مما سبق ايه تعال اقولك انا قانون نستنتج ولكن ما يسبب العدد المولات فأنا عدد المولات التوتل المولات اللي جواها كلها سبب ضغط التوتل يبقى عدد المولات بتاعت المادة A هيسبب حاجة ما عرفه اوش فقلنا ان عدد الهنا هنسميه مثلا بريشهر A فعلينا نحسب بريشهر A ده بيساوي ايه قلنا هيساوي دفده على ده يبقى يساوي NA في BT على N total يبقى ال-B بتاع المادة بيساوي N A على N total في البرشنر حلو كده اختصرنا الشكل ده اللي هو عدد مولات الجزئية على عدد مولات الكلية ده اختصرناه فحاجة اسمها ايه المول فراكشن اللي هو بنسميه X A في B T بيساوي B A قانون بيتحفظوا يعني ايه الضغط الجزئي بيساوي المول فراكشن في الضغط الكل كلام بديه جدا ازاي؟ لو انا قلتلك اني عدد 10 مول ده العدد التوتل للمولات بيسببولي ضغط 100 أتم حلو كده يبقى 2 مول بس هيسببولي ضغط دي هتقولي بيسببولك 2 على 10 في 100 ده الكلام شغل النسب بتاع سماعين الجزئ على الكل في 100 طب لو دي كتنين اتم هيبقى نفس الكلام الجزئ على الكل في الكلي في التوتل مش قصي 100 اللي هي 100 في المية لا قصي التوتل يعني فده اللي احنا عملناه أسلنا جزئي بتاع المولات على التوتل داخل المولات ضربناه في الكلي اللي هو برشن الكل ادامنا البرشن الجزئي هو هيجي يطلب منك داخل المسائل طيب لو جامعت المول فراكشنز كلها على بعضها يديك واحد ليه؟ لان لو جامعت 2 على 10 مثلا يعني زائد 3 على 10 زائد 5 على 10 هيتدين ايه؟ 10 على 10 يعني واحد ايه ده؟ ده مادك بتديني برشن 2 ومادة تديني برشن 3 ومادة تديني برشن 5 المهم ان مجموعة البسط كله النماريترز كلها هيديلك في الاخر التوتل تاع المقام يبقى التوتل تاع الجمعوهما يديك واحد ده كده اظن ما فيش حاجة تاني فكرة الجزئية بيقول لي عند انوى برشن هيكون 25 مول من النيتروجين بيشغله 10 لتر عند مية درجة مقوية ولا ارواع بي في ان ارتيب متعودش على المسائل دي عشنا مش تيجي تانية البي هو دي يطالبها البي حطها بعشرة لتر بيساوي عدد مولات 25 الار طالما احنا مستخدمين لتر والبرشن يطلع معنا بالاتوم يبقى نحطها ايه او بوينت وهو تمانية اثنين في التمبريتشر مية مش بالسليزيس يا حبيبي بالكلب مية تطلع معاك البرشن سبعة 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 خمسة اطوم طالما انت شغال بالواحدة دي بالرقم ده بالثابت ده وبالواحدة لتري بيطالك يقول لك متين لتر متين ميلي لتر متين ميلي لتر متين ميلي لتر من النيتروجين الجماعه فوق المية عن درجة حرارة 35 وبرشن كزا لو انت عرفت ان البرشن كان كزا عند التيب كزا يبقى ايه المطلوب احنا معانا حجم وطالب حجم معانا بي وطالب بي معانا تيب ومديني تيب او الى ايه المطلوب يقوم بي وان بي ساوي فأر صح كده فدول اللي بتغيره وما قالكش على مداد المداد متغيرش حلو كده طيب تعال نشوف بقى يبقى سبعة ستة واحد تمانية على سبعة وستين عشان نحول لإيه عشان نتحول من ملي متر زئبق لحد للاتوم تسعة سبعة وستين في الفي الرياب كام من الدهاني بمتين ملي لتر يعني بمتين فعشة أسر التلاتة لتر يساوي ان فقار في التي بالدهاني بخمسة تلاتين زائد بيتين تلاتة سبعة لتراتة كويس كده جبت عدد المرات طيب الحالة التانية سبعمية اربعة وسبعين ونص على سبعمية وستين الفوليوم اللي هو طلبه بيساوي ان اللي انت رسا جابه من فوق ما احنا قلنا عدد ملاد مغيار عشان هو الجامعة فوق المياه مغيار ما دخلناش ملاد جديدة احنا بس غيرنا الحجم فالغازة هي التسعة ثاني طيب يبقى الان اللي احنا نحطينا هو هي نفس الان اللي فوق دي يعني وظيفة المعادلة اللي فوق دي انك هتجيب منها الان ان فقار في تيج جديدة اللي هي عشرين زائد متين تلاتة سبعمية للكيلفن تعرف تجيب الان على اربعة على بعضها ايوقات سوى ده كله اسموا على ده كله حطوا هناه يبقى فضلك المجلوب واحد لغا الفوليوم اطلع معاك باو كوينت واحد تسعة تلاتة لتر بعد كيه بيقول لي هاتلي الفوليوم اللي يشغله اربعة اربعة تلاتين جرام من الان ناتش سري عند الاستي بي الاستي بي يعني ايه يعني واحد اتم واحد مول وحاجات تاني كده بس مشتفين دلات واقع وزيرو سليزيوس يعني امتين تلاتة وسبعين كيلفن تعالي نعاوض با في القانون او بيقول لك اربعة تلاتين جرام يبقى انت عايز ايه بي في اقوال ان ار تي حلو كده هو هنا بيقول لك اربعة تلاتين جرام يعني خلى لك الستي بي دي ووظيفته بس معاك درجة حرارة وواحد اتم وإلا ما كانش قال لك اربعة تلاتين لان الله اعلم اربعة تلاتين دي كان مول فالبي هنا بواحد اتم في الفوليوم ده مطلوب الان اربعة تلاتين على الكتلة المولية 100727 خضرة 3 4007 40 المرة 802 사람� loses 2.70 تعمل ده على القالة يطلق اربعة واربعين phase 4.7 متر بعد الي بعد ملك لديك المادة دي حصل لها التفاعل الآتي. هات الفوليوم النござبيل الي بيانتق عن ثمانين درجة و 823 ملي متر وぜبة بواسطة criticsập 4 same بواسطة 60 جرام من المادة الفلانية شوفوا المادتين اللي جاب سريتهم وعمل علاقة بينهم على طول المادة اللي جاب سريتها الأوانية والتانية يبقى عربطهم ببعض يبقى 2NA نسري على السهم يمكن تكتب ايه ينتج من تفاعلها تتفاعل تنتج اي ناكن بس مو منها هتطلع 3N2 لان اي حاجة في المعادلة صحيحة مع بعضها لو ربطت العلاقة من ده وده صح لان كل اثنين مول من ده بيطلع اثنين مول من ده وثلاثة مول من ده فاحنا اخدنا واحدة بس منهم هو طالب بقى الوليوم تعلق اللي هينتج عن تمانين درجة وكذا من ايه من ستين جرام من المادة الفرنية يبقى هنا نقدر نجيب عدل المولات اللي هنا وان لا اقلقه ستين جرام على كتلة المولات يعني على تلاتة وعشر زائد تلاتة في اربعتاشر اللي هي الان هيديني كام عايزين نعرف نحسب هيديني يبقى الان اللي معانا لان الحقيقية بتاعت النيتروجين هي واحد تلاتة تمانية اربعة واحد علامة تلاتة تمانية اربعة طيب هو عايز يبقى الوليوم بتاعي الانتو يبقى حطها في العلاقة بي في اكوال ان ار تي اللي معاك و اللي ما معاكش التي معايا بالداني التمانين زائد متين تلاتة عشرين الار معايا او كوينت او تمانية اثنين عدد المولات معايا لسه جايب هو دي وظيفة اصلا المواطر الاولاني بيساوي البي معايا تلاتة عشرين نحاولها زائد مليمتر زبق نقسم على سبعمائة وستين في الفي المطلوبة منك تلاتة الفي المطلوبة منك تلاتة وستين وتسعة وتسعة لتر بسائل بسيطة وجميلة كذا مليلتر من الاوكسوجين الجمع فوق الجمع عند ضربة حرارة تلاتة عشرين والبرومتريك بريشر كان سوى مية عودة وخمسين يعني توتل بريشر اولك داتي معانايا هات الماس بتاعت المادة الفلانية اللي حصل لها التوفر للتفاعل حيث ان الفيبر بريشر بتاع الووتر كذا احنا عندنا هنا اينا حلو كده وقفلنا من فوق هنا حصل تفاعل للشيء اللي تحت ده سخلنا بقى عملنا له اللي ما نعملوش مهم يعني ان طلع لي اوكسوجين وطلع مع بخار مية يقال ابنين كلهم موجودين ايه؟ موجودين في حتة الى هنا دي انا قس الضغط على حتة الى هنا دي لقيتوا ايه؟ التوتل ضغط واحد وخمسين منهم واحد وعشرين ضغط بخار المية اللي هنا اللي هو واحد وعشرين دي واحد من عشر ضغط بخار المية يبقى الباقي ضغط ايه؟ ضغط الاكسوجين احنا قلنا مطلعش غير الاكسوجين في المعادلة ايه مطلعش غير الاكسوجين ومعاب بخار مية لانه هو قال لك ان فيه فيبر بريشر اهو قال لك فيبر بريشر امفوتر اهو احددلك يدى لك ان ضغط الاكسوجين اهو 729 وتسعة من عشرة ملي متر زق ايه المطلوب بقى هات الماس بتاعت المادة الفرنية ومديني حجم الاوتو يبقى ده البي بتاعت الاوتو يديني حجم الاوتو بواحد اثنين عشرة فعشرة اس سالب ثلاثة لتر لان هو ايه ملي لتر درجة الحرارة مالدهاني 23 زائد متين ثلاثة وسبعين انا هحول على طول اهو ايه اللي نواقص ايه نواقص ايه تعال نشوف المسألة هلو كده بي في اكوال ان ار تي بي اي حاجة في الفي بتاعت اي حاجة بيساول ان تتلاقي حاجة في الار في التي بتاعتلاقي نفس الحاجة دي فانت بد من تكون الحاجة سابتة ايه اللي معايا ده معايا ده معايا معايا تي ده الرقم سابت ناقصنا نجيب ايه نجيب عدد المولاد شوف ساعد المولاد تطلع معك على طول سابتك ازاي بعد ما طلع عدد المولاد لو عايز حسابة تعاني حسبة اهو سبعمائة ساعة عشرين وتسعة على سبعمائة وستين شنن حوالها للاتوم اضربها في الفوليوم اللي هو تمانية واحد اثنين في عشرة والثالث تلاتة اقسم على الار في التي تلاتة وعشرين زي متين تلاتة وسبعين اقفل اقفل ثلاثة عدد المولاد برقم الرقم ده بيساوي كتلة عالكتلة المولية هو طالب ايه بقى طالب الكتلة دي وات الزاماتس طيب الكتلة المولية بكام دي باتنين أو اي جي توقو يبقى اتنين في الاي جي بص مية واسبعة وتسعة زائد ستة أشر اللي هي الافسة اضرب بقى اضربه وعدد المولاد التلاتة اضربه في الرقم ده يؤدي الكتلة اللي هو طالب فيه اتنين مية واسبعة وتسعة زائد الستة أشر ا sprint فالالك الكتلة اللي انت طالبه واتتلاتها بد كشكر تك الي بالك عدد المولاد اللي احنا جبنادك هو عدد المولادうわكسوجين عدد ملات المادة لن نجد كتلة المعدة لها لن تكتلتها فإن شغال أكسوجين وماذا اللي لدخلك في ذلك؟ يبدو أن عدد ملات داعف ملات الأكسوجين يبدو أنك حسبت من المعدة دي وعدد ملات الأكسوجين يبروه في اثنين ونجد عدد ملات المادة التي تحسي في الكتلة وضعه هنا يبروه في الكتلة المولية يطلع لك 1 علامة 489 10 مون من الـ الـ الجزة حصل له اكسبانشن فالبي ضعفت والتي بقت 450 وفيه 5 مولد ضعف هاتلل في البي فاينل هنعمل مرتين هنطبق قانون مرتين مرة 8 في البي نسميها في هيساوي 10 مولاد فالتي لها 300 تقدر تجيه كده جابلك علاقة بين البي والار ارجع عواضف التانية البي فاينل ما نعرفهاش في البي ضعفت بقت 2 بي يساوي المولاد زالت 5 بقت 15 في الار في الدرجة الحرابية 450 تقدر تحل الدول مع بعض اعمل ايه ممكن اقول له انت اعمل ايه اسمي العلقتين على بعض بقى البي فاينل على الاربعة بيساوي الار كان سيت مع الار بقى 15 على 10 في 450 على 300 البي فاينل طلعت 9 اتم شكرا يارب تكون بقى الساشة واضحة يقول لي 55 جرام من مية جرام من غاز معين خادت 2 من 10 لتر عند 9 من 10 اتم ودره بيتحررة كذا في البلد يقول لي هاتلي عدد مولاد ومنها تقدر تجيبين الموليكولر ماس الكتلة المولية انا نشوف دلوقت بي معنى البي كام 0.968 في البي بي بي بيساوي ان ما نعرفهاش في الار اللي هي 0.82 في درجة الحرارة من دانيل 2898 جبنا عدد مولات سويناه بم على كتلة مولية هو طالب دي يبقى السمدع على ده طب دافعين هو مدوني خمسة وخمسين جرام أسبنا العدد دي طالع معنا تلعت الموليكولر ماس ستة وتسعين تسعة ستين 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 عشر جرام برموح يقول لي هات الفوليوم تا الهايدروجين اللي عند درجة الحرارة عند الضغط الفوليومي كالدرجة الحرارة كذا اللي نتج من الرياكشن بتاع تسعة ستة جرام زينك مع ستة مول اتش سي ال حيسو الزينك بيسوي كذا ده ايديال جاز اكتب معدد زينك اتفعل مع اتش سي ال ادينا زد ان سي ال تو زائد اتش تو خطينا اثنين بس كان معدد توزن طيب ايه اللي هو طالب هو ان نربط العلاقة بينه بين الزد ان والهايدروجين ان هو عايز علاقة بينه ايو زد ان بيدينا هيدروجين ما قوله بن Load 1.1.1 مول ليس كيف هناك مشكلة طيب ال Load اصلا hunt 봤 Trying ZdN بكام هذه 1.1.1.1 gång one Pun fast n كتلة بتاعتها ستة عد كتلة المولية بتاعتها 35.42 developing كم من الهيدروجين احتاج لنا كل مولات لهايدروجين عالك إيضروجين في نفس الرقم ده اللي هو ستة على 65.45 خد عدد المولات لهايدروجين ده ورح الوع digging طيب عشان هو طالب ايه طالب الفوليوم بتاع الهيدروجين يبقى عايز افتعوض بي في ان ار تي التي بكام تمانية وعشرين زي بنتين تلاتة وسبعين الار بكام او بوينت او تمانية وثنين الان بكام لسه جاي بينها ايه 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 دي فايدة بقلت يعني امشي بالتنظيم ده هتعرفت حل الفي مطلوبة طيب البي ده هني بقى او بوينت تسعة ستة تلاتة نقصك الفي تطلع باثنين واربعة لتر بازن الله برضو فكرة دي مكانش عاجباني بس نموين مزون بقى انت وشوف ايه الفوليوم بالرخم الفلاني بتاع الارجون اتقاس عند ايه عن اتين وسبعين سنتيمتر زي بق ودربي الحرر كازا خلطنا معها كازا جرام من النيون اللي 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 وزنه عشرين الوزن المول بتاعه عشرين وحطناهم في فلاسك كبير كده في سبدو كبير اتنين لتر هاتلي البرشل برشل بتاع كل جاز من النهم لما نخلطهم عن دربي الحررمية يعني الاثنين لت ده يكون في دربي الحررمية ايه دعا نفسك كده واخد اول جزئية من المقطع خالص الارجون اللي بي بتاعته بي ارجون اهي بي ارجون بتساوي او بوينت خمسة اربعة اتقاست عند كام عند بي ارجون لوحده خالص مين وسبعين سنتيمتر زي بق اللي هو ممكن تقسم على سبعة وستين سنتيمتر يديلك ايه بالاتوم حلو كده درجة حرارة بتاعت الارجون في البداية خالص كانت خمستاشر زائد متين تلاتة وسبعين بتاع ما بتجيب عرض المرات من دي اه بي في تي يبقى اتنين وسبعين على سبعة وستين في الفي اللي هي او بوينت خمسة اربعة بيساوي ان في الار اللي هي او بوينت او تمانية اتنين تي اللي هي خمستاشر زائد متين تلاتة وسبعين هتطلع معاك الان من هنا بتاعت الارجون او بوينت اتنين او بوينت او اتنين واحد ستة تنوى خلوة نيون O.2 حلوة تمام كده؟ طيب مديني بعدها عدد قتلة النيون و قتلة المولية اسمها بعدها جلت ال N بتاعت ال ايه؟ بتاعت النيون اللي هي 32 على 20 ليه قتلة المولية يطلع معاك يبقى جدنا عدد مولات كل واحد فيهم طب ال N total تقدر تجمعهم يطلع حوالي O.137 هل وكده ايه المطلوب بقى؟ بيقولك عن درجة حرارة مية برشل برشل بتاع كل واحد فيهم مش كان البرشل برشل برشل بتاع الارجون بيساوي عدم مولات الارجون على عدم مولات التوتل مضروف في التوتل برشل طب نجيب التوتل برشل ازاي؟ التوتل برشل ربعا عن B مطلوبة ما نعرفهاش مضروبة في حجم كله اللي هو حجم الانائج كله بيساوي N اللي هي N total فR اللي احنا عارفينها في T قالك بمية لو عتلغبت يبقى 373 تعرف تجيب من هنا ال B total اه هتطلع B total برقم اضرابه بقى في ايه بقى الرقم ده؟ تعالى نحسبه عشان ننجز نفسنا O point 137 O point O 2 في 373 يقسم على 2 طلع ب 2.09 ده total اضراب ده في المول فراكشن بقى يعني ايه؟ لو عايز تجيب برشل 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 على الارجون اضرابه في عدد مولات الارجون اللي هو O point O 216 على التوتل مولات هو ده المول فراكشن الرقم اللي يطلع هو البرشل برشل بتاع الارجون اعمل نفس الكلام عن نيون اقسم عدد مولات النيون على عدد مولات الكله واضرابه في التوتل برشل هيدي لك عدد هيدي لك البرشل برشل بتاع ال ايه؟ بتاع النيون هات الدين سيتي بتاع الميسان CH4 اللي عند درج الحرقة كزا وضغط كزا سمع القانون انت حسيت ان هو ايدي الجاز سمع القانون بي في طيب ال في هنا كام ما نعرف هاش بيساوي ان الان هنا بكام كتلة طيب ما نعرف هاش ان ار تي اي اي ادي الان اللي هي كتلة عالكتلة المولية في الار عرفها في ال T 25 يعني 298 كيلفن يعني طيب ايه اللي انا استفدتو بقى الكتلة المولية دي بتقدر تعرفها اه دي 12 زائد 4 نقصك الكتلة والفوليوم ثم اسم الكتلة عالفوليوم ويجيب الطرق ويجيب اللي هنا ده في الطرف التاني يبقى R 298 على 16 على اسمنا بقى حطناها المقامة هي 8 تعود هنا ده كله هيدي لك ايه كتلة عالحجم اللي هي يطلع معاك 0.64 لا المفروض العكس معلش ثانية المفروض العكس خلينا ننظر نفسنا كده بالراحة وده بسيط ايه 0.978V بيساوي R 28 على 16 مضروبة في ايه في M لو قلنا كتلة عالحجم هيساوي ده كله على ده كله يبقى كتلة عالحجم بيساوي 0.978 على R 28 على 16 ده كله تحت تطلع لك الدنسيتي ب 0.64 زي مولا بعد كده بيقول لك تطلع بيبذل او بيكسر الميكسر ده عبر عن ايه اربعة وخمسة من مية جرام من النيتروجين وتلاتة وخمسة من مية جرام من الهايدروجين وستة وخمسة من مية جرام من الهيليوم لو الميكسر ده محطوط في ستة واحد من عشر لتر عن درجة حدى 25 يبقى هو عايز التوتل بريشر هنجيبه ازاي هنقول بي توتل في في توتل هيساوي N بتاعت التوتل في R في التن بريتشور دي معانا ده سابت ده نقدر نجيبه؟ اه هو ده يبقى الفكرة طيب البي توتل معاك ستة واحد من عشر التن بريتشور عشان من ننجز 28 البي توتل ده مطلوب يعني ده مطلوب اهو نقصك تجيب ايه؟ الان تي ويبقى كده خلصت طب الان تي نجيبها ازاي؟ مجموع المولز الموجودة في بتاع كله يبقى كتلة على كتلة مولية يبقى اربعة ونص يبقى اربعة وخمسة من مية على كتلة مولية تعتاليجير هذا الان تي ن Instead زائد ثلاثة وخمستاشر على كتلة اه المولية تعتاليجير ثلاثة ستة خمسة من مية على الكتلة لمولية تعتاليجي مستفيدة ده كده اسمه كله الاني توتل اضربه فيه او بوينت او تمانية اثنين في التنبريس اللي هي اتنين تنينية تسعين قول بي يساوي البي توتل اللي انت عايزه مضروه في ستة واحد من عشر نقصك البي توتل هتطلع معاك باتناشر واربعة تسعين كده بيقولك هاتل ايه تاني قطل برشة البرشة بتاع الهيدروجين والهليا ما احنا نجيب واحد بس وننجزه تقسمك عدد مECT الهيدروجين على العدد مettes الكلي اللي هو كسر ده كله الامipping الميت كله يطلع ثلاثة وثنين ثلاثة تقسم عليه عدد م возможность الهيدروجين لو وثلاثة وثلاثة ع loop 2 كل ده اسمه مولة هيه بقى كدان اضربه في كيه بقى اضربه في توتال برشة ونعمن احنا بحفظ وهيو د Netz لك البرشة بتاع الهيدروجين لان ان بارشة بتاع اي حاجة يساوي مولة بتاعها في البي توتل تصلي 짧ا 3 النتج في الاخر ستة وتلاتة تسعة جالباً تلاتة زير وتسعة هو ده الاتوم هو ده الاتوم هو ده الاتوم بتاع الهيدروجين نشوف الشاشة غاله دلقاء كويس ميكشر اربعة وتمانية من عشر جرام من الاكسروجين و سبعة جرام من اليتروجين تلاتين درجة مقوية الاتوم بتاع الهيدروجين هات الفوليوم بتاع الميكشر ده يبقى ايه؟ ننجز على طول 750 نحولها ازاي الاتوم بتاع المد martyrستين مضروبة فى الوليوم المطلوب هذا بح manière لدي القامل مجموعة مولات وهو عباره عن كتلة مولية ناصر تحيب الفوليوم بموضوع الفوليوم محتاج تعمل ايه؟ تاخد عدد مولات كل جاز منهم اللي هو كل كسر من دول تقسمه على total عدد مولات اللي هو القص الكبير كله كده اجبت مول فراكشن ادراءه بقى في total pressure اللي هو ده اي طلع لك نتج نائي بتاع اكسوجين مثلا O.3767 كلام سهلين عينة من KCl لأسري التفاعل تبع العلقة دي مدهلك K2KCl حتى لو الورقة مش باينة بس اتنين KCl زي التلاتة O2 الاكسوجين جمعناه فوق المية عند درجة حالة 22 وبريشر بيساوي 750 دولار دايريكت المرات دي والفوليوم بتاعه كزا هات الماس بتاع الكي سي ال اكسري دي عايسين الماس تعادل يقل لك ايه؟ تعال نشوف الاكسوجين قصدي بريشر بتاعه 754 نقسمه على 76 نجيبه بلاتهم ندربه في الحجم بتاعه اللي هو O.65 نقول بيساوي N اكسوجين في R اللي هي O.82 انا بقيتها عودة روشة ننجز يعني فوق انت فهمت في التمبريتشر اللي هي كان 22 زائد 273 هيديلك 295 كويس؟ نقصك ايه؟ ال N O2 اللي هي عادة الملاتر هيدر الاكسوجين تلعت معك برقم طيب ايه بقى الفكرة؟ ان دي عادة الملاتر هيدر الاكسوجين كده بلا لو عايز كتلة مولية تحت ايه؟ عايز الكتلة بتاعت ايه؟ بتاعت البوتاسيوم كلوريت اللي هو الكيسي L O3 ده طيب ده هنعملها ازاي؟ انه منربط العلقة بين ده والاكسوجين نقول ان كل اتنين مول من اللي انت عايزه ده بيصحبه تلاتة مول من الاكسوجين يبقى الرقم اللي تلع معناها هنا ده نحطه تحت ده اللي هي N O2 ويبقى ده اللي احنا عايزين يبقى ده فضاع على ده كلها ايه تلاع معاك عدد مولاتي؟ كيسي L O3 قول بتساوي كتلة على كتلة مولية وعاكد القتلة مولية فقام بالكيسي L O3 اللي هي تسعة ترتين ده كيس زائد السي ال لي خمس سترتين ومص زائد التلاتة أوتو يعني تلاتة افستاشر اضرب دفده يطلع لك الام اتنين بوينت اتنين اتنين جرام. نعم انت كان ده يطلع سهل قوي معاك هات النمبر الموجودة في ايلكترونيك فيكام تيوب في امبوبة كده مفرغة. الساعة بتاعتها مية وتمانين. مش عارف ان البرشار كانت. عوض في القوانين على طول. البرشار عشرة السلب سبعة. ميللي متر زيبا كان اسم على سبعمائة وستين. مع الوقت هاتل نفسك حفز الكلام ده. اضربه في الفوليوم. الفوليوم كان مية وتمانين. يقسمها على الف يديلك باللتر. طب مش متأكد اهو واحد لتر. يديني عشرة واستلاتة سنتيمتر تجعية. يبقى مية وتمانين سنتيمتر تجعية فيها كام لتر. ده في دعرة. بدلا ما تحفظ الطرمونة اعملها كل مرة بالراتيو دي. بيساوي آآ ان. ده اللي احنا عايزينه بقى هولا كليد دوقتي. فار دي معانا ديركت. في تي. طب التي بكام. امس وعشرين زائد. اهي. تلعت الن معاك بعدد معين. الن دي لتساوي ايه. دي عدد المولات. هو بيرلك بقى هاتلي ايه. number of molecules. اضرب الرقم نتلع معاك ده. هو يطلع غالبا تسعة وستة في عشرة أس سالب تلاتاشر. ده كان الرقم ده ايه. ده عدد المولات. اضربه في عدد أفو جادرو. هيديلك عدد الجزائيات. لانكم نقول عدد الجزائيات. number of molecules بيساوي N في N ايه. يعني عدد المولات في عدد أفو جادرو. قلنا ليس عدد. عدد أفو جادرو كام بستة. علامة. او اثنين تلاتة. فعشرة أس ثلاثة وعشرين. يديلك الناتج النهائي خمسة أو تمانية. فعشرة أس احتاشر جزائي. عايز تكتبها كده. عايز تكتبها موليكيول اكتر ان شاء الله تكتبها عفليك. اما هو اللي يبقى افرخ تيارات اصلا. يديلك معادلة. اما يديك معادلة كام بصرة الهالية لجنبها. هانجز نفسك. الفوليوم من التوتل بتاعها. عايزو عند واحد لما يكون الواحد واثنين من عشرة أتم. خمسة واثورين سليزيس. و كزا جرام من المادة الفلونية دي. عايز بقى ايه؟ عايز هو التوتل فوليوم. طيب نشيل بي توتل هو مدهاني واحد واثنين. في الفي توتل اللي هو طالبها. هاي بيقول لي بيساوي ان توتل هي دي الشغل فيها كله بقى. في ار اللي هي او بوينت او تمانية اتنين. في تمبرتشر اللي هي او تمانية اتنين. كله جاهز مع عدل ان توتل. نجيب ان توتل دي ازاي. لو بنتيب انت خلاص لنسأل. ان توتل هنجيبها ازاي؟ هو مديلك كتلة المادة اللي بردي الكبيرة دي. طيب هل من الكتلة دي تقدر تجيب عدد مولاد كل المادة من البقين؟ اه. اقول لك ازاي دلوقتي. لان نخلي باقي المادة لي بقتش موجودة داني حلت الاربع مواد. يبلغناء فيه الضغط بتاع الاربع مواد دول. وبالتالي فيه عدد مولاد كل المادة دول. دي مش موجودة معانا. طيب هنعمل رشيوا بينها. انا اقول لك فلت تحلو وكمن انت. اه. انه قص دي. نعمل رشيوا بينها. نعمل رشيوا بينها بين الاربع مواد. اتنشر سي قطول. هلقول ان اربع مولاد من دول. يتدينا اتنشر مول من دول. يبقى عدد مولاد دي هيدينا كم من دي. عدد مولاد دي بيسوي كتلة على كتلة مولية. يعني اثنين. وستة في عشرة قصة اثنين. على كتلة مولية بتاعتها. اللي هي تلاتة. في اتناشر زائد اربعة. زائد تلاتة في اربعتاشر. زائد تسعة في ستاشر. كل دي كتتها مولية. روح انت راجع بقى ورأي شوفنا يعجبتها ازاي. كل ده هيديني كم هنا. يبقى اللي انت هجيه هنا ده هو عدد مولاد السي قطول. هو ان سي قط طيب اعمل نفس العلاقة بالزبط مع العشرة اتش تو او. هيطلع لك الان تاعت اتش تو او. اعمل نفس الكلام الزبط مع الان انتو. على مولادة انتو. هيطلع لك الانتو. اجمع كل دول جبت الانتو. روح عواب هنا. هيطلع لك الانتو. كده جبت اقول مطلوب. بيقول لك هاتلي البارشال بريشورز بتاع كل جاز. يبقى تمسك دي تقسمها على المجموع ده كل. جبت المول فراكشن. اضربه في الانتو اللي هو واحد اثنين. هيطلع لك الانتو كلها مرصو عندك. في الايه. هيطلع لك البيتوتن مسلا بمية ستة. مية ستة. واحد من مية. هيطلع لك البي بتاع السي او تو. بعد ما تجيب البارشال بريشور بقى خالص. او بوينت فور ناين. فالموضوع بسيس جدا. احنا همنا الوقت مع العدد. اه الميكشور عدد الكتلة الانتو او كزا. كتلة الانتو او كزا. بيدوني الاتنين مع بعض. بريشور واحد وثنين وثلاثين. هاتلي البارشال بريشورز على كل غاز فيهم. طيب تقدر تجيب عدد مولادة الاولين ده اه. نقسم كتلته. على الكتلة المولية. اتنين اتنين فاربعتاشر زائد ستاشر. هيطلع ايه? اطلع الان. انتو او. ده عدد مولادة. تطعف تجيب الان بتاعت التاني. اللي عدد مولادة التاني. نقول كتلته. على الكتلة المولية اللي هي. اربعتاشر زائد ستاشر. كده دول ايه? دول المولادة بتاعته. طيب. اجمعهم جبت الانتو. اجمع الكسرين دول جبت الانتو. ايه اسم كل واحد فيهم اسم ده مسلا. على الانتو تل دي. يقسم NN2O على ال N total واضرب في ال total pressure اللي هو واحد وثنين وثلاثين هيدي لك ايه حديك ال partial pressure بتاع ال N2O اللي هو هيطلع معاك 0.571 حلو كده اعمل نفس الكلام خد ده يقسمه على total يبا انت كنت مول في ال action اضربه في ال total pressure اللي هو واحد وثنين وثلاثين هيدي لك ال partial pressure بتاع ال N2O اللي هو هيطلع معاك ب 0.748 يعني هم نقول افكار ماله بسيط جدا انا مش مستهد ان شاء الله يعني طيب ممكن يجي لك في دقيقة ايه ها شغل شوية ال partial pressure pressure بتاع ال N2O بكزا وال partial pressure pressure بتاع ال AR بكزا وموجودين مع بعضهم هاته المول fraction بتاع كل واحد فيهم موضوع ابسط من اللازم عارف ايه هو اجمع دهم مع بعض مش ده partial pressure pressure ده partial pressure اجمعهم يديجي total يطلع ال B total ال B total O point 9.7.5 حلو كده طيب هو طالب ايه بقى يقول لك هاته المول fraction يعني عايز ال X بتاعت كل مادة فيهم طيب مش ال B total في المول fraction بتاع مثلا ال N2O بيساوي ال partial N2O صح كده طيب انت معاك ده بالرقم اللي لسه جايبيني مضروب في ال X N2O بيساوي ال partial N2O متدورك وابكام هو اللي إلا مسألة يعني مش محتاجة راجع الفاضي 4-5 طول ومش لازمة كده تعف تجيب بي اه اقسم على الطرفين على الرقم ده تطلع معاك ب O point 2-3 اعمل نفس البرشيس في التانية ويطلع معاك من ده طيب هنا المسألة في حلوة شوية بيقول لك الكمبوزيشن فيه تركيبة معينة عبارة عن 28% نيتروجين و20% أكسوجين اه طيب ال Density بتاعت الهوى هو طالبها عند دربي حرار 20 و 1 Atom تعال نشوف كده 1 Atom مضروب في ال volume اللي هو كان اللي ورحنا من نعرفوهش بيساوي عدد المولات اللي هي M على الكتلة المولات مضروب في R اللي هي O point O في temperature اللي هي 20 يعني 293 أظن يا اه 239 كويس كده اه اللي احنا تغيبينه بقى ده على ده بيساوي ايه تعال نشوف كده اه 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 ايه 293 طيب احنا عايزين الكتلة على الحبل عشان نجيب يبقى يبقى اهي 233 يبقى دنست اللي هو طالبها بتساوي الموليكيلر ماس على الرقم ده كله احنا عرفنا جدنا دنيا طب الموليكيلر ماس ده ايه هو الفكرة فيه اصلا في المسألة كلها كتلة المول عبارة عن 80% من كتلة وعشرين فنين من كتلة القوتو افكر كابل مالك المركب عبارة عن 80% نيتروجين وعشرين فنين من اكسجين يبقى كتلة المول عبارة عن 80% 80 على مية في كتلة نيتروجين يعني 22 فا 14 زائد 20 على مية في كتلة اكسجين 22 فا 16 يطلع معكك الناتج الاسم دي كلها بواحد واثنين من عشرة جرام بير لتر هي دي بيانسكي المسألة دي طويلة جدا مش نعملها كلها عشان نقول الكتلة بسرعة الفوليوم ده من الجاز عند درجة تحرار فونية بيحتوي على 4 مواي CH4 C2H2 C2H6 C3H8 C4H10 مدي لك البرشل برشل بتاع كل واحدة فيه ده 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 والمادة الربعة مدي لك ايه ان كتلتها عشرة ونص جرام يقول لي هات المول فراكشن بتاع كل واحد منه طيب ايه الفكرة في المسألة ببساطة جدا مش ده الحجم الكلي ايه طيب عايز سألك سؤال الحجم الكلي ده جواء اربع غازات ما اخترتين ببعض كل غاز فيهم هو حجم 75 برضو خلي بالك يعني قد لقبط دي كل غاز ده ده الحجم الكلي وحجم كل غاز فنمسك مثلا غاز زي CH4 قال لك ان البرشل بتاعه 505 يبقى 505 ياسم على 762 اشتجاب القتوم اضرف في الحجم بتاعه اللي هو 75 بيساوي N بتاعة ال CH4 مضروبة في ال R اللي هي O.O.O.8 موجودة فيها الدراج الحرارة كامل اللي هي 23.5 زائد 273 صح كده ايه اللي نقصك تجيب ال N H4 ال N CH4 يعني عدد ملات C H4 دي كده جبناها اعمل نفس الطريقة بزط مع C3 H8 يبقى جدت C3 H8 جدت عدد ملاتها نفس الكلام مع C4 مع C2 H6 جبناها عدد ملاتها يعني عدد ملاتها كده جبناها الثلاثة دول سهلين طيب C4 إطري عشرة نجبها ازاي؟ عايزيني عدد ملاتها؟ يبقى نقسم 10.5 على كتلة الملات كتلة الملات ومن شرط كله بيتجاب بنفس الطريق اللي هي كتلة الملات اللي هي 4.12 زائد 10 اللي هي 10 في واحد مدد طيب كده نمعنا عدد ملات كلهم ايه بقى الفايدة؟ ويبقى لك هات المول فراكشن يعني مسألة طويلة على الفاوضي بعد كده بقى الريال جاز ده النوع التاني خلاص خدنا الريال جاز ووحدنا عليه حوالي عشرين مسألة نخش بقى الريال جاز النوع التاني الغازات عموعة متنقسم للتصمين ايديال والريال وده قلنا هناك باختصار هنقول بقى هنا بالتفصيل شوية الايديال والريال ما الفراق بينهم؟ اللي هو المثالي والغاز الحقيقي اللي في أرض الواقع الايديال أغلب الغازات تحت الظروب الطبيعية بتسلك سلوك الايديال جاز يعني اغلب الغازات المثالية بس لما يكون عليها ايه؟ نورمال كونديشن طيب ايه المميز بقى اللي بيحصل في ايديال جاز هو ده اللي خلاهي تسمى ايديال اصلا انحنا بنعتبر كل موليكيول هو بوينت ماس يعني ايه؟ صغير جدا مقارنة بالفوليوم اللي حواليه فبنهمله بنعتبره ايه؟ نو سايز يعني ملوش سايز حلو جده فبنعتبره بوينت ماس يعني الموليكيولات بناعتبرها ملهاش قيمة عندنا بناعتبرها مش موجودة بناعتبرها بلا سايز اللي اللي نهتم بيه هو التأثير بتاع عمل الضغط شغلت فوليوم لما هي نفسها كموليكيول كزرة لا ماشتغلش عليها وكمان كل زرة والتانية وهم بيتحركوا بيعملولي ضغط وبيعملولي الفوليوم باعتبر ان ما بيش مفيش اتراكشن فورس ما بينها ان ننفوت كل زرة والتانية بيكزو بعضهم بيتنافر مع بعض نعم هنا لا بعتبر لا ده بفطر ده انا في الايديالجاز طيب الريالجاز بقى لا ده انا ممكن اخلي الايديالجاز ده اطبع عليه كونديشنز مش نورمل حاجة ابنورمل كده من تسمية تسبب ان الغاز يتغير صفاته ايه هي لو انا كان عندي هنا اهو ادي اناق اهو فالاناق ده كبير جدا مسلا وهنا ده ده موليكيل ده موليكيل ده موليكيل ده موليكيل ده موليكيل ده بنسبه الحجم الاناق صغير جدا فبقى اهمله طب لما جاء اضغط بقى زود الضغط لما زود الضغط فاقفل لحد هنا لا الموليكيل ده بقى مقارنة بالحجم الجديد لا ليه لازمة بقى يفرق معي لان الحجم صغر فقلنا اني بقى القاعدة ستة لما بتعمل اللي هي عبارة عن ايه احفاظها بقى زيادة للضغط او تقليل درجة حرارة يبقى الايديال لما تعمل آه ولكن الذي ستس Steve ستحول الال تكالي نحن 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 بقى م lleنيات الدرجة فما بتعمل مبنى النيكيل و телефон ثانيا الätta tra 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 الى اعتبار فانيا فال excit نحن نحن ن LEVEL اصبح مؤسين الإنسان درجة نحن نسمىlins معامل السلاحية ده بيساوي BV على NRT شبه القانون اللي خدناه صح لو زد يب واحد هيتطلع لك ايه ادرى الطرفين فوسطين هيتطلع لك قانون ال ideal gas يبقى ال ideal gas بيكون عندها زد ده بواحد يعني اخترقنا رمز كان من دماغنا عشان نعبر بيه عن مدى مثالية وعدم مثالية الغاز فبنتساوي BV على NRT ولو بتساوي واحد يبقى ايديال جاز لو هي اكبر من الواحد يبقى ده ال real gas ومش بس ال real gas ده بتتسبب نتيجة high pressure طيب لو هو اقل من الواحد الزد دي هيبقى real gas بس مش اي real gas ده بسبب low temperature هل بنشتغلها ان low temperature في المقام صغيرة فالنتج النهائي قل لأ 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 خالص وده أصلا مش صح لحننشتغلها بسبب حاجة تانية يعني يعني السبب اللي احنا قلنا ان الزد دي لما يكون اقل من الواحد يبقى low temperature واكبر تبقى high pressure هقولك عليها في الحتة اللي جاية دي مش دلوقتي يعني هي مش بالسبب ده بسبب حاجة ده هل بنزبط الورقة طيب اي كونديشنز الثاني بقى high pressure, low temperature, heavy molecules ليه الكلام ده الهي في موليكيلز لما يكون الموليكيلز تقيلة ده هيسبب ان يكونوا بينهم شتانية ليه الهي في موليكيلز بتسبب ان يحصل تحول من الـ ideal للريال معلش ترسى راجعين اهو لان الهي في موليكيلز تقيلة صح كده فهو هي معدية من جانب بعضها هيكون قوة الاتراكشنة بينها اا اا اكتر يعني لو اتنين بيعدوا بسرعة مش هالحوه يجزوه بعد بقوة انما الاتراكشن فورسس بين الموليكيلز بتكون اكتر لما يكون الموليكيلز تقيلة لانها تبقى في موليكيلز تقيلة فمعنى الاتراكشن فورسة عالية ما بينهم يبقى البراشر مع الولوف كنتينر قليل طيب اي بقى ده هيقدر ايه لان يتحول الاسمه ايه للريالجاز طيب حاجة اسمها الريزنز ايه الاسباب في ان نتحول اصلا الاكسيكلودد فوليوم ان احنا استبعدنا فوليوم معين قللنا الفوليوم وعملنا ايه في اتراكشن فورسة ظهرت فهو دول التو ريزنز ودول التري كوندشنز يعني الموضوع بسيط جده طيب هنحول الكلام ده كل المعادلة ما احنا قلنا الفوليوم قل بمقدار ايه بمقدار عدد مولات في حجم الكل مول يعني انا قلتلك هيقل بمقدار خمسة لتر الكل مول طيب لو ضربت الخمسة لتر الكل مول دول في عدد مولات الفعلي هيديني عدد الحجم اللي قال اتراحوا بقى من الفوليوم الاصلي لان الفوليوم نفسه قال ده الفوليوم بتاع الايديالجاز هلتراح منه الفوليوم بقى ايه جزء المستبع ده بنسميه الاكسيكلودد فوليوم طيب البرشر قلنا البرشر هيحصل له لازمان يزيد شوية لان فيه نقص حصل نتيجة الاتركشن فورس فحنا هنعوضه بايه بتيرم بيساوي ايه في ان تربيع على بي تربيع ايه دي حاجة بتعبر عن قوة التجذب من الموليكيلز الان الا ده سابت بيعبر عن قوة التجذب من الموليكيلز وبيكون رقم ثابت لكل مادة طيب البي قلنا بتعبر عن ايه عن الفوليوم برموع الفوليوم اللي بينقص لكل مول طيب بيساوي النقار تي سمينا ده فاندر والز اكويجنز سميها فاندر والز سميها حسب اي ناكو ان شاء الله سميها عفرية مو من انك تعرف ان دي نستطيع في حالة الريالجاز بي زائد اي ان تربيع على بي تربيع مش عايزين نتعمق ايه بس انت عايز تعرف تا جن اين بالشكل ده من الموليكيلز اللي بتجذب بعضها دي هتسبب بريشر هو ده اللي احنا حطناه هنا في الترمي ده القوة ما بينها سابه قانون كولوم كي في كيو في كيو على الر تربيع الر هنا اعتبرناها فوليوم لان المسافة بينهم مش مسافة واحدة ده محيط انترك اريا كاملة ما بينهم او فوليوم كامل ما بينهم فسميناها ايه بيتناسب مع الفي تربيع وعدد المولات هنا تكافئ هناك الشحنة لان كل واحد بنسبالنا هو مش مجرد شحنة ومجرد عدد مولات مش بدرس موليكيل واحد انا بدرس موليكيلز كتيره فهو ده الفكرة وشلنا الترسب وحطنا سابه زي ما هناك شلنا الترسب وحطنا كي هنا حطنا الايه زي ما خلنا في الفيزيكس في الالكتريستي طيب بيساوي في ناس ان بي بيساوي ان ار تي الفي دي متوقع ان تكون ترى انها الفي لكل مول يعني لو انا بي هاتساوي اربعة في مول اربعة من الحجم كل مول تساوي طعام تفكر في مول ده حجم كل موليكيول فعدد الموليكيولا بيساوي اربعة من عدد الافوغادرو زي ما هو عايزن نفكر في موليكيل يعني حجم الموليكيول الواحد ده التصور القديم من المنهك جدنا مش مستقرة عليه اربعة تلتة باي كاي ايه نص قطر الموليكيل من بعضهم رأس كلاو انت تبعى عارف ان البي هي البي مول بس في الواقع اثبات انها اربعة في مول جات منين الاثبات؟ يالله سوكرا معنشان اقول لك لك انداري عمد كويس كده اه هاي بريشر احنا ممكن اردنا توسع ونشر الحاجات دي بس اما وضع جميل جدا بس الفكرة في الوقت في الحالة هاي بريشر هيبقى البي عبارة عن في ناس ان بي والبريشر زي ما هو هيبقى المعادلة بي في في ناس ان بي بيساوي نر تي لكن الزد لان يقى بي في عنا ار تي يسمع زده هتساوي واحد زائد بي بي على ار تي يبقى الزد اكبر من الواحد اللي اتضاف عليها ترمي بالموجة صح كده يبقى ده في حالة الهاي بريشر لانك لما زودت البي شر قللت الحجم شو احنا قلنا على البي ستون لما جلنا مثال عيس حفاظها كده لما زودنا البي شر قللنا الحجم يعقى في حالة البي شر الهاي بريشر بنسيبو بي زي ما هي ونما قللين الحجم طب في حالة اللوتن بريسر بنعكس بقى الفولي ما بتقسرش إنما في حالة اللوتن بريسر بتخلي الفلوسيتي بتاعت الملكيل زت L إن هي عبارة عن طاقت حركة طاقت حركتهم يريد تحركهم لو قلل طاقت الحركة بمعيني قللت T فسرقاتهم هتقل في حصل ايه فيزود تيرم هنا تيرم الكوريكشن تيرم ده يبقى فيها تفضل زي ما هي بي زاد اي ان تربيع على بي تربيع في في بي بيسوي نقار تي فك الشكل وقسم على Nrti عشان يبقى BV على Nrti ليها زد إيطالك الزد بتسوي واحد نقص تيرم معين كده يبقى الزد اقل من الواحد في حالة اللوتن بريسر ده السبب بقى الديفياشن الانحراف اللي بيحصل من الريال الديال للريال بيكون في الهيبي موليكيولز اكتر من اللايت موليكيولز ده بيقولي السبب ولا ايه ده بيقولي السبب ولا ايه لور فلوسيتي بي ديكريز ان هيفي الديبقى الديفياشن في الهيبي موليكيولز بيكون اكبر من غيره ليه لان بي السرعة بتقل الفولسي ازا من الموليكيولز بتكبر نتج من السرعة اقلت اوقا ادي وقت 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 فسرعتهم قلت فبدأ يتجازب وبالتالي اما يتجازبوا ناحية بعض البي على الول هتقل ده القاعدة كده عرفة هين طيب كده شكرا نخش على الحل على طول بيقولي ايه هات البريشر اللي تبازل ب 15 مول من النيون عن 30 درجة في كنتينر بواسطة القانونين والفاندر ويلد هو عالى عن نواتي طيب تعالى نشوف كده يبقى البي طالبها في البي من دهنيب 12 بيساوي ان عدد المولايات 15 هو اقل لي في او بوينت او 8 اتنين في 30 زائد نتين اربعة 22 تراتة وصفين تعالى تجيب البي من هنا او هتطلع ب 31 واربعة غالبا لا 31 وخمسة ستة من الالف طيب من القانون التانى بي زائد الايه من دهالك ده رقم ثابت في ان تربيع يعني 15 تربيع على بي تربيع يعني على 12 تربيع اقفل ده كله اضرب في فوليوم اللي هو 12 ناقص N اللي هي 15 في بي اللي هي من دهالك بكامل الرقم ثابت برده قول بي ساوي N اللي هي 15 في R كل ده تسميع قانون مش اكتر في تي 30 زائد 273 هتلاقي البيل هنا دي معنى ما تحل المعادلة على الالة او على ايدك اي حاجة تطلع 31 واربعة من عشرة الفرقة بينها والفوق مفيش فرق بسيط جدا يبقى بي 1 تقترب جدا من بي 2 السبب يبقى البرشر كده هنا البرشر هنا ليه لان انا محقق ان في لوتين بريتشر يعني ايه الكومنت ده مش ايه لان انت كده كده اصلا ايه امسك يو فانت افهم بس الفكرة ان احنا حصل ديفييشن عشان كان فيه كونديشنز بالطبقة 10 لتر السيلندر اللي حجم ده 10 لتر تحتوي 300 جرام من المادة الفرينية لو البيب كزا عند ضرر الحركة كزا والبي دي فور الريال جاز هتلي اثبت ان البي دي للا الريال جاز يبقى اعتبر دي ماش معا انا هجيب البي مرة للا ايديال بقانون ايديال ومرة للريال واشوف انا اقرب واحدة للنات اللي هو هم الدونير اه لو الريال يبقى البي مضروة في الوقت بيساوي N اللي هي كام 300 جرام على كتلة على كتلة مليئة حلو كده في R في T يطلب معاك البي الاولانية تعالوا نحسبها على اثنين في اثناشر زائد ستة في او تمانية اثنين في ثلاثمية على عشرة طلع اربعة وعشرين وستة كويس ده ايديال راحتين يحسبوا القانون الريال هيطلع قانون الريال رقم اقرب للواحد وعشرين يبقى الناتج اللي هتختاره يبقى الغاز ده البي اللي هم دلك دي هي بي فور ريال يعني تشوف الاقرب بس كده بعد كده بيقولك معادلة الكونسنت التعبيل فيها بتاع عنصر بيساوي كذا هات الحجم الموليكولز كنا بيقول القانون سمعو اربعة من ال يساوي اربعة ن اي موليكول صح كده بيساوي اربعة ن اي في الفي موليكولز اللي هي اربعة تلاتة باي ارتكاين قد طالق قانون السرده هم اربعة ده كده هو طالب ايبقى الفوليوم بتاع السيئوتو موليكولز يعني عايز ده يبقى نقسم البي اللي مدهني على اربعة ن اي هيطلع واحد سبعة سبعة فعشر قس سلب تلاتة ستة وعشرين لتر بيقولك عند الاس تي بي هات النسبة بين الفي موليكول على التوتال جاز فوليوم التوتال التوتال جاز فوليوم طيب هو طالب بقى ايه؟ عند الاس تي بي عايز البرسنتج اوف في موليكول توتال جاز فوليوم عايز نجيب يدي نفوت في مول على فترة عايز الحجم الكلي للجزيئات اللي معاية في الحالة الاس تي بي حالة الاس تي بي حتى اللي انا ماخدتش باي لغو مدنيش الرمز الاس تي بي عرطول بيكون معا ايه؟ عندها واحد مول يعني الاس تي بي من خصائصا ان الان بتاع بواحد مول فاكين نقول لي هات نسبة فوليوم بتاع واحد مول من السي اوتو على التوتال جاز فوليوم طب التوتال جاز فوليوم في حالة الاس تي بي اي جاز حجمه في الاس تي بي عند واحد مول بيكون كامل 224 يعني اي واحد مول من اي غاز في الدنيا حجمه 224 من عشر عمد الاس تي بي نحط فوق البي مول يعني حجم المول اللي معنا في ارض الواقع فعلا عند الحالة الاس تي اوتو دي نجيبه اي نقول لي ان البي تساوي اربعة بي مول عايزين البي مول يبقى بي على الاربعة اقسم الرقم معاك ده على الاربعة اهو على الاربعة وحط 224 من عشر واضرب في مية سيطلع لك النتج 0.0476 في المية هي دي النسبة بتاع الاشغال اللي حاصل معاك اللي هو الحجم بالنسبة للحجم الكل بعد كده بيقول لي الكلستان بي فور الكريبتون بيساوي كذا مديني البي هاته الريديس او الزرة تاعت الكريبتون هاته الريديس تاعت الكريبتون اتم هنقول لي نزال مع القلوم اربعة احفظوا كل مرة مش ضمن تتحفظ حتة واحدة منها ومتلاقبتش اربعة بي مول بيساوي اربعة اربعة دي جات نهين بي قولنا بالتجربة البي احنا عارفين انها بي مول طبيعية يعني ايه بي اصلا بتعبر عن ايه عن الفوليوم الاكسيكلودد قد اس تبقى قد ايه حجم متوزع على قد ايه مولاد فاحنا لقنا في ارض الواقع ان بيساوي اربعة من الناحب نحسابه فانموما منقلين اربعة دي مدلكش دعاجات من هين دي تفوك البي مول لي ايه لعدد افو جادرو مضروف في البي بتاعت الموليكر حجم الجزيئات فعدد الجزيئات الموجود عشان يدلك حجم المول تقدر تفوك حجم الجزيئات ايه ليه لان الجزيئات دي عبارة عن كور هناك دول رائده ادخلوه ادخلوه حجم التواصي حجم التواصي للجزيئات ادخلوه حجم التواصي للجزيئات سوف تقوم انقصك الامر تعطي ايه الامر فده تحلو المعادلة عن النجزة ويتأللك الامر بتاعتها في الامر كامية ديسمتر او انقصق 10 سيئة سيئة او كم ديسمتر هذا الناتج واناتي جاءت لها معاك يبقى بالديسي متر طيب بعد كده بيقول لي في كل الحالات الآتية هاتلي قيمة الزد وقل هي ريال ولا ايديال هاتلي نوع الجاز يعني مديني ان التمبريرتشر على طول بمية وان الان بربع مول والباقي بعمال يغير البي والبي طيب يعني ايكين يقول لي عوض في القانون الزد اللي هي الكمبراسيبالي فاكتر البي نص اتو البي اتناشر لتر ده في الحالة القوانية في الفرست كيس تحت ان بربع هو ايلي انها رقم ثابت في كله في الار اللي هي او بوينت او تمانية اتنين لانه نحن مستخدمين لتر وقتهم قلنا دي الواحدة السابت التيم الداني بمية يعني كاي من نجمع على متن ثلاثة سابتين دي لك تلتمية ثلاثة سابتين عوض فده كله يطلع لك الزد في الحالة القوانية او بوينت سيبن ايه ده كده اقل من الواحد يبدأ يبدأ شقل تلك النوع بتاعه ايه كده رأني ايلي بكده الرأي لان علا لي لي علي يصبح اقل من الواحد او اكبر من واحد الطائب انت يصبح رأيلي لو طلع واحد زي فى الحالة التانية متعاود في الحالة تانية بالأرقام دي اقاود الي الحالة ت Whitaker اساطلع لك بواحد او ايها يبقى السبب انوا طلع واحد وجشعه اكتر من الواحد اسabet لك C Abendorrier اسقل لك بسبب ان الحرارة عالية فالdeviation постبال علية كد specially called the number and the number ونحن نتحقق بطريقة كبيرة ونفس الكلام 100 درجة ونحن نجد رقم وليس فاهم يقول لي هات البرشر اللي مبزول بواحد مول من الأوتو لما نحطه في فوليوم 1 لتر عن در الحرمية 27 بقانون الـ Ideal Gas وقانون الـ Von der Weyl's Equations وقارب من النواتي أول حاجة الـ Ideal Gas يبقى نحط BV equal NrT قانون الـ v بكام يطالبها وقام 1 لتر يسواي N بكام من الدهيني 1 مول في الـ R.O.O.82 في الـ T.Y.T.P.H.E.B.R.O.20 زائد 277 يطلع لك الـ B ساعتها 328 وقانون الـ ideal تذهب لقانون الـ Real Gas وقانون الـ B زائد وقانون الـ 1.36 في N تربية يعني 1 تربية على V تربية يعني على 1 تربية V بواحد ناقص N B N بواحد O.03 1.8 بيساوي N RT يعني ال N بواحد R O.O.8 T بـ 127 يتفضلك بي تطلب معك ال B 32.5 ايه السبب من الفرقة بينهم بسيطة؟ هتقول له ان احنا شغلين عند رجل الحرقة عالية ودي مش ال Conditions بتاعت ال Deviation المصبوط عشان يحصل ال Deviation صح يحصل انحراف من ال Idea للريال شرط ان يحصل ايه اقول له ساهم High Pressure ده الشرط التاعي وتحت Low Temperature اللي تنظر مش حقين لقد تمديني High Temperature 127 و Low Pressure مش عايدة يعني الارقام اللي طالع معك عشان كده حصل بس بس بعد كده ال Work يعني ده اخر جزء خالص في الشابتر الاولاني ال Work عبار عن ايه؟ احنا متعودين ان Work قوة في ازاحة ضربنا قوة متجه قوة ضربنا ضد برودكت مع ازاحة عشان نعبر عن ايه؟ عن مدى تأثير القوة دي اني هتحركني ازاحة قديه الفكرة ان يكون في قوة وفي ازاحة لو حاجة منهم طارت يبقى كده مفيش ورق عشان كده لو قعت تزقوا حيطة من هنا البكرة والحيطة ما تحركتش فانت بالسلامة ما بازلتش ورق يعني ده اكسبريشن احنا اصطلحنا عليه ما تفترش تفكر في ال Work على ان هو حاجة كده انت باللي فهمك لا ده هم اتفقوا انه معناه كده ان الناد من يكون في فرص وتحرك حاجة تحرك بوضي ازاحة معينة واسبتا ان في نفس الوقت ده بالنسبة للغازات ان هو بيساوي ال B Final Delta V بيساوي الضغط النهائي اللي وصل له الجسم اللي مطبق على ال Applying على الجسم او ال Applied على الجسم على الإناء يعني مضروف ال Delta V في تغير الفوليوم اللي حصل جبنا من هنا القانون ده بسرعة كده على جمه انت عبارة عندك ان انت حصل ب Delta V عبارة عن V2 ناقص V1 صح كده اللي V عبارة عن ايه؟ لو افترض انها سيلندر مثلاً او بغارة عن ال Area 2 في ال H2 ناقص ال Area 1 في ال H1 طب ما هو نفس الاناء ايه؟ احنا كان الاناء كده هو شل اللي قديني معليه شوية فطلع اللي فوق في الحجم زايد يبقى ال Area هي هي خد ال Area Common Factor يبقى Delta V بتساوي Area في H2 ناقص H1 يعني Delta H صح كده اضرب الطرفين في B Final هاقولك ليه دلوتي لان انت غير اقولك بعد ما نضرب دلوتي هتتتلاقي بي فاينال في دلتا بي بي ساوي بي فاينال في A في دلتا اتش ال B عبارة عن ايه؟ عبارة عن فورس على Area ده قانون محفوظ الفورس انها ايه؟ لان احنا غالباً بازلنا الورك بالفورس انها ايه؟ من الاخر فورس كانت معانا ايه؟ لان هي دي لها تبزق هي دي لبازرة وورك هي دي اقصى فورس انوصلها اللي هي الحالة انها ايه؟ فتتفك لفورس على ايه؟ ال ايه؟ هتكانسل ايه تفضلك فورس في دلتا اتش بي ساوي بي فاينال في دلتا بي طب الفورس في دلتا اتش دي ايه؟ دي بورك يبقى الورك بي ساوي صورة تانية احنا هنحفظها بقى اللي هي البي فاينال في دلتا بي يبقى انت تحفظ صورتين للورك ايه فاينال في دلتا اتش وديمش للساعدمة غالبا تانية اصلا بتساوي بي فاينال في دلتا بي لان دا اللي هي علاقة بالغازات الغازات مش هنشتغل فيها بفورس ايه؟ هنشتغل بي فاينال في دلتا بي ده انطبقه ازاي بقى ارض الواقع؟ الفوليوم هنا كان واحد دي سيمترة تكعيل بقى عشرة يعني المجبس تشل شوية من عليه بقى عشرة فيه مجبس يزوق من فوق هنا فاحنا ريحنا المجبس شوية فالغطة طلع لفوق شوية لان فيه غاز جوه عمال يزوقه فالغاز بسع شوية فاطلعه فوق يبقى الضغط هنا كان الف احنا ريحنا الحد بقى مية بس يبقى الضغط النهاء مية مضروب في دلتا فيه يعني اطرح الفوليومين من بعض مية فعشرة نقس واحد يعني يطلع مية فتسعة يعني تسعمية جول يبقى الشغل اللي بازلوا اللي بازلوا الغاز عشان يطلع المكبس اللي يطلع الغطة لفوق المسافة دي ان يطلعه لحد ما الفوليوم يتسع بالمقدار ده هي تسعمية جول افهم بقى معناها ايه؟ يبقى لو السيستم هو اللي عمل الشغل هتعرف ده قدام لو السيستم اتعمل عليه شغل هيقى بالنجاتف والدليل ان انا لو كنت نزلت المكبس لو كنت انا اللي زودت الضغط كان يبقى الضغط النهائي قيمة مجابعة عادي بس كان يبقى دلتا فيه رقم سالب عشان كده يقولك لو الwork done by the system يبقى موجة لو done on the system يبقى سالب لو تعامل على السيستم حلو كده؟ لان احنا يهمنك جاز نحن ندرس الغاز هو اللي بيعمل ولا بيتعامل عليه فلو هو اللي بيعمل يقام موجة لو بيتعامل عليه يبقى سالب طيب هنا عربة معلومة دي ده لك لو انا نقلته من الف ان هنا نقلته من الف كيلو شلفة المكبس بعد ما كان ضغط عليه الف خلته حد مية في خطوة واحدة لو بقى الف نقلته لحد خمسمائية يعني خففته شوية لحد ما بقى خمسمائية فحصل دلتا في ان كانت واحد دي سيمتر تكعيد بقى اثنين بس يبقى الwork اللي بازلته في الخطوة دي ايه؟ عبارة عن خمسمائية اللي هي البي نهائية في دلتا في اللي هي اثنين مقس واحدة تلعة خمسمائة جول طب بعد كده هتخففه بقى من خمسمائية لحد مية يعني مدر ما انا فوق عملت على خطوة الwork اللي بازلت في خطوة تانية عبارة عن ايه؟ عن الwork النهائي اللي هي البي نهائية اللي هي مية مضروبة في دلتا في يعني عشرة مقس اثنين تلعة تمنمية طب اجمع كده الworkين هتلاقي ان يتلع الف وتلتمية وفوق كان كام تسعمية يعني فوق عشان ننقل نفسي من حجم واحد لحجم عشرة عشان نخلي اللغاز يتسع لحد ما بقى حجمه عشرة خدت تسعمية جول بس تحت اشتنعمل نفس المضبس على خطوتين خدت الف وتلتمية طب اقول لكم معلومة لو خليتهم ثلاث خطوات هتلاقي الرقم كبير يبقى استنتجنا من ده كله استنتجنا من ده كله قاعدة مهم جدا هتعرفها دلتا وهي بتقول ايه؟ طول ما الرقم بتاع الخطوات يزيد يعني لو انت نقلت الحاجة على مرتين غيلا ما تنقها على ثلاث مرات غيلا ما تنقها على ربع مرات كل مره ليه؟ لو انت ماشي في الشارع بعربية وكل شوية تدرب فرامل تقف بعد انت بدأ تمشي تاني هل ده زي ما تمشي على طول؟ هل ده زي ما تمشي على طول؟ لا تفرق لان كل ما تقف شوية بتحتاج تشغل الموتور من جديد فيبزل شغل جديد شغل شفت انا قلت ايه؟ يبقى الورك بيزيد كل ما النمبر في السبس يزيد فانا عمال الامشي من حجم الحجم بعدين من حجم التاني ده الحجم التالت حد ده موصل للأخير انا كنت جبت اناق وكل شوية خارم فيه خرم لحد ما يطلع شوية هوا تخرم فيه خط اما ما ممكن اكسره خالص لو كسرته خالص كده عملتها على خطوة واحد الغاز كل ما يخرى ويتسبب مع الضغط الخارجي هنعرف ده لك على ايه؟ على نوعين فيه نوع هناخده اسمه الورك ريفيرسبل وورك ريفيرسبل يعني ايه؟ يعني وورك قابل للاعادة او ممكن مشترجم حرفية ممكن نفهمها ازاي؟ ان الورك بيحصل على انفينت سيبس يعني عدد لانهيئة من الخطوات ازاي؟ انا جيت ست الغاز زي التسع فهو التسع ازاي؟ من الحجم واحد للحجم واحد وواحد من مليار بعدين للحجم واحد وواحد من مليون فهو عمالي يتسع حتة 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 لحد ما وصل للتلاتة او الحجم بقى تلاتة مثلا فانت انشتشوف الارقام ده كل ده هتحصل في اجزائهم الثاني فاحنا قولنا ان احنا افترضنا ان كل وورك حصل بمنظر ده فهو حصل على انفينت سيبس نسميه الماكسيم وورك ليه؟ ان السيبس زاد بقت انفينت فالورك هيبقى اقصى خين مش هيبقى انفينت لا هيبقى اقصى خين توصل لها بينمثلوا على الجرافة ازاي ان عند بي وان كان البي بوان وعند بي تو بقت بي تو ضغط بقى بي اتنين بس بص نزله ازاي؟ نزله على عدد لانهيئة من الخطوات ودري ان احنا مسلناها بكيرف في نقطة على كيرف هنا ونقطة هنا ونقطة هنا صح كده؟ اللي اكتشرف تعلينا بقى إن الورك بيسوي ايه؟ بي في فضلدة في يبقى الفضلية بي حتة المضربة في الفضلية البي بالمضربة في البي الارتفاع shorts هي دلت الب... ووووووواب اي ضربة، اربطة بي دي بنجمعها ازاي على بعض عشان نجيب الورك التوتل بقى من اللحظة دي للرحظة دي وهو ده هدفنا ان نجيب الماكسي ومورك اني هنعمل انتجريشن ملاش دعب الخطوات عملنا انتجريشن خلصنا القانون تلع ان الورك ريفيرسابول بيساويت احمص بقى القانون 2.3 من 10 1.2.3 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 من 10 لانك لابتيك كامل واحد على فيه هنا دي 2.3 من 10 2.3 من 10 1.3 من 10 nrt 1.2 2.3 1.3 2.3 1.4 2.4 2.3 1.4 2.3 3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 4.5 4.5 5.5 ويكون الورك ساعتها هيكون done on the system وحوار كده كده كبير ملاش تقملكش دعا بيه ولو هي موجب مش يكون برا فيه سالة فانت بتوزنها مع بعضة ازاي انك بتحط دايماً اللي فوق هو الكبير يبقى بالتاني ممكن نشيل القانون ده ونقول ايه ان الورك الريفيرسابل تساوي اثنين وثلاثة وعشرة ان ارتي لوج كبير عاصدين حفظها طيب ننسى ده كله ده لو انفينت ستيبس طيب لو هو حصل على خطوة واحدة بس مش دهي بقى اقل قيمة الورك ايه بنسميها ساعتها وورك الريفيرسابل يعني غير قبل الاعادة هو وورك حصل على مرة واحدة جيت كسرت الانة خرج كل اللي جواه ما خرجش على عشرين خطوة ولا ميت خطوة لأ ده خرج على خطوة واحدة عشان كدت لقي على المرحانة مش ممثل بكيرف لأ ده ممثل بنقطة بي وان مع بي وان ونقطة فيتو مع بي تو ونزلت لهم دايرت بوص نزلت في السريط لين تحت كده دايرت الحجم قل مرة واحد أو زاد مرة واحد عندما الضغط اختلف بتساوي ايه؟ بي فاينال الديلتا بي فك الدلتا بي دي بالقانون بتاعها اللي هو من قانون الايديال جاس الن ر تي على بي وان ضرب الدخل بي require reversible بي بساوي الن ر تي فوحة نقص بي final على بي initial يلد من انتحفظها بقى بي final على بي initial البي نهاقي على بي التدقيه ده قانونت على الريفيرسابل ده قانونت على الريفيرسابل ده قانونت على الريفيرسابل ده لما يكون infinite steps ده لما يكون ما نستقل اركزها في الحتة دي لو قالك في المسألة ان فيه expansion و ان فيه compression ان فيه تمدد و ان فيه امتماش لو انا فيه تمدد مدد الغاز اسيبه يتمدد فهو ممكن يتمدد لحد ايه؟ قيمة كبيرة معرفاش فيه قيمة ماكسب ممكن اجيبها القيمة دي بجيبها اجيبها؟ بالحاجة اللي فيها infinite steps لان احنا قلنا كل ما تزيد كل ما الwork يزيد فان اقصى أجيبه هو الwork reversible وهو اللي بيساوي 2 و 3 في NRT لوجي كبيرة على صغير طيب المنمم هو الwork irreversible والن one step واحد ما قصبه فانا على البيئة الexemption هو اللي انت تعرفه ايه الجديد بقى ان في حالة مفيش maximum ولا حاجة ليه؟ لان انا ليه اخر مش افضل اضغط لحد مالة نهاية لأ انا ليه اخر و ساعتها الغاز يقولي استنى انت راح فين انا ليك اخر هنا انت اكتدها تكسر الناق فلا اقل مفيش maximum في الكمبريشن ليه اخر فيه انما فيه مينمم ما فيه مينمم في الكمبريشن مفيش ماكسما طب المينمم في الكمبريشن هو الwork irreversible احكس بقى احكس مع العملته فوق يعني اللي ليه infinite steps هو المينممم طب ليه الكلام ده؟ هقول لك انا لانك معلش الكاميرا فصلت مهمة كومبريشن قلنا ساعتها بيكون المينمم هو الwork irreversible بيساوي 2 و 3 لوجي كبير على صغير يعني بنحكس مع اللي فوق يبقى الexemption هو اللي انت تحفظه الطبيعه خالص الماكسما بيكون يعني عدد لانيهاء والمينمم بيكون work irreversible الكمبريشن مفيش غير المينمم يعني ما تلاقي كلمة غالبا هيكون طالب منك مينمم بس مساعتها هتنجيب الwork irreversible وتعقد فيه ايش اي مشكلة اعرف الاربع الفضل واعرف مساعتها هيكون work irreversible one step انفجار لما فجر الاناء فطبيعه ان هو يحصل على الخطوة واحدة مش هيقول استنى انا هامش لا الغاز هيطلع مرة واحدة ويحصل لك ان الwork هتبزل مرة واحدة in just one step broken الكسر leakage تسريب اسكيب هروب ان الغاز هرب من التاع وساعتها الbe final بالكمب كام عشان ما تيجد عطف القانون مش هدهي لك هيقول لك ان هو الكسر يبقى الbe final واحد قطوم لانه يكسر للهواء لانه يكسره في المريك الwork irreversible والساعتها هيكون انه ارتيه واحد نحن حافظينه فوق بس كده الwork خلص ونخش نحل على الwork بيقول لي هاتلي بقى ال minimum work اللي هنعمله لما نشتغل compression على واحد كيلو جرام من النشادر بحس ان الحجم هيقل من 10 اص 4 إلى 10 اص 3 عن درجة الحرارة كذا مش عارف ايه ايه اللي انت يهمه في موضوع minimum work compression ادي الكلمتين دول اول ما شفت كلمة compression في الناغة ايه ان ما فيهاش غير minimum اصلا وال minimum بتاعها هو work reversible اللي يبقى تمسمع قانون work reversible ويقول انه اصلا هو minimum work قانونه اثنين وثلاتة nRT بعد ذلك هنعوض على طول log كبير على صغير ايه ان يكون ايه الحاجة الكبيرة على الحاجة الصغيرة يعني اما حجم اما pressure فانت اللي معاك حطه 2 و 3 اللي انت يبقى ايه 1 كيلو جرام من النشادر يعني 1000 جرام على كتلة النشادر اللي هي كام 14 زائد 3 كتلة موليد طيب ال R احفظها معي كل ما دون قانون ال ideal gas اللي هو bvnRT ال R دايما 8.314 اللي هي القيمة التانية ما تفكرش اي قانون تشوفه من منهج من هنا ورايح لحد ما نخلص غير قانون bvnRT ما تفكرش تحط R ب O.O.O.8.2 ولا 8.314 لا حطها 8.314 على طول طيب T 50 سليزيس يعني زائد 273 في log ايه الحاجة اللي معاك معانا حجمين حط الكبير على الصغير قلنا ليه ساعتها يطلع معاك النتج النهائي 363300 جول تقريبا خلي بالك الكتاب بيقرب الجامد قوي يعني ممكن الكيمة اليوم بيقربوا بالمئات كده حاجة عصر سلندر جوا 80 جرام سلندر جوا الفالفة اتكسرت لا تكمل شكلات اتكسرت يعني كده هيحصل على اول معلومة اخذناها يبقى بالتالي هو Work irreversible يبقى بالتالي البي فاينال تسوي واحد قتهم بص كل دا سنتيكتم من كلمة فقهات الwork done during expansion of the gas اتكسر يبقى انا محتاج اجيب الwork irreversible الانطلاب هو الكسر يبقى حصل على 80 جرام 88 جرام مشانكتب القانون بقى ننجز بسنة على الكتسة مناطعة CO2 هي 12 زال 2 في 16 R عبارة على 8 3 1 4 في علامة T مدهاني 27 نجمع عليها مدهاني 27 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 تقريبا كان المثالات لا تأخذش معك دقيقة لو انت في الكرتك صح ا culpa عنبوبة 4 لتر تحتوي على جاز مش عارف ايه مضغوط تحت برجاء 12 لو فيه خورم عملنا كده بسبب ان حصل كلمة مناورة معنا يبقى كده عرضت اي دور اشتغل ايه Work irreversible هات الwork done by the gas during its leakage تعال اكتب كده الwork irreversible لو اتزارت ايام كافي انت اكتب قانون وشوف ايلي نقصك و ايلي عشان انت سعبت اما اخدود من المسألة و انت نقصك حاجة واحد بس تجيبها n r t 1 نقص b final ايه اللي معاك و ايه اللي مش معاك b initial معايا ب12 b final معايا بواحد t معايا من داني 25 و ايضا اي عشان الиты تقصك نقصها ايه انتصا ريكي نقصها ايه غالبا هاتجبها بقانون الاي ديا الجاز اللي هو b v v و ايضا اكتبت ثانت و هنا بقى التفكر الار بكام او مو بوينت او مو تمانية تنين Breeze هاتفكر الفقامة الر في درجة الحرارة هاتفتين 23 ايه الفايدة من القانون ده جبت منه الارتلقى اذهب الى الورك الربرسيبول تلعب اربعة اربعة ستة زيلو اربعة من عشرة جول تقريبا موضوع بسيط اللي تلزيني فيه اتكال القانون دور عالي معاك والمش معاك هتلاقي موضوع بسيط مول واحد مول بس من قائل يرجاز عن دراج الحرارة كذا موجود جوا سيلندر ضغطنا عليه بسطن بضغط الف كيلو بسكال هات الورك دان في كل حالة من حالة لاتية لو البرشار اتساب بص الكلمة يعني وان ستل ان دي كويكلي موضح لها اكتر هو اتوب ريشال مية يعني على وان ستب نقلنا من الف ضغط لحد مية مية ضغط مية كيلو بسكال يبدأ وورك ايه وورك الربرسيبول ايه قانونه ان ارتي معاك الان او واحد مول معاك الار تمانية بوين تلاتة واحد اربعة معاك التي خمسة وعشرين يعني ميتين تمانية وتسعين افتح واي احد ناقص بي فاينال بي كان بمية بسكال هو قالك لحد ما بقى كذا ميتين تمانية وتسعين على الف بسكال هو ايه البي انيشل ما نخطش الكيلو الليلة انه يكانسل مع بعضه هيتطلع الناتج اثنين اثنين تسعة بوين تمانية جول ده الورك واحد يقول لي في الحاجة التانية لو احنا خفضنا الالف دي الحد خمسمية ومن بعد الخمسمية الحد مية يعني هنعمل على خطوتين بقى مرات يبقى هنجيب وورك اين المرات وورك الربرسيبول اللي هي عبارة عن ايه واحد مول يح guys مrakt S اثنين تسعين الانتجيب وورك الامتجيب ورناتجيب وورك الامن يوص main طور على البي انيشل انت vary بدي متين تسعين والانتجيب של 2 لانه تجيب الوارك توتل وطلب الوارك توتل عشان امشي من اول الف لحد مية بقى اجيب الالف من الحد خمسمية ومن الحد مية واجمع هذا اللي عملته هنا اجمع النتجين هديدك 2.0.8 اللي انت ملاحظ بلك comment on your results ان النتج ده اكبر من نتج ده يعني النتج على الخطوطين اكبر من نتج على الخطوة هتتقوله اذا As the number of steps increases اللي يحصل للوارك Work also increases ذات برد فالب خمسين لتر تحتوي على غاز الاكسوجين اتفتحت لمدة خمس ازاي اللي نشر ببريشر قبل ما نفتح كان عصر قاتل بعد ما فتحنا بقى خمسة بقى جوه خلي بالك في الجرم بقى جوه الاناق خمسة بس البي فاينال برا الاناق بواحد ايه دي فكه في مسأله عن الناس عم تقول لي ازاي فاينال بريشر بخمسة واحنا فتحنا الاناق ما هو مش قصد على برا الاناق هو قصد بقى لما انت فتح لسه جوه الاناق الضغط خمسة طيب يقول لي بقى هتلي الويت في الكيميا يعني كتلة الاثنين واحدة وبندخلش الجاذبية في الحال وعايز الويرك برا طيب هنعمل ايه؟ بديني درجة الحرارة هبدأ اسأل نفسي معي فوق خمسين لتر كان الانيشل بريشر بعشرة يبقى عشرة في خمسين فانو ايديال جاز بيساوي ان ليه عدد مونات في البداية خالص مضروبه في ايه او بوينت او تمانية اتنية شغالين بالليتر والاتوم في التيب خمسة وعشرين عن امتين تمانية تسعين جبت الانيشل تطلع معاك بعشرين واربعة ستة دي عدد مونات اللي كانت موجودة قبل ما اكسر الاناق قبل ما افتحه شوية فتحنا المدة شوية دقائق فبقى بي فاينال بكان بخمسة بس لسه الحجم زي ما هو خمسين لتر في الخمسة بيساوي ان فاينال اللي هي الان اللي موجودة بعد اللي خرج يعني فيه شوية خرجه وهو بقى انا هجيب الان اللي فاضلة جوه الاناق فقار يعني حاول تترجم مسألك انها بالعامة كده ها حلو كده ثلاثة الان فاينال عشرة ثلاثة وعشرين مول يبدأ اللي فاضل جوه الاناق يبقى فرزين الانتوتا او الانتظام لان الانصار الان الان هربت الان الخرجت برة ده العزه يجبها بهذا الرقم ده هو ده اهم رقم في المسألة ما هو المسألة المهمة على فاكرا ان الان العمل اللي عمل صارخ لو فهمت القنون محتاج بها التقصص الانتقاط حتى موضى ilis يعني فاين اللي عملت اللي تقصد الان الانول ما هي اللي خرجت الانول ما هي الان هنا هيبقى 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 ليه لانه حصل على خطو واحدة قولنا اصلا محفوظة كلمة اسكيب ليكيج ريليز مش عارف الحاجات دي كلها اي حاجة تعبر انه فيه كسرة حصل فبالتالي هيبقى قانونه ايه ان قدل الان جبناها انه بتاعت الاسكيب يعني الان اللى عملت فى R فى T اللى هي 25 يعني 298 افتح قص واحد نقص بي هنا بقى ركز بقى الان سكيب دى بالنسبة لها خرجت للهوا فبقى الان بتاعتها واحد طب ايه بقى خمسة دى دى الان بي فاينال بتاعت اللى لسه جوه الاناق جيل لك بطل اللى حصلت للناس انى مش كل المولاد خرجت ناس تعود ان نفسر الاناق بقى جوه البقى اللى جوه دى سبتوا عند دقائقاتهم عند خمسة قطم السؤال دى مهمة جدة واحد دى البي فاينال على البي انيشن اللى هي عشرة اطلب معاك الناتج اه اتنين اتنين تمانية واحد واحد جول تقريبا عشان سعب بيقى فيها دقائقاتهم واحد مول من قاعدة الجاز عند درج الحرة كزا موجود جوه سيلندر حطناها على ضغط عشرة قص سبعة البس انا في حلم سؤال دى كلها خفضنا عشرة قص سبعة دى على ثلاث مراحل اول مرحلة لحد خمسة في عشرة قص ستة بعدين من الخمسة في عشرة قص ستة بعدين من الخمسة في عشرة قص ستة التöểu ياسد ت 아침 6 Limit هاستله Зay التكليماتاتاتخدذ تقريبا تقدم الآن تمددات أه结ت وقرر ما بينها موحل المعارف ستة عيت شرب 10 اوية خمسة اي هيا المعارف سأجد اتهت من قانون pro وموحلfs ongoing اي اجتشーい وقال ما بينها. فاتعال نشوف. اول مرة يبقى ورق الريفيرسابول ون. بيساوي ايه? ان اللي هي عدد المولات واحد. فار تمانية بوين تلاتة واحد اربعة. في التي خمسة عشرين يعني متين تمانية تسعين. في واحد ناقص البي فاينال هنا. فاول مرحلة هتبقى خمسة. فعشرة قصة على البي انشال اللي هي عشرة قصة سبعة اللي انا بدق به. يطلب معاك رقم. حلو كده. اقاتل ورق اوض نفس الكلام بس هتحط ايه? هتحط البي فاينال بتاعتك عشرة والستة على البي انشال اللي هي خمسة بعشرة والستة. طب الورك ايه بقى الورك فاينال عشرة الخمسة على الورك انشال بتاع الستاج دي اللي هو عشرة والستة. تجمع تلاتة نوات يجديك الورك توتال هيطلع معاك بخمسة اربعة خمسة زيرو جوه. ده الورك ايه توتال بتاع الريفيرسابول لما كان ايه اللي انت متوقعه? ان اللي عملنا على انفنس ستيبس هيطلع رقم اكبر عند ده بكتير. تعال نجرب كده بقى. هيبقى اثنين وتلاتة. في ان اللي هي واحد. في ار اللي هي تمانية واربعتاشر. تلاتة واحد اربعة عام. في تي اللي هي امتين تمانية وتسعين. لانها خمسة عشرين درجة سليزيس. في لوب كبير على صغير. ايه اللي معايا في المسألة؟ معايا بيهات. يبقى حط اكبر بي على اقل بي. طب هو عايز ان اقول عشر قصة سبعة حد عشر قصة خمسة. يبقى حط عشر قصة سبعة فوق على عشر قصة خمسة داخل. قولنا منحط كبير على صغير. سبق فوليوم او بريشر. اللي اللي معاك حطهم في المسألة. قدام اللي هيطلع عناتك ده كله بي واحد واحد تلاتة تسعة ستة. بوينت تمانية جوب. واخد بالك من الفرق ده حطوصل الف. وده كان خمس ستلف بس. لان ده ستيرجيس ده انت ستيبس. فهي دي الفكرة ايه. بعد كيف يقول لي كيلو جرام من السي تو اتش فور. الضغط من اول عشر قصة ستالب تلاتة لحد عشر قصة ستالب اربعة كحجم. عن درجة حالة سبعة عشرين. هات المنمم وورك ذات مست بي اكسبندل. ثانية هو حصل له ايه. كومبريشن. طالب مينمم. يبقى المينمم في الكومبريشن بيكون عكس اللي حافظينه. يعني ايه. يعني وورك مينمم هو الورك ريفرسابل هو قانون ريفرسابل محفوظ. يعني لابن انتحدد القانون في الاول. نر تي. فلوج كبير على صغير. وقت اكتب له كده في انتحان. اصلا انتحان امسك يو بس عشان يعمل. خليك عايق المينة. عدد المولاد كام. واحد كيلو جرام من الكزا يقول الف جرام. على كتلة المولادة اعت الكزا. اللي هي اثنين في اتناشر زائد اربعة. مضروبة في الار. اللي هي تمانية بوينت تلاتة واحدة اربعة. قلنا طلبها مش قانون ل اي دي الجاز. انسة انها في بقينتين يا بكم واحدة هي دي. في تي. اللي هي سبعة عشرين درجة يعني سبعة عشرين زائد متين سبعة تلاتة سبعين. مضروبة في لوج. اللي معي. حجوم. حط الحجم الكبير على حجم الصغير. عشر أسالي تلاتة اكبر ولا عشر أسالي باربعة. 10-3 على 10-4 ده اكبر يعني عيب يا جماعة يطلع معاك 2-0-4-8-8-0-7 جول ودي كتت موجودة فيها اجابة غلط في الساعة في الشيفت في الساعة 2 10 جرام من الهيدروجين محدود عند 10 أتم البستون اتساب لحد ما بقى عند 2 أتم أتل ماكسيمون منيوم وورك لو عايزين وورك ماكسيمون خلي بالك ايه اللي حصل هنا خلي بالك عملنا ريليز دي يعني ده حالة اكسبانشن مش دمان يقولك انها اكسبانشن يبقى الماكسيم هو ايه الريفيرسل اللي هو 2-3 NRT لوج كبير على صغير عوض ده الماكسيم هو 2-3 في العدد المولات 10 جرام على كتلة المول الواحد من الهيدروجين اللي هي 2-1 في الار 8-3-1-4 سأنا نقول حتى مهم جدنا على المول دي بس ما نجيلها دلقتي اول ما خلص الثاني ايه انا فكرني طيب ايه الحاجاتين اللي معي عشان نحط كبير على الصغير الضغطي بحط 10 على 2 هيطل معك الرقم 1-9-9-1-5 0.10-7 جور عايزين المينمام يبقى نعود في قانون الورك الريفيرسل لانه RT في 1-B كله معاك في المتاع دي عوض وهاته يطلع معاك 9-9-0 ايه الحاجة المهمة عشان دي جاد في المتر وبتيجة عطل ويحاولوا يعني ايه اللي يعني كده اللي هيب عليه الفلور كلور بروم يود كل المواد دي سنائية يعني المول منها سنائية هو هي يقولك ايه مادة الفلوراين او الكولوراين او مش عارف ايه اللي هي الفلور والبروم والشاجات دي كلها لادما ان تكون عامل حسابك ان المول منها F2 CL2 BR2 I2 ده المول يعني ما تيجي تحسب كتلة مولية هيكون مدي جدد 19 ما تقولوش 19 لا اثنين في 19 فده هيبوذك المسألة الحرفية هتيجي تحسب الكتلة على الكتلة مولية الكتلة مولية هنا لو محاططة اثنين في كذا هتطير السؤال كل منها فاحفاظهم بقى حشان ايه فون شبت كده على الانت واعرف المواد دي هتلوم هما اللي اربا عدل وشوية حاجات تانية مش فكالة سيلندر الفيتع توب 1 لتر بيحتوي على مية 28 جرام من الاكسجين was exploded اتفجر اه لو درجة تحرارة 27 درجة والبرشور ب 1.013 ف 10.5 نيوتن بير متر تربيه خلي بلك هو ده الضغط الجوي مرحوظة دي مهم جدا لو ما خلاش بلك منها هتغلق ده الضغط الجوي حلو كده هات الورك دام با اكسبلوجين اكسبلوجين يعني ايه يعني الضغط النهائي بواحد اتم اللي هو ايه اللي هو ايه 0.11315 فاكين يقولك ان ده الضغط النهائي يبقى احنا عايزين من الاكسبلوجين امتى الاكسبلوجين بقى قبل ما يحصل اكسبلوجين اللي هو امتى رح شوف فقه بي في في اللي معي بواحد لتر مضروبه في البي اللي انا عايزة اللي هي البي اللي التدقية اللي قبل ما يحصل انفضار بيسوي ان ار تي الان بكام 128 تحت الاكسجين على اثنين في ايه ست اصر ليه قولنا ان الهوصولوجين اتتين في استنسر لانهو على طولست ومافيش حاسم اقول وحدها لا توجد زرر تقفل هوا فيها بيسوي ان هاة ار تي بقى هنفكر لان ده قانون الاديرجاز يعني او بوينت وثمانية اثنين عشان حان احنا شغلين باللتر والقسم في الـ T لـ 27 يعني 27 يبقى 300 كلب طيب معاك الـ B initial برقم طيب معاك الـ B initial طيب طيب معاك هو عايز بقى الـ work done by explosion يبقى هو عايز work in reversal عايز N RT في واحد مقص بي فان على الـ B initial طيب الـ N تكام لسه جايبينه 28 على 2 في 16 في الـ R هنا حطها 8-3-4 او عطلها بصدية ما احنا قلنا اي قانون غير القانون اي دي نحطها 8-3-4 ثلاثة حضر بعض يشبه الـ B ثلاثة حضر بعض يشبه الـ B ثلاثة حضر عشر عشان ما تنسيش في 300 في واحد نقص الـ B final اللي هي واحد اتوم على الـ B initial اللي انت رسا جايبها هتبقى بالاتوم برضو حطها هنا اوه عود تطلع لك 9-8 7-5.4 بعد كي يقول لي sample of ideal gas expanded from 1 لتر لحد عشرة عن درجة حركة كذا constant pressure كذا هذا الـ work done by the system عايزين الـ work اللي احنا عملناه بواسطة السيستم ده طيب الحلو في مسألة دينا كتابة تفكر في كل القوانين وشيك في نهاية اهم قانون وان الـ work بتساوي B final delta V اقع تنسي القانون ده ده في حالة ايه في حالة ايه فانت هنا معاك الـ B final اللي هي كامة او قال لك constant B اصلا الـ B final بواحد اتم حلو يبقى واحد اتم حلو كده مضروبة في delta V يبقى عشرة نقص ايه؟ واحد بس بالليتر اتضاف حاجة كده شلولك اللي يطلع بلجول الجول عباره عن نيوتن على متر طيب هل دول هيدو للكمتر على متر؟ لا يبقى اضمن احوال ده لعشرة 13 25 نيوتن على المتر تربية وحوال ديي بدلتا لتسعة لترة اصلاة تلاتة متر تكعيب ادراك دول في بعض تلاتة متر تكعيب مع المتر تربية يدى لك نيوتن في متر يبقى اللي هو الجول نيوتن في متر يبقى الناتج جايب ايه تسعة واحد عشر وتسعة خمزة جول هذا الورك المطلوبة يعني اللعبة في المسألة دي في حاجتين انك هتنسى القانون ده وانك هتلاقبط الوحدات بعد كيه بولي في جهاز بتاع ضخط بيسوح الفوليوم بتاعه بيسوح الفوليوم الجهاز والووتر اوفر دي بيستن افابوريت كمبريتلي دي فوليوم ويل بي تين ليتر فايند وورك دون عن درج حرازين ايه اللي حصل عندي اهو اناء جواه واحد لتر من الغاز وفيه فوق هنا مية المية دي اللي عاملت ضغط اصلا المية دي هي سبب الضغط حلو كده انا حتى ابخر المية دي ابخرها لحد ما ايه ما اتطالت خالص فالاناء طبعا هيقول لا لا هيقوم طالع لان كان في ضغط عليه والشال فهيطلع لحد ما بقى كامل بقى عشر لتر يعني كان واحد لتر لحد ما بقى عشر لتر اتمدل طيب الضغط النهائف كامل اكمل بواحد اتم لان خلاص مية تسارت كلها فهيبقى حياخد راحته لحد ما يتفتح خالص يبقى الضغط بتاعه نساوي الضغط الخارج التيب كان بزيره يعني متين تلاتة وسبعين كيلفن طيب نركز في حاجة عايزين بي انشل مشو هنا كيه شغالين عايزين بي انشل نجيبها ازاي هنقول البي فاينل واحد اتم ده كان عند انو حجم عن حجم عشرة يبقى عوض فيه يبقى واحد اتم في عشرة لتر يعني الضغط اللي عنده الحجم عشرة يبقى نفس اللحظة يبقى تعاوض في القرون العدي بيساوي ان ار تي انو ان دي ان تعطي العدد المولاد اللي جوه اللي جوه عدد المولاد الغاز نفسه باش مشكلة والتي معاك والار معاك جلت العدد المولاد تعاني حسابه طلع بي اربعة اربعة ستة من الف ده عدد المولاد عدد المولاد الغاز ايه المطلوب؟ الوركيدون هنجيب الوركيدون ازاي؟ هل ده ريفيرسابول ولا ار ريفيرسابول اقول لك الى دلوقتي هل وانت ببخر مية واخرتها على خطوات كتيرة ولا هو تمولع في المكان في طارد كلها في نفس الوقت؟ لا اكيد ليس وانا ستب يبقى ريفيرسابول اثنين وثلاتة في الان اللي لسه جايبينها في ار اللي هي قيمة المحفوظة بتاعتها اه بتاعت اللي هي متين تلاتة وسبعين الحاجتين اللي معاك ايه هم حجوم حط الحجم النهاية اللي هو عشرة لتر على الحجم الاتدائي يعني الكبير على الصغير مش نهاية على الاتدائي لا كبير على صغير يعني يكون الكبير فينو الصغير فينو اضرب الشكل ده كله اعنا نشوف هيطبع كما عشان احسنتهاش احسنته بس عادين اتاكد ايه طلعت فعلا متين تلاتة اتنين تمانية بوينت اتنين بصوا مقربين قد دي النتج لتليم موجود نفس الرقم ده بس فرق حوالي حاجة وعشرين مش مشكلة هو هوا بس اما بيقربوا الرقم دل انت واخد بالك انت في حتة ناسية هنا اتنين و تلاتة دي تقريبيا يعني ما تيب تحاول لين اللوج اتطينا بطبق اكبر من اتنين و تلاتة مش اتنين و تلاتة بالزبط فهو ده اللي بيسبب ساعات تفرق في الارقام لان مع الالفات الرقم اللي من مية اللي كان هنا اللي انت شرته ده يفرق فهو ده السبب يعني عشان انت بفاهم بيقولني عند كونستان تي البرشور اف ان ايديال جاز اس دابلد لا اه ايه اللي يحصل للدنستي هتبقى هتبقى اين ايه حوال الدنستي بي في اقوال ان ار تي صح كده قال لك ان ده ثابت وده ثابت وده ثابت بيقولك لو احنا عملنا ايه في البرشور لو ضعفناها لو ادينا خليناها البي دي اثنين بي البي احصل الله ايه عشان تخلي المقدار ده كله سابت ما الطرف اللي منده كله سابت هتخلي اهتعمل ايه ده 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 تقلي للنص يبقى البي قلت للنص تبقى الدي انت عبارها عن ايه كتلة على حجم الكتلة سابتة تغيرش الحجم قلل للنص قلل للنص اهو يبقى تطلع فوق اثنين يبقى الدي زادة لبداف يعني ضع بلد بالنص كتلة ايه اللي مش صح في العبارات القتية ان المولوكيلز ما بتاخدش اي space يعني منهملها وان يافيش اتركتب فورس ايه فعلا مفيش اتركتب فورس ما بينهم لان احنا قيمين ده بنهملو في الديول الجاز بيتحرك عشوائيا في كل مولوكيب بتحرك في عشوائي ولا لأنه لا يوجد واحدة من ضل غير صحيحة كلهم صحيح هذا الدنس تستيقته عند الدرجة الحرارة والمية كيلو بسكال تعال نقول BV equal NRT الن عبارة عن ايه ممكن نشيرها نحط M على الموليكيولر ويت هذا البي دي نحطها هنا قول ان بي M على V بيسوي واحد على ده كله يعني BV مو m على RT تعال نحسب دي تلات ب BVM الكتلة المولية على RT بمية كيلو يعني مية في عشر وثلاثة عشر عشرة عشر وثلاثة عشر وثلاثة عشر وعشرة ممسا زني اتحال نحول لأيه الاتوم ندرب الكتلة المولية تنشر زال 2 فاستاشر نقسم على الر ال 802 فاستامية 1.O8200 ستصع لك 1.76 كيلو جرام برمتر تكعيد يقول لك لو جاز تسخن والجاز حجمه ثابت ماذا سيحصل من الأدية؟ ماذا صح؟ انت لما تسخن كي اي هتقل؟ لا طبعا لان انا لو سخن هعلي سرعة الموليكولز فبالتالي كي اي هتزيد طب هل الضغط هيزيد؟ لما سرع سرعة الجزائيات سيزداد احتمالية انها تخبط في الولوف كونتينر فالبي هتزيد فعلا يبقى البي هتزيد عايز تجيب القانون بي بي ان ار تي ده رقم ثابت ان هو قالك ده عدد مولاد ثابت الار ثابت رقم ثابت قالك احنا عملنا هيتنج يعني علنا دي يبقى ده فالناسه بطرد يعلم به يا كمان يبقى لو انت حافظها فاهمها يجيلك كله بنفس الطريقة لو البرشر بيساوي بي واحنا الفوليوم ضعفناه عندي درجة حراساتها ايه اللي يحصل للبرشر الجديد؟ يبقى نسأل نفسنا كده بي بي اقوال ان ار تي ده ثابت ايه اللي ثابت تاني؟ قالي كونستان تي ده كمان ثابت يبقى دور كلهم سافتين يبقى بي في في لو بيساوي رقم ثابت يبقى علاقتهم مع بعض عكسية طب هو قالي بي قالي بي الضعفة ده زاد للدعف يبقى بي هتقل للموصص يبقى البي جديد هتقى بي على اثنين بي على اثنين ميكشر اوف ان او اس ري و اس او تو عندهم خمسة عشرين مول وده ميت مول موجودين مع بعضهم في نفس الاناق والتوتال بريشر مية عايزين بقى البرشل بريشر بتاع كل واحد فيهم طيب الان اس ري عبارة عن خمسة عشرين مول على التوتال مولز مية زائد خمسة عشرين نقسم الجزء جزء عدد ملات بتاعت المادة على عدد ملات الكلية نضربه في البرشل بريشر المية هيطلب معك عشرين اتوم الثانية هتبقى مية على مية خمسة عشرين في مية يطلب معك تمانين اتوم يبقى لي 20 اتوم وده لي 80 اتوم او نصيف كل واحد من الضغط او نصيف كل واحد من الضغط الضغط الذي يبزل بواسطة عنصر واحد لو كان موجود نفس الحجم ان يكون ذلك ڤع اكيدني بقول لك لما اكيد عندي مدة يقتلك موجودة بمجده قامت بتعمل الضغط وهو تتعمل البرشل بريشر الموضع بسيط جدا او ما تشوف كين من الضغط مال برسنت نسبة المولات 15% أكسوجين 25% CO2 60% N2 عن درجة الربعمية والضغط الكل كامل 560 هذا الضغط الأكسوجين البرشل والCO2 والإن 2 طيب البرشل بتعلقوته يعني إيه؟ يعني نسبة المولاتها على المولات الكلية هو إيه لها 15% قال لك مول برسنت يعني ما يدلك المسألة يعتبر بيا 15% على المية أدربها في ال560 خلصة المسألة يطلع 4 و 80 طب هنا 25% على المية هذه نسبة المولات أدربها في ال560 يدلك النسبة بس خالبها كنتك ده مش بلقتهم ده بالملي متر زائدة هي تطلع 140 الأخيرة 60% يبقى 60 على مية في ال580 يدلك 363 ملي متر زائدة طبعا لازم في الاخر تجمع الثلاث أرقام دول يدلك ايه؟ التوتال شغيم فعلا تجيب أزياد والأقلب كمبرسيبالة دي فاكتور هي عبارة عن ايه؟ بي في على إن أرتي أهو والله هي السئلة بتي كده عادي خلص فور فاندر والد السئلة الأوانية بتقول لك أن A تتقاس باللتر تربية مضربة في الاتوم على المول تربية والB تتقاس باللتر يقول لك أي واحدة من هل الاتنين صح ولا الاتنين غلط ولا واحدة بس اللي صح لا واحدة بس اللي صح هقول لك ليه؟ المفوضين ده تيرم بيعبر عن ضغط عن قوة التجازمة بين الجزئيات يعني انك ضغط وده بيعبر عن الحجم طبعا نشوف كده حطهم في العلاقة في المعادلة كده بي زائد اي ن سكوير على بي سكوير مضربة في بي ناس ان بي صح كده؟ طيب أنا عايز أخلي التوتل ده كله الترم ده كله حجم يبقى الان محتاج أدربة في ايه؟ عشان يديني حجم محتاج أدربة في حجم على ان يعني أدربة في لتر على المول يبقى ديه وحدتها لتر بالمول عشان المضربة في الان المول ي يقنسل مول تفضل لليتر يعني وحدة حجم لدما الترم ده كله يبقى وحدة حجم اسمه طب هنا لدما الترم ده كله يكون وحدة ايه؟ وحدة الضغط طب هاتو 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 الوحدة دي كده عبض بي هنا هتلاقي ناك لو حطيت مكان إيه لتر تربيع دوت أتم على مول تربية هتلاقي مول تربية راح مع الان تربية والاتم والل تربية هتروح مع المقامل يتفضلك الأطم. يكون محدة الضغط يكون كل واحدة ويكون محدة كل واحدة أو يكون محدة واحدة التي صح أحدها متساوية من الغازين لا تفعلوش مع بعضهم. اتحطووا في سبريت فيسل يتضغط كل واحدة منهم مية و يوليك عدة ربعمية لو تركزوا في الجملة. تفتحوا على بعض البرشرة الجديدة يا بكامل ركز في جملة ده واحد كان محدة دكتو مية و حد دكتو ربعمية لو ضمناهما على بعض في واحد جميل يقولون ايه 500؟ اقولوا لو قلت لك إحنا جبنا الغازين وحضوناهم في إناء واحد من الاثنين كنت تقول لي بـ¥500 نعم احنا قلت لك ضمنا الغازين بإناءتهم نعم يخلينا الإناء الضاعف لأنه كنا قالوا ك التوفيلم ذ Ärick d. بقض لفاتحنا الإناء على بعض كالفاق ورأسنا البريرشر بقض 500 يبقى 500 على 2 لأن الحجم الضاعف اللي أنت قلت هو 500 بس لذا كان حق لو قلننا حطناهم في إناء واحد من الإ نائين نعم احنا فتحنا الإناء على بعض فضعيفينا الحجم يتصلك ال500 يتصلك الناتج وماثمين سؤال جميل جدا، أجد قد مكتوب كمن المدينة جيد من الماسه وإيدي الجاز ماذا سيقوم بCreشرة؟ كما سيقوم باستمر الحجم؟ أم إذا ما ستبط باستمر الحجم أم إذا ما سيقوم باستمر الحجم وفتح نقوم باستمر الحجم كما سيقوم باستمر الحجم ييجب أن دربهم يكون مقدار سابت يبقى الاختيار هو الأخيرة يقول لي أي مما يتيب ليس من صور قانون الثالجاسلو المضغوط يعني يمكن نلضم مع بعض ما استوي لن نكسب بي في سقوم بي في على إنتي سأقسم نتية بطرفين نتفضلي هناك hired يعني يمكن أن نقوم بأن تقوم بي في تهيبا ذاتف يمكن أن نضع تناسب يبقى بي 1 V1 على N1 T1 بيساوي B2 V2 على N2 T2 لان دفع الحالة بيساوي R ودفع بودع في أي حالة بيساوي B3 و R برض فأنا عملنا الريليشن فحرت أن ال N بتساوي ال N يبقى ده كله يتكنسل ويتترك علاقة جدا طيب ايه بقى اللي من دول ما ينفعش يكون حقيقي تعال نشوف كده شايف التالي معنا بي 1 V1 على T1 بس لتلاقي واحد هنا بس مختلف بي 1 V1 على T2 يبقى ده كله ما ينفعش تختر الاختيار تختر الاختيار أي مماتي خطأ الديفيشن عند سلب 100 أكتر من الديفيشن عند 100 طبعا ده علاقة صحة جدا لان كل مدارة حالة L يحصل الديفيشن أكتر يبقى ده صح ليس غالط فاندر ويلز اكوشن اسفور الريال جاز صح معمولة الريال جاز الموليكيولز عند هاي بريشر واللوتين بريشر بيكون ما عنده اتراكتف فورسس دي الغلط بقى هي دي الإجابة وهو بيقول لك انه غلط هي دي غلط ليه؟ عندما يكون في هاي بريشر و لا تين بريشر يبقى نشغالين في ريال جاز وهو بيقول لك هاف نو لا يبقى هوا عنده اتراكتف فورسس في ريال جاز فور عديال جاز لو فهور الريال جاز لو حجم 1 مول يقوم بي. حجم 1 مول؟ عايزين الحجم يبقى ر تي على بي سؤال و ليه اي لازمة؟ ثلاثة للاقبة ناسة تلاتة لنقات مل كل واحد لتر مالو ب H2 O2 و N2 كل واحد على حدان عند ال S T B ايه اللي صح من الحاجات دي؟ ان كل فلاسك عندها نفس العدد من المولات؟ ولا السرعة سابتة؟ ولا الدنسيتي سابتة؟ أبما نكمل الدنسيتي مش سابتة ليه؟ لان الدنسيتي عبارة عن كتلة على حجم الحجم اصابت كلهم واحد دتي بس الكتلة مش سابتة يبدأ استبعدنا السرعة ايه اللي جاب السرعة في الحوار اصلا؟ كل مولاكير اللي هي خصائص خاصة بالسرعة ما نبدأ بيه ايه اللي صح؟ لان انت حاطت في ال S T B هو واحد مول لان انت حاطت واحد مول نيتروجين ما واحد مول اكسروجين ما واحد مول ايه؟ يبقى العدد من المولات سابتة لانت عند ال S T B أصفر أبالون is heated as volume is constant ال B ه يحصلها ايه؟ B V N RT شفت شغالين بقانون ان نعمش حاجة غيره ال volume constant و احنا سخناها يبقى رفعنا T دي كلها سوابت ساكمنها رفعنا T يبقى ال B يحصلها ايه؟ و ضعفناها و قال لك زودناها ايه زهيته يبقى البيها تزيد ان العلاقة هنا مترضية بترسم العلاقة و تشوف ايه السابت و اقول لي متغير الحاجات دي قلف فيها فورقة جاز انهوزوجين من الآياتين دول مترسبين مع بعض عكسين ايه؟ معي ايه؟ حطت فيه بيستون كل ما تزود الضغط و تزود اكتر الحجم هيقل كان كل ده بعدين بقى حتة صغيرة بس بعدين عمالي قليل كل ما زود الضغط يقلل الحجم حيث، بي بي و مش عايز تحفزها بي بي عند سبات دي كله بي و بي حيث إعلاقاتهم بعض ايه؟ عكسي لو ده زاد الدعف هايقل لنصة حتى يبديني مقدار زالي الدنسيتي تحت بكولوريين جاز عند سي بي تتاوي ان اجابها حتى ان اضع حتة لقلناها من شوية الكولوريين بقى قصة الدنسية بساوي كتلة على الحجم صحيح كده؟ طيب كتلة مول من الكولولورين اثنين في ثلاثة وخمسة وطارفين ونص اللي هيقولها خمسة وطارفين ونص بس ايضا هيطار اللي جابة وادلها موجودة في الاختيارات للأسف على الفوليوم اللي هو 224 فوليوم أي مول من الغازات بيساوي 224 ايه سمدعنا ده هيديلك الثلاثة واثنين maximum deviation from ideal gas exhibited from المادة اللي ليها CONISTANT A قد ايه هيكم يديلك شوية CONISTANT A ليه في قانون الفاندر والد الايه الاكبر بتعبر عن ان فيه attractive force كتيرة لاني قلنا الايه ترم بيعابر عن attractive force والبي بتعبر عن ex-cloded volume فانت عايز عن ان واحد فيه deviation اكتر maximum deviation deviation اكتر بيعتمد عليه على attractive force كلما تزيل يحصل deviation اكتر يبقى دايه نشوف اكبر رقم في ايه اللي هو 6 ونص اللي هي الكلورين CO2 The term that corrects for the attractive force الترم اللي في معادلة فاندر والز بيعابر عن attractive forces A N squared V squared اللي نساعتها قلنا حتى عندنا توت شارجس وبيجزيو بعض بقانون كولوم كي في كيو في كيو على R تربيع وانا ان ال R هنا بتنزال بباسة volume والكيو كيو عبارة عنها N تربيع لان احنا بنعبر عن ايه عن غاز وانا عن مجرد شوحنات بيقول لي اسامبل غاز هيدروجين جمع فوق المية بوسط ازاحة المية دي بنزحر اسفل ونطلع الهيدروجين لفوق كان 25 مليليتر عن درجة 24 البرومتريك بريشر او 758 بحيث ان الفيبر بريشر بتاع ووتر بـ 2240 يبقى نطلع فوق حاكتين ووتر هو اللي اللي هو غاز بخار مية ضغط 2240 وغاز هيدروجين التوتر على معضوه من دنيا 758 يبقى الهيدروجين الواحده كام نقص الرقم ده هيتديرك البي بتاع الهيدروجين هتساوي 758 نقص 2240 تطلع حوالي 736 اتوم طب ايه الرقم ده بقى ده هيدروجين ده اللي هو ايه؟ وكاملتني في المصر مش اللازمة ايه اسؤال يجي لك امسك فيه يبقى الاجابة ابسط من الطاقة دي بقى ما ممكن يكون فيها شغل شوي ان اكسبرمنت جنراتد التجربة طلع تلعك لنا 2800 مئة لتر من هيدروجين ده معناه فوق المية عند درجة 22 لأتموسفيريك او توتال بريشر كانت 739 سوابا من عشرة هات الـ بقى كذلك في الجملة يبقى ماهي سابت عندي ان الغاز نفسه ما حصلهش حاجه بالن اختلفتَ طيب و ار دا رقم ثابتَ اممكن اعمل هذا الريلاشن دى بي ون على تي ون بي تو بي تو الريلاشن دي الان الاو فيش اي مشكلة طيب الان تشيلة الان او الار نهو التوتل بريشر بتاع الهيدروجين اشترك الرقم دا نقص البيبر بريشر اللي ان اللي طلع فوق مية مخار مية و هيدروجين وهذا الهيدروجين يجب ان نعرفه والتوتل بتاعهم هو يبقى اضرح من التوتل اضرح منه مية يدينك الهيدروجين يبقى 739.7 ناقص 17.54 ليسن كله على 760 تحوله الاتوم اضرح في الفوليوم اللي هو كان الفوليوم التوتل كله تعالى الهيدروجين 2.58 على التتاعة الهيدروجين 20 زائد 273 بيساوي البيتو بقى فحالة الاستي بي نحن نريد حالة الس بي وليس هو الاوليوم في حالة الس بي يبقى حطه في الطرف اليمين كله وحط الكسر ده كله في حالة الس بي البي حالة الس بي كان واحد اطوم البي احنا نريد حالة الس بي البيتو بزيرو يعني 273 ده يفدع على ده يطلع لك الفوليوم ب 2.3 معاشر لتر تعالى نجرر كده فعلا تلعت 2.2 مية يعني 2.3 مية يعني 2.3 مية تقريبا عشان ما تشكش انا عرفها كشكاة ما هي العبارة الصحيحة الغازية HIGH E露ش 括 ein يبقى القاءة اليجاب هيا بي الواحد كتهم ده بتعلم اي 길 والواحد كتهم ت Montee أو ما يسمونها ساعات السيطة مش عارف لا يعني لأييت أكبر نذهب بس نضع ال S T B و 1 أطول و نضيع ذلك 2 و 14 و 10 للتر ايه المتحدث في تلك المتحدث في الهدى ما حاجة الموجودة منها في القانون الغاز له هو الTIME الTIME ليس موجود في أي شيء أصلا في الأحد هاته الـ shape V T curve لأييي ال الوضع لو هوا نرسم شفكة بيانية كده نريد أن نرسم الكرب بيانيين تقريبا بخلقات الحرارة كل ما زوجة ضرر الحرارة يحدث في طرقات الحرارة ولكن مصدر الحرارة يحدث في طرقات الحرارة فبسرع الموليكيولز فتتوسع أكثر فتكبر الحجم يبقى علاقة بينهم طردية عن الستريتلاين مش عادت يعرف كده بي في إن أر تي ده ثابت ده ثابت يبقى علاقة بينهم تردية نحن نقوم بمثبت الباقي كله يبقى علاقة بين ده وده طردية يبقى علاقة التردية ايه اللي جاء براب ولا مش عارف هايبر بلا الكلام الفارغ لا فكاكمل which is false about molecules in ideal gas ايه اللي غلط من الحاجات اللي جاءة هل هي negligible size ايو ده صح مفيش attractive force مصبوط don't apply pressure ايه اللي غلط جدا ليه؟ يعني هي الى تدعم الضغط اذا كنا احنا اصلا البي في ان ارتي ده قانون الريالجاز اول انصر فيه هو الضغط يبقى هي تدعم الضغط يبقى انها برد الى مردي خاطئة for ideal gas the compressibility factor بكاين بواحد اذا ما انتعرف كده ليه؟ ان Z بتساوي BV على NRT في الاجيالجاز اللي فوق ده اصلا بيساوي اللي تحت في الاجيالجاز طيب Bt بتساوي B1 زي B2 زي تك 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 لحد عدد المواد اللي معاك ده بيسمى ايه؟ اثبات القانون الريال اللي وناه في اول صفحة خالص Asimble of N2 عبارة عن انها شغلة خمسة ونص لتر تحت ضغط كذا ودرجة حرقة كذا هاته ال temperature اللي هيكون ساعتها ال volume عصرة بدل خمسة ونص لتر بحيث انك تبع عارف ان ده هيبقى عند نفس ال pressure اعمل علاقتين مرة اولة مرة تانية المرة الاولية هنطبق القانون عليها BVNRT ال B بكامل تسعمية على تسعمية مضروف الفوليوم اللي هو خمسة ونص بيساوي MR كل ده ما عرفوش اكتوه زي ما هو في ال temperature اللي هي خمسة وعشرين زائد متين تلاتة وسبعين كويس جدا انزل الحالة التانية المرحلة التانية يبقى ال temperature اللي يكون عندها ال volume بعشرة بحيث ان انت نفس ال pressure يعني انت حل الفك المسألة بالراحة عايزين بقى نجيب التى تعف تجيبها اه اسم معادتين على بعض اسم الزحل دي على فوق الطرف ذات الى ده كله تكنزل يتفضلك عشرة على خمسة ونص وهنا لانه ال R يتكنزل على بعضهم يتفضلك T على 298 تعف تجيب T تطلع 296 سليزيس او مش عائف خمسمية او كام احساب انت اللي يطلع معك من هنا خلي بالك طالما انت محاطة تحت بالكلفن هتطلع فوق الكلفن عشان لو قيت تحلها في كتاب هدل ايها كبه حالة حالة 20 مره بس هتموجوده في الاسئلة برده انا كل اسئلة بقى بلها دي مش مكررها بقى 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 مصادر مختلف في كونتينر جوة 8 جرام اوكسوجين 7 جرام ايتورجين محطوطين جوة كونس سنتيمبيريسر وبرشير ويتش ستروه اللي صح او كونس ايها كونس سنتيمبير المجلسر ويقع المجلسر في كونس سنتيمبير ويقام بقى مالية او كونس موليسر ويقام بقى مالية 7 جرام مجلسر كونس لك مالية تقدر بعضها ما الذي يكافئ المول؟ ما الذي يتعبر عن نفس فكرة المول؟ هي الـ Volume يبقى الـ Volume لان انت أخذ الـ Relation الأساسية ان كل واحد مول يشغل من اي غاز يشغل في الحالة الطبيعية 224 من 10 يبقى لو خلينا الـ 1 مول ده ربع يبقى نفس الكلام هيقل 224 من 10 يبقى الحجم الذي يشغله هو الحجم الذي يشغله يبقى الـ V يتساوي الـ V ليه مثلا مش الدنس دي يتساوي الدنس دي؟ لان الدنس دي عباره عن كتلة هم يشغل لك تساويه يبقى اكبر منه كتلة على VN2 هل هي اكبر من الكتلة على VA Auto طيب الكتلة بتاعت الـ N2 عباره عن عن سبعة جرام سبعة سبعة جرام طيب والكتلة بتاعت الـ Auto هل السبعة اكبر بالتمانية؟ لان انت هتكلم دول حتى لو تتحل بالدنس دي لان تكون عرف ان الـ Volume قدى بعضها هتكلم سبعة جرام لا الاجابة هي Number 1 يقول لك معانا 2 مول غزاد سخلناها من 25 إلى 50 يعني رفعها على درجة حرارة في كل واحدة من الآن ماذا يحدث؟ عندما ترفع درجة حرارة كي عبرها عن 0.5 Mv2 فانت ترفع درجة حرارة ستزود سرعة الموليكيل لان اكتسب الطاقة ماذا تزيد؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ عندما ترفع درجة حرارة ستكبر الـ Volume ستقلل الـ وماذا يحدث؟ لما انا كان عندي بسطنط نفس الكلام عندما رفع درجة حرارة ستتسرع سرعتها فهتحاول ترفع الدعا لفوق فهي ترفعه وتعاكس الضغط اللي عليه فالضغط هيقل فهي قاعدة ثابتة لماذا؟ انت عملت السخن تزود وما اضفتش مواد جديدة مولز لا تتغير احفظك ذا سيم مولز لا تختلف إلا لو اضفت مادة جديدة او زودت المادة نفسها خلصنا كده شفتر 1 حالينا علي سابين سؤال نخش على الـ Liquid State كده جبنا كل اسئلة عليها اطبرا نفس الكلام سنعملوا في الـ Liquid State ان شاء الله دخلنا على الحالة التانية من حالات المادة وهي الـ Liquid هيبدأ ندرس بقى الـ Liquid ده ممكن نعمل عليه أنهو بروسس أنهو عملية هنبدأ ندرس بقى اول حاجة خدناها خالص بديهيات ان الـ Liquid ممكن نحاوله الغاز ان نعمل له تبخير يبقى الـ Liquid عشان نحاوله الـ Vapor هنعمل له عملية ايه؟ افابوريشن طيب الـ Molecules ايه الشروط اللي انا وانا بعمل فيها افابوريشن ايه الحاجة اللي هتأثر على افابوريشن ده؟ هلا عشان ازود التبخير محتاج مثلا اجيب ايناء مختلف ولا ازود ايه؟ مهم هنعرض لأ ان الـ Molecules عشان يحصل تبخير لدما ان تكون موجودة على السيرفس فوق لما بتسخن اول حاجة بتسخن لشان ايه حصل التبخير ان الـ Molecules او الجزائت تبخير تبخير ليه؟ عشان بديه جدا انها تتبخر في الهواء فمش ينفع تكون جوه السائل وتقوم بتبخير فجألاء قد ما تتبخير في الاول مرحلة بديهية جدا تقضى على السطح بعدين منه تبدأ تتبخر يبقى قد ما تكون الـ Molecules مصد به وكل ما الـ Molecules كترت على السيرفس او السيرفس واسع ركزوا في الجملة دي يعني جبت انها قد كده هيتبخر بطريقة معانا لو جبت انها قد كده هيتبخر اسرع لان الـ Molecules على السطح كتيره المية او الشيء اللي انا ببخاره موجود على السطح اكتر والحاجة التانية ان يكون عندها Kinetic energy كافية انها تـ Overcome Attraction Force هي جوه متماسكة مع العضاها عشان كده مكونا سائل وإلا كان زمنه وعدم لدما يكون في قوة التجازب لدما يكون هي امتلكت طاقة حركة تخليها تقدر تغلب على قوة التجازب دي والطيب تطلع تطلع غاز لان اللي حنا نعمله بالنحلة بناديها انرجي او بناديها حرارة تتناسب طردين مع الحرارة كل ما تزود درج الحرارة كل ما تدي طاقة اكتر للموليكيلز طاقة الحرارة هي طاقة بالظبط تدي طاقة اكتر للموليكيلز وتقدر تغادر السطح بسهولة وبردو تتناسب مع ايه؟ مع الـ Molecules اللي موجود على السيرفز كل ما الاسيرفز واسع يعني هيبقى موجود على السطح موليكيلز اكتر في درج ايه؟ يحصل الـ Evaburation اسرع يبقى دي على ملتين درطين الشابتر دا كله محتاج تخيل يعني محتاج تطلع الموضوع في حاجة بقى ناخدها جديد اسمها Latent Heat of Evaburation يعني كمية الحرارة انا اديها للمده عشان نبدأ اعمل تبخير بس هل اي مده اي كمية؟ لا كمية الحرارة انا اديها لواحد مول عشان نبخرها يعني عشان تحول واحد مول تحول منه واحد مول لغاز لفابور هتحتاج حاجة اسمها Latent Heat of Evaburation هتحتاج دلت اكشن كمية معانا من الحرارة الكافية انك تبخر واحد مول يعني اعرف اسمها واعرف حنا اصطلحنا ان انتفقنا عنها معانا اي هيبقى ركاية اصطلح اسمه Vapor Breacher كنا عارفينه يعني ايه ضغط الغاز انا في الاول ادماع اي حاجة ببعاية القضاء او المكان اللي انا اعم فيه مفوش غازات فبالتالي الضغط بزيد او لما بعمل Evaburation البرشور بيبدأ يزيد يعني ايه البرشور يزيد لما تبدأ تسخن تعيب معايا القصة كده انا عملا سخن السائل بدأ يطلع منه ايه جزئات تتبقى تتحول من لفابور الجزئات هتطلع تخبط في ايه بصطح الاناق اللي انا اقفل عليه انا اقفل من فوق فيبدأ يخبط فيه يعمل ايه بريشور فكلما سخن اكتر يطلع موليكولز اكتر تخبط اكتر في الولف كنتينت فتعملي بريشور اكتر يبقى البرشور هي انكريس لحد ما يحصل ايه لحد ما الاناق ده يتملي بالفابور كله يتملي انا عملا باخر باخر لحده ما وصلت اللحظة كده ركز معايا في اللحظة دي بقى اتملق وبدأ يحصل كندنسيشن بدأ البخار من كتر ما هو مش عاية في رحفين ما عملا ازود في التسخين يبدأ البخار نفسه يتحول اللحظة دي بيسموها ديناميك اكوليبريم يعني لحظة الاتزان فيه سائل مع غاز في نفس اللحظة الاثنين عدى عمالية بخرت طلع جزائين مثلا ينزل جزائين طلع جزائين من الليكوط تحول الى الفابور نزل جزائين من الفابور تحول الليكوط فده عملا بايه ديناميك اكوليبريم اللحظة دي بالضبط خلق لقطة كده بالكاميرا اللحظة دي بضغط ساعتها اسمه ضغط ثابت ويسموه ضغط الغاز يبقى ضغط الغاز مش اي ضغط هو الضغط عند لحظة الديناميك اكوليبريم اللي بيكون فيها معدل التبخل يصوي معدل تكسيف طيب تعريفه ايه لما بيكون الفابور في حالة الديناميك اكوليبريم او اتزان ديناميكي مع السائل اللحظة دي بالضبط اللي يكون مليانة بخار وعمال بدأ الكسف والذين قد بعض دي بيسموها طب السؤال دي بيبور بريشر تنسب مع الحرارة طردين او العكسين طردين كل ما زود درجة حرارة كل ما السائل يتطلع موليكيلز اكتر فيديني فوق بخار اكتر فيعمل ضغط اكتر صح كده يبقى البيبور بريشر اللي هي انته ضغط البخار هي اكتر كل ما البخار يكتر والبخار بيكتر ازاي بدرجة حرارة يبقى درجة حرارة تنسب ترديا تاني حاجة حاجة اسمها بويلينج بوينج مضوع من المترتب فقط يفهم التعريف باسمه بويلنبوينت أوف ليكوت يعني إيه بويلنبوينت أوف ليكوت الدرجة الغليان يعني إيه السائل يغلي الإنتبب ربطة العلاقة بين الغليان والتبخير الخصوص باللحظة معينا هيحصل عملية الغليان يعني المياه تعملت سخن هل مستانية تغلي عشان إيهض دا يتبخر ان السائل و يتطلع بخار لا أنت تجد على مدار الغليان و يتطلع بخار قل بص لحظة الغليان عند مية دي لحظة مميزة. ما هي اللحظة دي بقى تعرفها؟ ان الدرجة الحرارة عندها. فيبر يقم موجود في الزن ديناميكي مع الليكود بس إبقى عند اكسترنال 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 بريشر يعني ايه؟ انا قافل الاناق حلو كده حاطت برا ضغط خمس دخل خمس اقتم وجوه عمال سخن يطلع بخار يعمل ضغط جوه الاناق طول مات ده موجود ايه يكون القيمة هيبقسة فيبربرشير. يوم ما thiبربرشير ده يتساوى مع خمس الحي county هي حصل القى acord hand there. فيقدم موجود ان يتساوى مع الرقم الخارجي.. حسب الرقم الخارج ي هي فى اللي تساوى مع ايه؟ مع الاكسترنال بريشر يتساوى ايه؟ mask الاناق وتساوى مع الاكسترنال بريشر tril الإذا العام على الاكسترنال بريشر. الاناق تساوى الونلايكسترنال واحدiggle ف treating في طرق wisdom تتسمى normal boiling point درجة الغليان الطبيعية يبقى ركز كده انا قفلت الاناء سخنت طلع بخار البخار عمل ضغط جوه طول ما انا بعمل ضغط فيه تبخير يبقى فيه تبخير شاغاه يبقى يسميها يوم التبخير اللي جوه ده يدين ضغط يتساوى مع الضغط الخارجي يبقى يسميها boiling point طب لو الضغط الخارجي اصلا واحد اتم ضغط طبيعي فنسميها normal boiling point طيب انسى بالفادة عشان كده سألك سؤال اي مادة ممكن تغلي عند عدد لنهاء من الدرجات الحرارة ليه لان ممكن اغير ضغط الخارجي انا لو حطيت اللي اقهوج وحطيت جوه مثلا مية حلو وحطيت برا ضغط واحد اتم هتغلي عند كم هتغلي عند مية طب لو حطيت الضغط الخارجي اصلا نص اتم صح كده يبقى البخار اللي يطلع من جوه هيتساوى مع النص اتم اسرع فبالتالي مش حطيتها سخن كتير فتلاقي درجة حرارة ساعتها اللي هتغلي عندها المية مسلا ستين فتخيل انت ممكن تغلي المية عن ستين درجة امت لما تخلي الضغط اللي برا اقل من واحد اتم طب امت اقدر اغليها عند مية وعشرين مثلا او مية وثلاثين يبقى يحتاج اخلي الضغط اللي يطلع جوه كبير عشان يقدر يتساوى مع الضغط اللي برا اللي هو بقى كبير برضه يبقى يحتاج اكبر الضغط اللي برا عشان ابدأ نسخه 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 عشان نجيب بخار كتير فيتساوى مع الضغط اللي برا اللي هو كبير اصلا فيحتاج درجة حرارة كتيرة فتلاقيها مسلا نساعتها عند مية وعشرين درجة زي ما قلنا درجة التجمد هي الدرجة اللي بيكون فيها السولد اللي هو حاجة زي التلج مثلا في حالة الزن داميكي مع الليكويد في ايه؟ عند اكسترنال بريشار برضه عند سرطن اكسترنال بريشار لو الاخترنال بريشار بواحد اتم هيسمها نورمل فيزنج بوير نفس الكلام بس الفرق ان هنا بين السولد والليكويد تلج بدأ يتحول لماية والماية بدأت تحول لتلج اذا ما انزلت نهر كده لو رحت القطب الشمالي ولا حاجة وكسارة الأرض تلاقي تحت مية بس مية فيها تلج لو انا مش عارف هي ايه دي هي دي اسمها هي الفريزنج بوير ترى التم بريشار ويهاب اسبسيفك فاليو اف فبر بريشار لكل درجة الحرارة لدينا دخط بخار معاين لانكل درجة الحرارة هيطلع لكمية معنى من الموليكيز بس الافافيوريشن بيحصل ابمن كمية عند كل درجة الحرارة فيه قيمة معانى من ضغط بخار الماء بس هي واحدة عند كل قيمية ضغط واحدة بس بويليم تفهمي؟ يبقى كل درجة الحرارة هغايرها هيتغير معها ضغط البخار اللي طالب بس في اللحظة معين يحصل فيها البيليم ده مكان واحد بس مش مش عدد النائعة ولا حي طيب افابيوريشن نشرب لبن نشربوا لبن جمالي لبن مفيد إفابوريشن أقور إفابوريشن أقور إفابوريشن سائلين بيحصل عند أي درجة حرارة إنما الغليان بيحصل عند درجة واحدة بس اللي هي إيه اللي يكون الضغط اللي جوه أدل لبره يبقى طول الوقت بيحصل إفابوريشن حتى لو جبت كوبايت ما رحضتها في الهواء كده عن درجة 25 مثلا فيه تبخل حصل وانت مشايفه ولو جيت بعد ثلاث يامت لها قلب ده بيحصل عند درجة الحرارة إنما إمتى هتغلي لما تسخل لدرجة انك تطلع بخار بيتساو مع الضغط الخارجي اللي بره لابد ما يكون فيه ناق طوى إيه الليكويد هذا الوقت في فيور أفويلين بوينت كده كل الليكويد ليه عدد لنهاية من درجات الغليان وانت داد تتحكم فيها بانك إيه تغير الضغط الخارج لو زودته هتحتاج تزود درجة الويلين بوينت لو قللته هدعيقل الوطر إمتى قدر تغير الضغط الخارجي عن واحد أتم لأنه هو واحد أتم كانت تغير عند مية لما خليه أقل من واحد أتم يبقى يحتاج سخن بكمية أقل فهتطلع بخار أقل فيتساوى على مثلا النص أتم ولا التمنى أتم دول بطريقة أسرع فهيحتاج سخن حد ثمانين مثلا أو ستين لأنه مش عاش بخار كتير ده أقل من واحد أتم فهنا ستساوى معه بسرعة على العكس يا كي اعمل انتم عن مية عشرين بقى لسه إلينا فيه مواد باسمها مثل فلاتيل المواد المتطيرة أو المركبات المتطيرة من اسمها المتطيرة يعني ايه بتتبخر بسرعة مجرد تطيبا حرارة أقل حرارة تتخلي المولك jeden يطلع بسرعة فبالتالي ان نحرق اليلا يبقى تطيبيني فيبربرشور عالي الأمر يبرد فيبربرشور عالي يبقى ده دخط بخار عالي بالضغط البخار ده يتساوى مع بسرعة لانه يطلع دخط البخار بسرعة فهيتساوم على الضغط الخارجي بسرعة كلام بديه جدا وبويلد كويكلي اتلو تيمبريتشر هتغلي بسرعة ليه؟ لان مجرد ما سخن هتطلع بخار كتير جدا فيعمل ضغط كبير فيتساوم على اللي بره بسرعة فهتغلي بسرعة يبقى ليها سمول بويلين بوينت يعني ايه سمول بويلين بوينت يعني ليها درجة حرق قليلة بتغلي عنده ممكن تغلي مثلا عند عشرين ليه او تلاتين لان مجرد ما سخن تطلع بخار كتير وهي درجة حرارة ليه اصلا تطلع بخار كتير فيديه ضغط كبير فيتساوم على الضغط الخارجي بسرعة فيحصل غلاية علاقات هامة الريتو في بريشن يتزاوم على الزواج كل ما زود الحرارة هزود معدر التبخل وكل ما زود الحرارة هتطلع بخار اكتر فيطلع فيبر بريشن اكتر البيبر بويلينت تنسم ترديه مع البرشن كل ما البرشن يزيد احتاجه سخن اكتر فبالتالي يحتاجه سخن الحرارة اكتر لان يتزاوم على الزواج يديني غلاية البيبر بويلينت هتكبر كل ما لكسرنا البرشن طب اذا اقتل فيبر بريشن بالبيبر بويلينت عكسية ليه كده لو البخار كتير هايغلي بسرعة بص الجملة بخار ثانية كده معيش لو البخار كتير هيغلي بسرعة لان يحتاجه درجة الحرارة كبيرة عشان يغلي تبقى البيبر بويلينت تحت تهام عقق عكسية بويلينت تحتاجه درجة الحرارة كبيرة ونحفظ كل ده في الاخر ونحفظ كل ده في الاخر سوف نفهم بس اللتي وفي الاخر مع الكده حاجة اسمها كليبريون اكويجن او معادلة كليبريون المعادلة تربط العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة تربطها معتمدة على يعني الضغط تغير درجة الحرارة بواسطة كمية الحرارة التي انا ادتها للسيستم التمبريتشر يعني كمية الحرارة الهيت الممتصر والتي اللي هي التمبريتشر اللي موجودة عندها السيستم نفسه والدلتا بي اللي هو التغير في الحجم اللي حصل قالك ان احنا ينفع نطبق المعادلة دي على اي تحول يحصل بس بشرط انك لما تعوض في الاعلاقة بالل والتي والدلتا بي يدي لك دي بي دي تي رقم بوزيتب لو ادي لك نيجاتب يبع العلاقة القانون التحت اللي نجيبه اللي هو نسميه معادة كليبريون اللي احنا نستنتج منها بقانون ده امتى ينفع نطبق القانون ده في حالة واحدة بس لو الدي بي دي تي كانت رقم بوزيتب يعني لادما انما تعود ما كان الال والتي والدلتا بي اديك رقم بوزيتب غير كذا ما يفعش طبقها لو طلع النجاتب طيب الال بتكون موجب الكمية الحرارة اللي بمتصها شفت انا قلت ايه بمتصها فبتقام موجب لما بتمتص حرارة لlishing معتص حرارة حرارتك النهائية تبقى أزيد فالدالتا بي خبت الم في النهاية صغي يبقى صغير نقص كبير لأنك نقص 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 رقم كبير من سالة نجاتب يبقى نقص 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 كلمة absorb أولها تلات حروف اسمه ابس من شك الكثير تلات حروف في أبسليوت أبسليوت ستجد من القياس فبدأ تم تطلع رقم موجب على طول يبقى الحاجة التي قولها ابس لها خارج عكسة ابسليوت هذا رقم موجب سنقص عكسها الأول اول يمكن أن تجرب مع نفسك إذا أردت تحاول من الكعب لفابر فالفي قاعدة ثابتة أكبر في فيبر يعني حجم الفابر دائما أكبر من حجم الليكود أكبر من حجم السلد لو جدت كده حاجة مكعب مثلا وزيحته هتلاقي كبر حجمه بعدين بخاره هتلاقي البخار اللي طلع منه أكثر يبقى الحجم أكبر في الفابر بعدها الليكود بعدها السلد باستثناء وحيد الماء المختلفة ليه؟ لأن التلج فيها حجمه أكبر من الماء هذا الاختلاف الوحيد حجم التلج جاية لما تجمد الماء وتجمد حجمات نفش حتى الزاس ماء كده أخط فيها ماء وخطها في الفريزر هترجع تقيها من فرقة أعلى لأن الماء مجمدت كبر حجمها فهذا استثناء وحيد حفظه يعني هنقوله برده قداني وعود في العلاقة هتلاقي أن الدلتا بي بتاعتك هنا هيئة في فيبر نهائية يبقى كبير ماء صغير يبقى موجب طيب الال هقولنا القاعدة كده هؤلاء في الصفحة اللي جاي بزبط مهمة جدا 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 إن عشان تنزل من الليكود عشان تطلع من الليكود لفيبر محتاج تكتسب طاقة ليه؟ عشان تبقى نشط الفيبر أمشط الفيبر ده فيه الملكل زي عمالت حرك تحرك تعالى عملة غاز يبقى محتاج تكتسب طاقة يبقى الال بالايه؟ أكتسب يعني أبزورب يعني موجب طيب الـ T دايما موجبه درجة الحرارة دايما موجبه وانت مقامل ليه الكلام ده؟ لأن درجة الحرارة هنا مقاسة أو مقيسة بالكلفن الكلفن مستحيل بسالب أصلا عادي أقول لك معلومة مفيش حاجة اسمها كلفن بالسالب فيش سالب 5 كلفن لما بتسمع ان درجة الحرارة في روسيا سالب 5 ده معناها سالب 5 سليزيكس لأن سالب 5 سليزيكس هتساوي كامبل كلفن انت حافظ سالب 5 زائد 2378 فالرقم موجب دايما درجة الحرارة دايما رقم موجب والوصول لصفر كلفن يستحيل عمله دور على النت كده تلقي مستحيل توصل لصفر كلفن لأن ساعت المادة يحصلات تحور كده وتبقى فيها حوار كثيرة مهميا فعوا بقى في الثلاثة دول انتجتهم يقاب positive في القانون الأولاني positive على positive في positive يدد لك دي بي دي تي ايه positive يعني نقدر نطبق العلاقة دي نطبق عليه قانون دي ولا نقدر نطبق عليه بالفعل الطبيع والنشاطة او اكثر استقرارا ان هو الليكويد بعدها اكثر مستقره جدا حنوز عشان تطلع من المستقره تتكتسب حرارة يبقى عشان نطلع من سولد للariكويد عشان نعمل عملية تحول من سولد للعشان لازم من ان انتص حرارة عشان نبدأ اسيح شفت اكلمت اسيح انت بتسخن انت لذا فتديه حرارة يبقى عشان اطلع من الليكويد للفيبر بسخن عشان نعمل عملية افابوريشن يبقى ابزور حتى ننزل للعكس يبقى الفيور عشان يبقى يتحول الريكوت بي افولف طيب عشان يتحول افولف كل ده نيجاتيب نيجاتيب فهو عمال يفقد حرارة نيجاتيب وعمل لك حاجة تحت جميلة جدا ده تأليف الحاجات دي يعني هبدي جدا مع نفسنا نلخص مع نفسنا ان الفوليوم بتاع اللي فوق ده اكبر اهو علامة اكبر من كفوليوم كتل لك في و جنبها بخطط غير فوليوم حجم الفيور اكبر من حجم الليكوت اكبر من حجم الصور المخاطط ده يجب لك كل حاجة انت عايزة من غير ما تحكمه الكيوب البوزيتيب لو ابزورب بالنجاتيب لو افولف عشان تبقى فاكر برده لو ابزورب يبقى بنى مطص حرارة يبقى الحرارة دي بوزيتيب طيب الاستثناء الوحيدة ولعلى الجنب ده الراقه بين الايس والوطر هي دي اللي مبتنفعش معانا ليه لان حجم الايس اللي هو السلد اكبر من حجم الوطر وكان ابلاي كليبريم اكويجن لو الدي بي دي بي تي بوزيتيب نفس هذا اليو ا rechtsقليني اه عايز اللي ي주حو ان تحاول الست عماليات الي علينا او ال700غ wünقلك لو بتحول من الكود لللبل البيور ده اسمه cient recomposition الاستمرار لو بتحاول من مثل لكود لو بتت Stellar باللول العكس لو بتحاول من لجدود لسولد يقيمك لو بتحاول من 구 MOMar أو غ走 نident احاول قد دول لها توقع من씨b Veterans ي денموجسم ر linux خصول لتحاول من غ single gas التفترى دول جدا اذن احن ن theoretically احب líder دول الفي بدلا يدوا هل يقول لك؟ أي من العمليات الأقتية تكون فيها الكيوب البوزطب يعني يحتاج نمطس الحرارة ويجي لك وضيك تخطر منهم حذر أن تكون فاهم بنمطس يعني إيه؟ يعني بنتلع من تحت الفوق يبدأ لإما يكون عملية تحول من سلد لليكود يعني تكون عملية ملتنج أم فيوجين أو من لكود لفابور يعني عملية إيه؟ لكود لفابور يكون عملية إفابوريشن كل دي الكيوب هي بالبوزطب لأنه نمطس فتلاقي مخطة دي حل لك مسائل كتيرة جدا بعد كده بقى هنبدأ نشوف المسائل اللي على الدرس ده وهي مسائل محصورة في قانون واحد اللي هو ربط العلاقة بين البيو والفي البيو والتي إن الحرارة تغير فالضغط بتغير ربطنا العلاقة دي بازاي قلنا اني لوج بي تو وعلى بي وان ده قانون لنحفظه اللقتي ونحل بي تو الوقت تلت قلش اللي هيكت ال هناك 2 و 3 مع 10 ار جبناها ازاي مالكش دعب جبناها بإثبات بالتكامل سهل جدا لو دورت عليها هتحلوا لين بي في كتاب مالزمت اي دكتور كواس كده يبقى لوج بي اتنيه على بي واحد اللي فوق هنا في البسط بدأنا بي هنا في الطرح خلي بالك عشان السلط ده هي بوزدك الدنيا دلتش على 2 و 3 من 10 ار 2 و 3 من 10 دي جاد حتى من تحويل اللين لللوج زي ما قلت لك في التكامل دي كدت لن فحولناها اللوج بـ 2 و 3 فانت القرون ده تحفظه وتعوض فيه بالحالة اللي تدعي وحالة نائي طيب دعا نبصه كده يقولك سوبرهيتد ستيم ات 120 درجة يعايزين نجيب بخار عند 120 درجة عند انهو ضغط لازمان مست الووتر بي بويل تو اتشيف دي يبقى البخار اللي نجيبه ده لازمان نغلق الماء عند ضغط دي عشان نعمل البخار ده بحيس ان الدلتش بتاعتك بكذا هو بيتدرك الدلتش ايه المعطلة اللي انت غير ما يقوله لك اصلا ان البي لما تكون بواحد اتوم بتكون ساعتها واحد اتوم بتكون ساعتها درجة الحرارة مية سليزيس او تلتمية تلاتة وسبعين كلفن اعرفنا من ده ان درجة تغليان الماء بمية انت عارف ده يبقى لما يكون الضغط بواحد اللي هي نورمال بويلن جوينت بتاع الماء بمية بتساوي تلتمية تلاتة وسبعين يبقى انت حافز ذي جهزة التانية ما يديلك ايه يبقى يبقى واحد واحد خليب دعا نشايف معاك الترقيم المهم ان اتقام رقم الحالات ما بعضها هذه الحالة الاولية تي اتنين بقى بيقولك مية وعشرين اللي هي مية وعشرين زائد متين تلاتة وسبعين تلتمية تلاتة وتسعين تلتمية تلاتة وتسعين كلفن عايز دي عند برشور بكان وبينك هاتل برشور اللي يخليه ده يحصل بعاس ان الدلتا اتش تسعة وتلاتين وسبعة من عشر طيب اللي نقص معاك دي معاك ده رقم ساعت معاك تي وان معاك معاك اتاني معاك البيتو طالبها البيتو دي طالبها والبي ما ندهلك اللي نقص معادلة هي البيتو وحلها على الالة على طول هيدي لك ساعتها البيتو بواحد واثين و تسعين قطر اتمنى تجربة عشان تشوف الناتج طالعه ولا لأ لو مش هو بعتلي عطول وانا نشوف انترجعها بيقولك What is normal boiling point of carbon disulfide which is a on the graph يعني الملحنه اي ده او المرسوم اي ده اسمه منحنه اي وده منحنه بي س deb cu منحنه اي ده بيقولك البيتو بقي وربط العلاقة بين البلان والت كم من بطم عند واحدات أطم لأنه كم هو مليمتر زيبق خش بي في حد تقطع الكيرب انزل درجة حرارة ستجد من الأربعين و أجد خمسين وهذه النورمال بويلان بويتم أشبغت عادي ان قصصي التجارات أطم يجب علي أن ينبغد أمر 2 كيلو جرام من الأيض و أن يكون مرحل النظام بضعها فهذا يوجد دلت اتش بالرقم الفلاني حسنا، ماذا دلت اتش؟ وهذا كمية الحرارة الكافية لكل 1 مول هو إلي حتى كيلوجول برمول يبقى 13 و 8 في 10 أو 3 جول عبره عن 1 مول يعني بيتبخر لي 1 مول بتديني تفخير أو العملية الملتنج بتديني ملتنج ل 1 مول بس هحتاج بقى حرقة ده هو ده اللي طالجه نسميها كيو عشان ابخر اثنين كيلو من الايرن يعني اثنين في الف جرام يعني على الايرن كوتته المولية كان خمسة وخمسين وثمانية وخمسين من مية هو ايلي تحت دف دعالة ده هيجلك الكيو باربعة تسعة اربعة بوينت واحد سبعة كيلو لا جول بس انت حولها انت لجول بقى كيلو جول يعني منات الكيلو جول هو هو اللي يطلع معاك هيبه حاجة تانية حول انت للكيلو جول هيبقى الرقم ده من الكيلو جول بعد كده بيقولك هاو ماتش هيت ان جول اس ركوار توفابورايز الرقم ده من الليترات من المادة الفلانية بحسن دلت اتش وتعيتها كزا نفس الكلام ايه اعمل العلاقة بين دلت اتش والرقم ده كل واحد مول بيلزم لتبخيره دلت اتش هو ايليك حبتة كيلو جول برمول سبعة عشون وربعون عشرة كيلو جول يبقى كم كان هو طالب بقى كيو لهيه كمية الحرارة المطلوبة عشان نبخر كم مول شوف فقه هات عدد المولات يبقى انت راجبت مولات خلصت ما سألع نجيب الكيو اللازمة لتبخير عدد المولات دي يعني الدلت اتش ده هو اللي يبقى منبخر بواحد مول بس يبقى الحرارة اللازمة بخرى ليطلب ثلاثة مول ثلاثة فيدلت اتش و هكذا دين نعملها ازاي بطريقة الريلشن نعملها دي نجيبه مولات ازاي مدين الدينستي واحد وستة وعشرين بتسوي جرام على اللتر يبقى ده كتلة على الحجم ادي كتلة الحجم كان خمس وسبعين في عشر قصة ثلاثة ثلاثة معك الكتلة برقم اقسم الرقم ده تعال نشوف ايه طبقه الكتلة ثلاثة معك ب او بوين تلاتة اربعة ستة خمسة اقسم الكتلة على الكتلة المولية يعني ايه كتلة مولية سي اس تو يبقى اتناشر زائر اتنين في كتلة الاس اللي هي تنين وتلاتين يبقى نقسم على نقسم الانصر على اتناشر زائر اتنين في اتنين وتلاتين تلع الرقم اهو ده عدد المولية حطوا هنا ادرب عدد المولية في ده على واحد يبقى ادرب ده في سبعة عشرين واربعة يطلع الناتج او بوينت واحد اتنين اربعة كيلوجول اللي هي ادرب عشر وثلاثة تلاتة مية اربعة وعشرين وكسر جول هو ده النتج اللي موجود معك في الاسيارات فعلا بعد كده بيقول لي using the every pressure يعني اضغط كدا عن ضرر حرار كدا يبقى بي وان دي تي وان وات التلاتج بي تو ترى كما نحن المسألة عند ضرر الحرار دي يبقى دي تي تو الاطلاق اي حاجة في القانون هات سيطلع معك البي تو موش عوضلك انا اهو اهو درجة حرارة تي واحد بتسوي مية سليزيس او تلتمية تلاتة وسبعين كلب. ده معطم شيء يدهول لك. بيقول لك بقى البيتو هي اللي بايه? بقوا بوينت ستة تسعة خمسة. هات اللي عندها تي تو. يعني هات اللي البيتو دي. ومعاك كل حاجة في القانون العوض فيه. اللي هو ايه? القانون عشان ما تنسوش لوج بي اتنين على بي واحد بيساوي الديلتا اتش على اتنين وثلاثة ار في افتح قوس. تي اتنين مقص تي واحد المهم انت البيتو وانت انت اللي بتحطه في البصة هنا.. بتبدأ بيه هاتلا يعنى حاطنا البيتو وندoba 했습니다. الفابرينش مغنية هات اتش اللي اللي الربر بريشن ذج. اللي ذجب ان تي رفعناه من الخامسة امانية لا تبساطة. قال لك لوج اته اللي البيتو يصبح بال dengan اين من ايه؟exي اللي بعين نهايه التحالي الأعلى ايه었던 بيتو يصف اين ليعين على البيتو يصبح انت في حالة لittel Hادية ده هي الكنسل مع بعضها. شفت راجحك من المعطيين بيساوي دلتا اتش ده المطلوب على اثنين وثلاثة قارب ده رقم ملوش داعبين اصلا بيساوي في المطروب في تي اتنين اللي هي تسعة خمسة اللي هي تسعة خمسة اللي هي خمسة سين سيليزيس حولها لكلفين وممكن ما تحوليش هقول لك ليه تلقتي موقس تمانية وخمسين زائد متين تراتا سبعين المهم اللي في المقام يتحول نفس الكلام حط نفس القصين دول تحت بس يعمل لهم ضرب على الآل ارزع الشكل ده كله بس هنا هتبقى دي لوج اتنين بس لا تحطش بيهات بقى هيطلع لك الدلتا اتش بكامل حلاها على الآلة هتلعب سبعة خمسة تمانية تلاتة سيبت رقم كبير اول بوينت خمسة جيلو ايه جول برموش واحد تقلي تع Luna بما في اضافة ايه اول بموش ه повحك song ثم تعليم نفس دراجة برموش التي تعلم انها كunning لحضر بmaal 15يه بعد أن العنصر الميد عن البغم هنصر عود 25 ألف جول برموش وتبت Эلو entre 12 رقم برموش تعرف نقطة ايه؟ البي وان بتاعتها باو بوينت واحد تلاتة اثنين التي وان بخمستاشر يعني خمستاشر زائد او خمستاشر زائد ماتين تلاتة سبعين ماتين تلاتة سبعين حلو كده؟ طيب الحالة التانية هو قالك عند النورمال بوينت بوينت يبقى البي تو بواحد اتو طالب هو بقى تي تو تمديك الدلد اتسو تاعت الايه؟ ايو مدهاني بكام امسة اشتين الف حل دمع بعضها حل دي وهات منها البي هات منها التي تو هتطلع معاك بثلتمية سبعة وخمسين وثنين من عشر تعال عمل نفس الكلام هنا هيبقى البي وان بالفوق والبي تو والتي وان بالفوق لانه قالك المادتين في الاول ليهم نفس ضغط ونفس درجة الحرار الحالة التي تختلف هي التانية هيبقى البي تو بردو بواحد اتو بس البي تو هيبقى البي تو الدل تيتشوب كان 35000 هي دل اختلفت فهتغير لك النتج لدي اطلع درجة الحرارة التي هي تي تو دي هتطلع تلتمية 343 من عشر يبقى ده اكبر من ده او العكس امش فاكر لك النتج له ليه لذبحثوا مادة لها 179 يعني بوحد اتوم لما ت نتج بواحد 1079 يوجد something ا أحسر أكبر الله инд bus ضغط ك Heil ولا كنا اكسامات كلمة كريتكال دي 45.9 تي 2 422 سيليزيس اللي يتعرفها مكبير اولا حوالناها 422 زائد 273 يطلع بالكلفن 695 حالو كده هاتلي بقى البي عند درجة حرارة مية شوفت نقلك على حاجة تانية عايز البي عند درجة حرارة مية اللي هي 373 كلفن انسى دي دلوقتي انت محتاج ايه؟ محتاج الدلت اتش صح كده؟ روح مع دول هاتمنهم بالدلت اتش ازاي؟ تعال نشوف كده لوج بي 2 يعني 45.9 على بي 1 يعني واحد بي ساوي دلت اتش دي مجهولة على 2.3 في تي 2 لاني بدأنا فوق ببي 2 يبنيت ده هنا تي 2 نقص تي 1 على تي 2 في تي 1 اقفل على القالة ارزع نقصك ده بس اللي مجهول طلع معاتك كده انت معاك دلت اتش ومعاك واحدة من دول خدي مساء ومعاك واحدة من دول فيها مجهول واحد تعاف تجيبه ايوة المجهول على المعلوم اللي هو واحد اتش بي ساوي دلت اتش معايا شكرا على 2 و 3 ومعاك ارزع نقص في البي اللي بدأت بها هنا حط تي بتاعتها هنا يبقى 300 و 73 يعني شنحط الكبير في الاول نقص التي لفوق على القالة نقصك ايه ده معاك خلي بالك ده مش مجهول ده انترس اجابه من الاتنين لفوق مناصك البي تطلب معاك ب 0.09 8 7 نورمال بويلن بوينت هو كذا عند بي 1 تسوي واحد اتوم تي 1 تسوي 3 4 كلفن فايند الانثالبي الانثالبي اللي هو الدلت اتش and the amount of heat required to evaporate 12 جرام من المادة الفرنية عايز الانثالبي اللي نقدر نبخر والحرارة اللي لازمة عشان نبخر 12 جرام من المادة دي كويس وقال لك ايه تاني ايه تاني ايه ان عند درجة الحرارة الفرنية الضغط كان بكذا يبقى بي 2 وعندها تي 2 بتسوي وقال لك 3 2 8 كلفن يعني مديك 4 حاجات ايه تاعف تجيب منهم الدلت اتش ايه الانثالة خلصت هو ده اول مطلوب اتنين تسعة تلاتة خمسة تلاتة بوينت ستة ستة ساهم كده ده واحد مول بيديني الرقم ده بيحتاج الرقم ده من الحرارة يبقى كيودي هجبها بكم مول شوف فاق انت شوف هات اللي عدد المالات ازاي عدد المالات هي 10 جرام على الكتلة المولية اللي هي 12 زائد واحد زائد ثلاتة في سي ال يعني ثلاتة في خمسة وتلاتين ونص تلاتة معاك رقم حطه هنا عايزين الكيو ادرب رقم ده في الدلت اتش واسم على الواحد يطلع بيه اثنين تسعة اربعة سبعة وينت ستة جولي طريقة بسطة جدا يعني طريقة تحويل من الكيو الكيو ده اللي هو الحرارة الكلية الدلت اتش الحرارة تعتمول الواحد هاو موتش هيت از ريليزد وين مية وخمسة ورقم من الستيم از كوندنسد ات لرجة الحرارة كزا دلت اتش من الدهالة طيب ايه اللي معاك؟ تعال نشوف معانا من الدلت اتش اللي هي 4 و 40 دي كيلو جول اهي كيلو جول كافية لتبخير واحد مول انا بتعمد احكسه كل مرة انا خليك تقفايا مش مجرد حافظ طريقة وخلاص واحد مول طيب نحط تحت مولات مولات وتحت الحرارة حرارة طيب احنا طلبين ايه؟ طلبين هاو موتش هيت اللي هي كيو دي عند كام مول تعف تجيب على المولات تعال نشوف على المولات كده مية خمسة وعشرين جرام عن درجة الحرارة مية معاك اسم المادة فين المادة تعال نشوف كده المادة فين هو مفود ايه لك انها مية يعني فانت الستيم ده طالع من مية كويس شكيا مديك ال H وال O فهنقالين الكتلة الكلية على الكتلة المادة على الكتلة المولية كتلة المول من المية ايه؟ H2O يعني اثنين زائد ستاشر اللي هي تمنتاشر ايه طيب عايزين بقى الكيو اضرب ده على ده اطلع لك الكيو بثلاثمية وخمسة ونص هل ده صح؟ هتلاقي في الاختراطة الرقم ده و هتلاقي السلب بالرقم ده باك كذلك في الجملة طاقة فقدت طاقة انطلقت انطلقت يعني ايه؟ بالسلب ان اقومنا اي حاجة فيها ايه افولف ريليز اسكيب ليكيج اي تصرب في اطلاق حرارة نتج عنه اطلاق حرارة يقب السلب حفاظها بقى قعدة حاجة تانية مش عايز تحفاظها طيب افتكت دي فيبر احنا لما عملنا تبخير لما عملنا تكسيف بصه قالك ايه؟ يعني تحول من هنا الى هنا كل من قولي ايه بيحصل ان حاجة نشطة عايز تحول لحاجة اقل نشاط فبتطلخ النشاط ده بترمي طاقة بترمي يعني ايه؟ بالنجاتيب يبقى اوعد طلع الرقم و تسيب اوعد طلعه و اكتب بمي نيجاتيب من عندها بويلين بوينت اف ووتر ات الرقم فلاني اسكزا يعني البي بوينت ستة تسعة لما تي وان تلتمية تلاتة ستين هات الاماونتو فيت افولفت فروم كوندنسيت مية تمانين جرام ستين برضو دي مية طيب الووتر ايه مواطة اللي معك زيادة؟ اوه هتنسى ان البيتو احنا قلنا الترقيمة بفريش بي وان ما كان بيتو مشتفل بوحد اتوم ساعتها بيكون تلتمية تلتمية تلاتة وسبعين لانه بيغلي بيغلي درجة غلامتها بميت سيليزيوس انت عارف من غير ما يقولك ده كله تقدر تجيب منه ايه؟ تقدر تجيب منه دلت اتش جبت الدلت اتش اعمل دلت اتش بتبخر او بتعمل عملية على واحد مول يبقى انا عايزة اجيبك كيو اللي هتكون دنسيت كم مول بقى مية وتمانين جرام على تمنتاشر اللي هي كتلة مول من المية يبقى هاي زيندي دف ده على ده يبقى يطلع معك الكيو في الاخر باربعة زين وتسعة واحد اتنين واحد بوين تلاتة سبعة هل ده صح؟ لأ شكرا غرض ده ما فيه سالب هنا هتلاقي في الاختيارات الاثنين ليه لانه قلت افولفد كم كمية الحرارة اللي انطلقت لانت جدته ده هو المقدار انطلقت يعني حط سالب لانه قلت كيو بنا حط سالب لانه قلت افولف او انطلاق هات الانساليبي لو الانساليبي للمادة الفرنية يعني دلت اتش بالرقها مفلانية دلت اتش تلاتة وتلاتين وتسعة عند دراجة حرارة تتين تمنى وتسعين هاو من الليت عدد الليتراب بتاعت المادة الفرنية ده هي نفس المادة يعني اللي مدأس عند نفس دراجة الحرارة والضغط ده يقول لك ايه ببلا دي احنا الكيوب تعتنا بواحد وربعة وخمسين احنا بالفعل متصنا واحد وربعة وخمسين طب لو كان المول بيمتص بيحتاج تلاتة وترتين وتسعة ها هنقدر رجيب ايه من المعلومة دي نقدر رجيب عدد المولات نعمل ايه نقول ده ريليشن وبين واحد مول تبتحت هنا حاجة ما نعرفهاش لو عرض المولات بس احنا استخدمنا كيوب بواحد وربعة وخمسين يبا اتقل معنى واحد وربعة وخمسين واحنا عندنا معلومة تلاتة وترتين وتسعة بدينا واحد مول يبا الواحد وربعة وخمسين يدينا كم مول ده فدعها ده تلعلك عدد المولات بو بو بوينت او فور فايف فور مول تبدو للمبيوم ايه هو طالب الحجم بالليتر وميدي لك ايه بقى الضغط يبقى من قانون الايدي الجاز عبس وميار ستنشن نحوالي الاتوم اضرب في الحجم اللي هو طلبه اصلا قانون بيساوي NRT شفت ده ايه لازمة ال N هو ده الفايدة الوحيدة ربط لك الدروس بعضك N في ال R اللي هي O.O.82 لانه قلنا القانون بي VNRT الوحيد اللي بنفكر في قمة ال R فيها التيم الدالج بي 298 تلالج ال V 88.86 لتر مسائل جميلة جدا يربط لك فيها الشباتر بعد كده الورقة واضحة Rodrigo فأجل ذلك كانت إجتوا تلالج 1.0V مثل المدادة الفرينادي ده ان تصته في 1.0V فأضطلع من بخروج حجمه واحد وسبعتاشر قالك ان ناتج بي 1 بواحد 1 T1 بواحد وثمانين وستة وواحد وثمانين وستة زائلين ثلاثة وسبعين طلع ينتج Resistance ويسكيلفن هات الدلتا اتش ما معنا هنا؟ انت حدرت ان تفكر في القانون الاصلي لا مش طعف تجيب منه حاجة لانه هم تديلك كيس واحدة بس مدكش تو كيس لشو ان تربطهم ببعض فهم عزين الدلتا اتش بس هم تديلك كيو يبقى تعمل ايه؟ تقول ان الدلتا اتش ارزع على طول نفس السطرين دول دي عبارة عن ان بتعمل عملية على واحد مول حرارة كافية لواحد مول تكندنسيتو تيفابيوريتو هي بتعمل حاجة على واحد مول الكيو اللي مدهني واحد كيلو جوه دي بتعمل على كم مول انا عايز اجيب عدد مولات ده اني او جبت ده ومعايا ده اقدر اجيب الرابعة صح كده عايزين اللي هنا بقى عدد مولات ده اجيبه ازاي من ال BVNRT ال B هو مدهلك بواحد اتش بواحد اتش بواحد اتش بواحد اتش بواحد في ال V واحد وسبعتاشر في اول سطر سوي N ده المطلوب ركز شفتها الفايدة نضيف Morgan روح يجب نزيد نحنASząد دلت اتش história بوسيقى لا تعرف ممكن لديك دلت اتش حول أكثر حول ثلاثة ال H 24 vezes 8 دلت أتش جول برمول كتابنا برمول لنددلت H المولار ريت of Sublimation and Fusion of Iodine هي 62.6 أو 3.10 و 15.3 على الترتيب المولار ريت of Sublimation and Fusion of Iodine هذه المولار ريت of Faburization of Liquid Iodine هذه الدرجة التبخر حلو؟ هنكتب Liquid وهنا Solid وهنا جاز يقول لك Sublimation عشان نعمل Sublimation خدنا 62.3 ماذا Sublimation أصلا؟ ان Solid يتحول لجاز من غير ما يمر عليكم يبقى دا كله ساهم اهو عبارة خدنا فيه طاقة 62.3 و التسيح خدت 15.3 وهو طالب طالب يعني من الليكود للجاز حان نعمل تبخير دي مطلوبه يبقى مش دهزة ده بيساو ده يبقى ده بس اللي واحده بيساو ايه؟ الكبير مقص الصغير ده 62.3 مقص 15.3 تطلع الناتق 47 كيلو جول بير مولي شفت القفية بعد كده بقى نكمل حل متدين الكيرف المنظر ده والماء ده ناحة اليميني وقدي مش مية رايح ده يقولوا موضوع سهل جدا يقول لي بقى ايه؟ لما انزود البرشتر يحصل ليه الفريزنج بوينت هتزيده ولا تقلل بس كده الفريزنج بوينت تكرر بتاعه والدليل انه بير مطمئين الليكود والسولد الليكود لما بيتجمد بيحصل له ايه؟ بيتحاول لسولد يبقى ده الكيرف اللي بيوصلنا منهم هو ده اللي بيجي لي الفريزنج بوينت يبقى نرى في نقطة مثلا هنا بان امشي 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 يقطع الخط انزل عا الأرضية جبت درجة حرارته وليان القرضية هيا بقى هيه؟ درجة الحرارة طيب يقول لي وانت ماشي فوق. انت عملك تزود الضغط ايه اللي بيحصل في الفريزنج بوينت مثلا كنت الانه في نقطة هنا اخترد هنا انزل كانت حرارتي هنا طيب لما اطلع فوق وزود الضغط معنا زودت الضغط على وي اكسه ذوق امشي امشي انزل ايه اللي حسنا درجة حرارتك زادت من هنا بقت هنا. دراجة الحرارة تزيد كده صح كده. يبقى دراجة يبقى as b increase the freezing point ما هو مادة الزد اللي معنا دي. لو احنا زودنا الضغط على حاجة صلد فيها. اي نقطة صلد. اي نقطة صلد. عبنا نزود عليها الضغط. هنطلعها فوق هنا. هنا هنا هنا. هتعمل ايه. عملت زور الضغط. هتحولها ايه. لصلد بردو مش هتنفيش اي حاجة تقطع معاك. هتعملت هتبدأت صلد زي ما هي. بتقول له remaining solid. مسألة خلصة. يبطيه كده بالضبط. يدي لك جراف المنزر ده. هاتلي phase change in following cases. هاتلي اللي يحصل في تغير من liquid solid. او من solid. او من solid. او من solid. او من حالة القتية. النقطة صلب مية وعشرة. واربعة. سالب مية وعشرة. واسد سالب سوعة خمسين. وبنمشي كده. في اتجاه ايه. في اتجاه الموجب. يعني مثلا قول الصفر هنا. عادينا بقى سالب مية وعشرة. يعني حاجة نقطة مثلا نقول ايه. قول هنا مثلا. ويه اربعة. يبقى ده واحد قطم يبقى هنطلع فين حوالي هنا. يبقى نقطة دي ايه. لان هو ايه. دي خمسة واحد. يعني اربعة تحتها بشوية. دي نقطة واحد اللي هو بيقول عليه. هنمشي من عندها لحد نقطة عشرة واربعة. عشرة يبقى بعد الصفر اهي. ونطلع نفس الكلام. نشوف كده فين. او هنطلع دبقى هنا مثلا. مهم انها تحت انها تحت لخمسة واحد وخلاص. او قيل ان خمسة واحد دي هي نقطة التريبل. لاب من يقول لك نقطة التريبل. عشان تأكد انت تحتها او. يبقى انها هاخد نقطة دي. دي نقطة اثنين. انا همشي من واحد لحد اثنين. يبقى همشي من ايه. من سولد لجاز. يبقى هتحول من سولد لجاز. هقول له من سولد. ده البيزي تشينج اللي يحصل. لجاز. طبعا هتبقى وضح لو انت يبقى هبقى هنا المهم ان انا هبقى في حتة من دول يعني وهو كمان حطلت للسابعة لاش نأكد ان انت تققى جوال يبقى انا هطلع من واحد الاثنين يبقى همشي من جاز لليكويد يبقى همشي من جاز لليكويد النقطة الثالثة عملها انت بقى هتطلع من صلد لليكويد لجاز الله بسيط القاعدة اللي جاية دي اهم القاعدة في الدرس كله وجميلة جدا لما نزود البيه لما البرشر بيزيد فوق التريبل بوينت بيبقى دخلنا في المور دنس فيلس يعني ايه الكلام ده وقف عند نقطة التريبل بوينت اطلع فرتكال لفوق زود يعني الضغط اطلع فرتكال لفوق اللي انت واقف في دلوقتي وانت طلع لفوق ده هو ده الاكسر كسافة ليه هنا السلد وانحنا طلعين ماشيين في انا منطقة منطقة السلد يبقى السلد هنا في اللحظة دي هو اكسر كسافة من الليكويد طب لو كانت درعة مية في شمال كده كنت وانا طالح ماشي في منطقة الليكويد ساعتها كان يبقى الليكويد اكسر كسافة من السلد وده بيتحقق في حالة المية فالقاعدة بتقولك اس بي انكريز ابوف تريبل بوينت فحنا بنمشي في منطقة المور دنس فيلس احفظها بقى النيجيس يقولك انه اكسر اكسر كسافة فتنماذق واقف عند البوينت تريبل بوينت تطلع فوق فرتكال المنطقة اللي تماشي فيها دلوقتي هي دنيل اكسر كسافة في المسألة يقولك قوله صلد ان احنا تطلع فوق فرتكال مش هنا في الصلد اس بي انكريز بي حصلي الفريزنج بوينت لما نزود الضخط الفريزنج بوينت بي حصلها ايه؟ طرح ما مايل كده يبقى احنا منزود يبقى ضرر الحرارة على مالت زي النقطة الاوانية كنت هنا مثلا نقطة تانية بعدما رفعت الضخط انكريز بي انكريز بي حصله ايه؟ انت كنت في منطقة صلد عمات تزود عليها البي 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 ماشي في صلد برده العمات اعطل اعتم لو كان عنده قائط اعتم بتصيل البيت تاءتدار موجودة في كم مالحة يبقى سولد ليكودي مجرد أجل المثال يبقى تداردد موجودة في 3 حاجة توقف بيقول لك انطلع فرتكال يبقى الليكودي ربما يكودي يقول لك يقول لك ليه مية ناحية الشمال يقول له عشان كسفته اعلى من الصلح فهو مية ناحية الصلح كل ما نزود الضغط خدنا نقطة هنا ونقطة بعد ما رفعنا الضغط النقطة دي هتلاقي حرارتها هنا طب النقطة دي هتلاقي حرارتها هنا يبقى الحرارة عمالة ايه؟ عمالة L يبقى تقول له يبقى لما بنرفع الضغط حرارت كريز لاني حتى ميله سالب what is the change on solid as be increased وقف عندي solid ونفع الضغط يبقى نفسك دخلت في ايه؟ في منطقة الليكويد يبقى تقول له solid يتحول لليكويد لما نرفع الضغط واحد اتم بيكون المادة تقدر تموجود على كم صورة واحد اتم امشي امشي يبقى نقدر موجودين كسولد دخلنا في منطقة الليكويد يبقى نقدر موجودين كليكويد عدي منها تقدر تموجود في الجاز يبقى كده انا اقدر موجود في ثلاث حالات مثلا حتة دي اسمها نص اقدر موجود في كم مادة اقول لي انا همشي في solid والجاز باس مقدارش روصل للليكويد يبقى هموجود في توك كيس باس بيقول لي ان داني حالات خاصة قال لي الهيليام هو المادة الحادة اللي يقدر يموجود في حالتين من حالات الليكويد هيليام واحد وهيليام اثنين يعني يقول ليه منظرين من الليكويد والسولد منطقته فوق والجاز منطقته داحته في نص منطقين للليكويد يقول لي بقى الماكسلم تنبريرسر اللي يقدر للليكويد 2 ايه اقصى قيمة درابة الحرارة تلاقي هتفضل تلاقي عندها هيليام 2 افضل مشى على درابة الحرارة اطول ما انا في منطقة دي انا نلاقي اقدر اطلع وابقى في منطقة الهيليام لحد ما اصع عند نحص 2 و5 بعد 2 و5 اي درابة الحرارة تطلع هتلاقي في اي منطقة فيها هيليام 2 اصلا هيليام 2 خلص موجود فيه سولد السولد اقل ضغط ليه كام هو الحتة دي كل نقطة اللي فوقيها ضغطها اكبر كل نقطة اللي جوه هنا ضغطها اكبر يبقى اقل حاجه هي 10 10 اطم هات النورمال بويلنج بوينت بتاعت الهيليام 1 يعني هي زربوة الليكويد بالجاز يبقى اهمش من عند واحد اطم من حد مقطع الكرب اللي بيوصل بين هيليام والجاز عشان يحاوله بويلنج يعمله غليام وانزل تحت الارضية جدت درجة غليام اللي هي ايه خمسة تقريبا خمسة كلمة تابع للفات ده كان سولد سبلايم هل السولد اللي فوق ده يقدر يحصل له تسامي يقدر يوصل للغاز ضايرك مستحيل يبقى نوع هاو مين تريبل بوينتز ار زير فيه كم نقطة بتصل لبين ثلاث حاجات اهي ادي واحد ادي اثنين فيه نقطتين وات ار ده فيزس عند كل نقطة من اهم ايه الحالات اللي موجود عند الكل نقطة النقطة دي بتصل لبين السولد والهيليام واحد والهيليام اثنين النقطة دي بتصل لبين الهيليام واحد والهيليام اثنين والجأس هي دي الفيزس بتاعتها بس يقول لك فيز ايه الفرقة بينهم؟ لسه قلناها من شوية الستيت هي حالة المادة وشكرا غاز سائل صلب طب الفيز كل جزء مستقل حتى لو الاتنين صلب ومخلوطين ببعض بس مش خلط تام مش سول يقول فبنعتبرهم دو فيزس مع ان هم استيت واحد اللي هي صلب يعني اخر مسألة في الشيء ده ماشي مدني الكربون ممكن يكون موجود في صورة دايموند وجرافيت وليكويد وجاز وكرفات داخلة ببعض المنظر ده عندي كام نقطة بتصرب بين ثلاث نقطة دي ونقطة دي عندي جرافيت ولا دايموند انه واحدة اكثر كسافة قول لي ثانية واحدة انت ودي يا طلع فوق التريبل بوينت انت عند الانته نين تريبل بوينت وب lira تظين على واحدة اللغبات انت وقمت لها هذا العلاج انتسا بقى الان المنتنية لي بقى اللغباتها دي مامسه انت تريبل بوينت مامسه هل هنا اصلا فيه جرافايت هل موجود معي في الاثنين التالق من شانا قولنا كل تفيرل بوينت بيحلوه ثلاثة فيسس دي حواليها جرافايت وليكود وجاز مفيش اصلا داياموند فانت بتقرم ايه لا مش دي طبعا خدي بقى ليه لان دي حواليها داياموند وجرافايت وليكود فنما اطلع فوقيها ولان نفس المنطقة داياموند يبقى هو اكثر كسفة يعني بناخد النقطة اللي فيها الحكتين اللي منقررهم اصلا هاو يو جيت داياموند فروم جرافايت ازاي تجيب الدياموند من الجرافايت يعني اوجود لك في الجرافايت ده اعمل اشترا وصل الدياموند الفعل بريشن شوف ببساطة جدا الفعل بريشن قوله كده بانكليز بريشن هيجيلك الاختيرات طبعا كان داياموند سابلايم هل داياموند يده يوصل للجاز دايريكت سابلايم يعني يوصل له كسامي يوصل دايريكت من غير ما يمر على الليكود مستحيل هتنط ولا ايه ايش كده لازم يمر في تسكة على حاجة وبعدين الجاز عدد الفيز قد ايه و عدد الست قد ايه عدد الفيزيس و عدد الستاتس اللي مربوطة بيها ممكن تكون الليكود نقطة اللي خلي بالك عندها دايناميك الكوليبريا ما بين التلات حاجات اللي حواليه يعني التلاتة موجودين في النقطة ايه مع بعض يبه هي عندها ايه؟ الليكود و جاز و جرافايت يعني سائل و صلب و غاز يبقى ثلاتة استاتس قلنا الليكود هي منها بس يا سائل ولا صلب ولا غاز كم فيز ؟ هنالليكود مستقلة عن الجاز ايه ايه و مستقلة على الجرافايت ايه يبقى ثلاثة فيز برده يبقى الفيز هنا هو الاستاتس يعني الاتنين نقد نفسه عدد نقطة الثانية حواليها الاستاتس و صلب و صلب مفيش كهزات خالص يبقى حواليها كم استاتس يبقى الستيتي يdzieع منها بس نوع ما يودل حواليها طب الحيز كم مادة مستقلة الديامون دي مستقلة عن الجرافايت مستقلة يبقى ثري فيزيس ارجو ان تكون حوار الفيزيس والسيكس الفهم وكده يبقى نفسك لها بإذن اللي خلص نحل بقى على كله ايه مع ركا بيقول لي If the liquid is heated to increase the kinetic energy لو احنا سخننا الليكود عشان نعلي تقطو الحركة بتاعته الليكود هيحصله ايه؟ هيئفابوريت سلولي ولا هيئفابوريت فاسر طبعا تقطو حركة عالية فالجوزيات تتبع عندها قدر من ايه؟ To overcome the attractive force وتغادر مسهولة يعني تأفابوريت فاسر تأفابوريت فاسر The factor can influence the rate of vibration انهو عنصر من الاتين دول او عامي من العامل الاتين يقدر يأثر على معدل التبخير The surface tension لنفيش حاجة يسمى كده اخرنا The humidity اللي هي الرطوبة The exposed surface area يعني السطح المعرض للخارج يعني هو ده surface exposed surface area هو ده اللي بيأثر علينا لان كل ما السيرفس area يكبر كل ما موليكيلز الموجودة معرضة للخارج انها موجودة على السطح التكتر فهي تقدر تغادر سطحها بسهولة The equilibrium equation is given by المعادة كان بتسوي L على T في delta V صح كده delta V يعني ايه V final minus V initial ده زائد يقامش هو ده زائد برضه يقامش هو ده الوحيدة اللي فيها ناقص بس هل V final minus V initial لا ده V initial minus V final ما هو فيه سالة فوق نزل السلدة تحت هيقلب هالك تطلع صح يوه ده الاختيار الصحيح عند L sublimation السؤال ده جميل جدا بيقول لك ايه مش هنا عندنا جاز ممكن نحوله ممكن نحوله لسولد صح كده ممكن للعكس طيب عند L sublimation يعني ايه سبليميشن يعني ايه سولد لليكود الدرجة الحرارة المحتاجة بقى هي ال L بتاعت السولد الجازي بتسوي ايه بدلالة الفيوجن الفيوجن يعني ايه اللي هو من اول السولد للليكود والفابوريسن من لغاز بيقول لي بقى الكبيره ده اقلقتها فيいてين الصغرينяни دول ايه بصיצوا جامعهم يعني ان ما تساوي درجة الحرارة لان انت تخطيه عشان لتعمل Vابوريسن ودرجة قياما انت ت Bagu تسوي على مجموعها اللي محتويين جواها اللي انا اخدته من السولد لحت الجاز هو اللي اخدته من السولد للليكود لقداندي اليه اللي اخدته هناlege يا درجة الحرارة segment ا Samura الظغط في التريبل بوينت للسيستم معين الفيبر بريشر بتاع الصوليد compare to that of liquid يعني درج الضغط بتاع الصوليد مقارنة من ضغط الليكويد هو هو لان انت تنقط في التريبل بوينت أصلا كنت تفاكر منظرة كما يعمل ازاي فهي الدرج الضغط اللي على ال Y اكسس هو نفس الضغط بتاع الصوليد هو نفس ضغط الليكويد لانها ايه تريبل بوينت وقربطها بينهم كلهم يبدا سين ده كان مسألة في الميترم احنا نحل الميترم في الطريق كل الميترم يتحل في فيديو الفيبر بريشر بتاع CS2 هو كزا عن درجة حرارة كزا يبقى عندي 28 زائد 28 زائد 28 زائد 273 301 كيلفن طيب والضغط B1 0.526 قولنا مشايفين الترتيب هات الفيبر بريشر يعني عايز B2 لما درجة حرارة كانت 0 يعني لما T2 بـ 273 هات الفيبر بريشر هات الفيبر بريشر لا تحولها للجول القانون ما بيتعواطس فيه غير بالدلتة اتش بالجول لو عواطب غير الجول اتمسألك ولا طبق ايه هو القانون لوج بي 2 اللي هي مطلوبة على B1 اللي هي معانا بكام 0.526 بيساوي دلتة اتش اللي هي 27 وستة اقفى عشرة اقفى عشرة عشان نحولها للجول على 2 و 3 في R اللي هي 8.314 قلنا طالما مش قانون لا تفكرش مطلوبة في T2 فين T2 ايه لان بدأنا فوق البص T2 يبقى ندى هنا كطرح نطرح منها T1 نقسم على حاصل ضربهم هيطلع لك حل دي عن الا يطلع O.1.7 وده موجود في الاختيارات فعلا فنجاب بقى O.O.1.7 وهكذا السؤال ده مهم برده كان موجود في المتر بيقولك which group includes only exothermic processes أنه مجموعة من دول أنه كلهم exothermic يعني تفاعلات طرد الحرارة يعني تفاعلات طرد الحرارة يعني الكيوب بتاعتها بالنجاتب فاكر المخطط اللي قلناه انك لو كان طالع نازل ده طالع نازل هو ده هنحله ازاي بقى نرسمه كده بسرعة ادي جاز او الفيبر liquid solid قلنا اللي فوق انشط حاجة عشان ينشط ينزل لحاجة ينزل لحاجة اسمه ايه؟ اقل نشاط بيعمل ايه؟ بيوترو نشوية حرارة يعني بيعمل ايه؟ يعني الكيوب بتاعته بالنجاتب نجاتب ونفس الكلام من هنا طب من هنا عكسها بقى absorb عشان حاجة مستخررة تطلع تبقى حاجة اكثر نشاطا زي انها احاول السولد لليكويد يعني يحتاجه سخنه يبقى ادي له ايه؟ حرارة هي absorb وكده positive شرس انا كل مرة بسماعه انا بفهمه كويس؟ شوف بقى انه واحدة من دول انه ثلاثة حاجات من دول كلهم exo-sorbic يعني كلهم نزلين الفريزنج عبارة عن ايه؟ عن انا حولت لكويد عن انا حولت لكويد جميت حول انت حولت لكويد لسولد يبقى انا ننازل لو ده لا بالفعل نازل يبقى اول واحدة الفريزنج صحة نجاتب طيب مثلا ناخد الاختيارة صحة على طول اللي هو condensation ده معنى ايه تكسيف يعني حولت غاز لليكويد يبقى انا نازل اهو نازل يبقى ده كمان صح دي كيوب بتاعتها بالنجاتب طب ال-deposition اللي هي عكس السبليميشن سبليميشن حولت السولد لجاز اللي هو التسامي لما تحول الجاز لسولد يبقى انت عملت ال-deposition طب الجاز لسولد مش بردو نازل اهو يبقى كيوب بتاعتهم بالنجاتب يبقى كل دول كيوب بتاعتهم بالنجاتب التلات اختيارات دول وبالتالي يبقى هم دول التلاتة اسمهم exothermic process طب ايه اللي عكس ال-exothermic اجزو جاي من exit اخراج طارد للحرارة عكسها ال-endothermic داخل الحرارة يعني ماص المدد الفريانية دي بتفعل تلاتة 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 اربعة يعني الثيون بتفعل تلاتة تلاتة اربعة عندها ال-be one بكان نورمال اللي بقى واحد اتمن و عند الدرجة تُخراج تانية دي ومدهي تدرجة تانية بيكون ال-be boom pressure يعني ال-be two كام فقو بوينت تلاتة اثنين اربعة يعني ما يدي لها كل حاجة هاتل ال-insultic هاتل ال-delta-h يبقى ناقص فالمسألة يعني يتعاعد في القانون ال-log ال-be 2 اللي هي بوينت تمانية اثنين اربعة على بي واحد اللي هو واحد قطم بيساوي الدلت اتش المطلوبة على اثنين وثلاثة ار عالفين قيمة ار افتح قوس اطرح الحرارتين من بعض طبعا ندقى التي تو لانك حاطك فوق البي تو اللي بحط فوق في البص هنا بتدقى بي في الطرح هنا وعود اترك الدلت اتش من على الالة بثنين تسعة تلاتة خمسة تلاتة زيلو ستة او بوينت ستة عينة من المادة الفلونية دي بتأبزور بواحد كيلو جول واخد بالك تلاتة ما لكش بير مول يبقى دي ايه دي كيو مش الدلت اتش دا درجة الحرارة في المسألة اللي في ارض الواقع يعني تقوم فيها بيوريت ات بتمتص واحد كيلو جولة عشان تتبخر عند نورمال بوينت بوينت قد درجة الحرارة كامة واحد وتمانين وستة هي درجة نورمال بوينت واحد وتمانين وستة يبقى كده اه يقولك الفوليوم بيقولك الفوليوم بتاع الفيبر واحد وسبعتاشر لتر حات الدلت اتش نعمل ليه في الكلمة اقوله اني واحد مول شوف انا طالما شفت كيو وطالب دلت اتش عملت العلاقة بتاكفه مع عطول واحد مول بيحتاج دلت اتش يبقى ان مول عدد لسه ها عرفه دلوقتي هو ده اللي بيحتاج كيو اللي في المسألة اللي هي واحد فعشرة اصتلاتة جول صح جدا عدد من المولاد اللي هي العينة الحقيقية اللي هي السامبل بيحتاج ايه؟ ان الرقم انت مدوني يبقى انا اعايز بقى اجيب الواحد مول بيحتاج الدلت اتش عايز اجيب انا اتتش ده اللي احتاج يجب الي ايه؟ لن مول تعفت ان تجيب الي من المول عدد من المرات ات المسألة اي بي في ايه؟ بي في ايه ارتي طيب البيب كام عشان نانجز بيقولك نورمل بولنج وينت يبقى البيب واحد البيب واحد البي بيود مدالك واحد وسبعتاشر بيساوي ان اللي انت عايزة فر ور is equal to 82 فر is equal to 81 ومسته زائد 273 ايه في القوس نقصك تجيب الان, تجد معك الان نروح عود بين او تجد تجد بالتلت ايتش اه واحد في الرقم ده على الان اللي يتجد يطلع بيه 25 كيلوجول هو يطلع معك 25 ألف انت حوالها لأيه للكيلوجول بيقول لك الفيزي جرام تاعت الـ H2O بيبين اني عفك السؤال ده في المدر السؤال ده متر يبين أنه عند واحد أتم يقدر يمر بالثلاثة فيزس جاز وليكود وسلد طيب السيوتو بيقولك أنه يمر عند واحد أتم بالجاز والسلد بس فمهم دلك معلومة بيقولك بقى أنه صح من الآتي يعني إيه السبب اللي حصل ده فببساطة جداً مش معنا أنه عدى بالجاز والسلد بس في حالة السيوتو أن ما طالش الليكود يعني نقطة الـF فوق الـ 1 أتم مش عارفة طولها لأن نقطة الـ 1 أتم لنقطة قصل الـF هي هما يكون عندها تلتا ف اظهر guitar بست بص الواحد اتم في ال CO2 هنا فبصوا هيمر بصولد وجاز. مش عارف يطول ليه الليكوود لان التربل بوينت بتاعته فوق عكس المياه المياه كده. هو عفكة ده هذه الدراعة لان دينها ادبق ايه هاتلاقي الوحد اتم في المياه هنا فهتلاقيه مرر بالسولد مرر بالليكوود يكمل على ال جاز فمرر بكله ليه لان التربل بوينت بتاعته تحت. يبقى ايه الاجابة ان التربل بوينت بتاعت ال CO2 اعلى من المياه. نورمال بويلنج بوينت ايه علاقتها بالمية؟ يعني درجة الغليان دعت الكحول ايه من المية اكتر ولا اقل ولا يساوي الكحول مادة متطيرة لابد ان تكونوا عارف كده مادة سهلة التطير فمجرد ما بسخن بيطيل بخارة على طول كتير وبتتبخر بسرعة يبقى تحتاج درجة الحرارة ايه؟ قول ايه لا يبقى نورمال بويلنج بوينت عاية درجة الغليان يعني الحرارة اللي محتاجها عشان تتبخر المية محتاجها اقل من المية يبقى ايه؟ طب البيبور بريشر اللي بيطلع يعني البخار اللي بيطلع من الالكوحول احنا قلنا مادة متطيرة يعني بيطلع بخار كتير يبقى اكتر من المية هاير تفقد تكون فهامك كاملة حالة واحدة اللي بيكون عندها ايه؟ بنربط العلاقه بين ايه؟ بيوتي طب البيبور بيكون عندها كان فيس بقى ثلاثة فايسكس بيكونوا موجودين في نفس اللحظة قد اكوليبريم قد اكوليبريم في حالة الايو داين السولد والليكويد لاين بيكون مائي ناحية اي مين ولا شمال ولا فين احفظها بم عاية ثلاثة حاجات الهوم لك المائة الوحيدة اتكرر بتاعه بتكون مائي لشمال الدراع ده هو اللي نكلم عنه في اي مادة ثانية بيكون مائي ليمين كده وقلنا ليه ان هنا دي بي دي تي بيكون سالبة يعني الميل ده سالب وهنا الميل موجب فعمل الانجل بوزتر مع الاكس اكسس مهم يعني في حالة الايو داين بقى دل عليه اني انا مفود عكس دول مكان بعض مهم يعني بيكون كده ويكون ابورد لفوق بيكون الدراع ده بصص لفوق دراع السولد والليكويد ده فانت حفظها بقى يبقى الايو داين بيكون اي ابورد بعد كده ناخد ثالث حالة من حالات المادة اللي احنا اشتغلنا عليهم احنا قلنا فيه جازس وليكويد وصلد هناخد بقى السولد هناخد اول جزئية فيها اللي هو جزئية على المسائل ايه اللي احنا مطلوب مننا نعرفه حاجات بسيطة جدا ايه هي ان انت اي شكل 3D اي مجسم هو عبارة عن ايه مجسم صلب عبارة عن كريستالات عبارة عن هياكل جنب بعضها جزء جنب جزء جنب ايه اي مجسم ايه اي قطعة هتشوفه في حياتك سولد صلبة هي عبارة عن لو عملت زوم كده انا في مجسم هذا وينترسز ويد 90 تانيه هتشوفه لكل من الشكل يا امجل وعندنا عدد البرم bring والرشكل ده كخ SL ايه مكعب ايه ايه مكعب مه sponsorship いうこと؟؟ يعني زره جنبها زره جنبها زره جنبها زره اربعة كمان فوقيهم وصلناهم ببعد احنا وهميا مع بعض وقالنا اه ده اسمه مكعب على بعض وكي بقى دي اسمه كيوبك كريستال لان الزرهات مترسه فوق بعضها ادي واحدة اي واحدة بقى وصلناهم ببعد وتخيل زي ما بيترسم على الكتب كده وتخيلنا ان شكلهم ايه شكلهم مكعب كيوبك فيبقى احنا عندنا 14 نوع اللي هندرسه الوحيد منهم 14 نوع للكريستال هي ادوى يوم بس النーいين بس سيال على شكل مكعب طيب عندنا الكريستال بقى على شكل مكعب هندرسها دي faena هكم منها كم نوع ؟ فيه كم برصته ممكن تتراسل الزرات جوه المكعب ده عشان اتكونه عندي ثل سيمبل كيوب يونتسل يونتسل يعني هو المكعب ده المكعب ده اللى هو وحدة وحدة بناء الجسم الصلو اسمها يونتسل فانا عندي واحدة اسماها series أو سينتر كيوب يونتسل هنعرف الل impacting aparthe buying time or body senter كيوب يونيت سي partiіл من المط otro الرامض تقدم ده الرمض هندريس احنا في المطالب كلي نواع من التلاتة دول لمنا تنسيات زره اكي ما تذكره تلات انواع بين الرس التلات مكعب اللي اrophy ما شاغمه اليه يفترضنا ذه الضرات داخل بعضها ليه قولونون جسم الصلوي اللي تشغال علي company هندرس ايه منه ان كل نوع من الثالثة دول نجيب له عدد زراته هل المكعب ده جوا كم زره ده جوا كم زره تاب المول الكامل جوا كم زره وجوا كم مكعب وهكذا هندرس كل ده عدد الزرات وهندرس نص قطر الزره هندرس نجيبه ازاي ادي اول حاجه هندرس بعد كده اول نوع اللي هو السيمبل كيوب يونت سيل عايزين نجيب النمبر واتومس شكله عامل ازاي انت عندك مكعب هنتخيله وهمي معانه هو فيه تمن زرات التمن زرات دول كل زره اولا هنفترض كده مع بعضنا من كل الزرات قد بعضها هنفترض افترض وهمي دلوقتي معانه ها فعند كل كورنر فيه زره ألي زره ولي زره ولي زره تحت ولي زره تحت ولي زره أربعة في الأرضية وربعة فوق حلو كده وكلهم يعتبر ايه شغلين المكعب كله فيه حدث بس فارغة في النص كده طيب عايزين نركز كيف حاجة لو انا قلت الزره اللي هي السنتر بتاعها هو الكورنر ده الجزء اللي جوه المكعب منها قد ايه منها تمنها بالظبط خد معلومة مني بقى تمنها ليه لو جيت تخيك يا شبكة السري دي مش كونيقول ان الشبكة دي بيتقسم لي الفراغ لتمن اقسام طيب لو انته خدت الجزء ده بس هو الجزء ده جزء ده كله يدا مستقفل كده ده كده ايه تم ابا ده انت عملته هنا بالظاب انت قسمت الكورة بالمستوى دي وخدت الجزء اللي جوا بس ادي الجزء ده الجزء ده كله ده بقى حت الشبكة الحجم اللي جوه المكعب بس ده تم صح كده طيب ولي فكونا هناك برضو مشاركة تم طيب و LE F Newsaman's current ولي هنا مشاركة تم ولي هنا مشاركة تم يبقى السقف فيه اربعة اتمن طيب والارضية اربعة اتمن زي hoy انا داخلها جو حيز المكعب هم 8 ثمانية يعني 8 ثمانية في ا Oswald زهد ترجم يتربطين� amiento الترجمة لي اوام ااتوم يعني لو قلت لك جمعنا اللي جو المكعب ده يتربطين تقول لي سوم Liu مانت يا .. مانا نعرف story عدد الزهد جوه لل Pandemie مانت كل نوع عدد الزهدrå عدد الزهدات جوه جachi كانت 1 princip حيث قد ترجمة Iron وخلاص مش حاجة ستة هي. هو بدلالة طول المكعب ده. في كل مادة لها يونة سيل معينة وكل يونة سيل لها طول معينة حسب المادة. ايه بقى الطول اللي هيدوني معطى في مسألة هو الطول ده. طول حرف اليونة سيل اللي هو مكعب ده اسمه يونة سيل. يقول لي مثلا ده اسمه ايه? يقول لي ان هوا اسمه ايه؟ ولي رقم. يعني هيدوني مثلا بخمسين بي كو متر. هي كذا. يدوني لي رقم يعني. عايز ان تبقى اجيب الريديس بدلالة ال ايه دي. انا انا من العملية هندسية بسطة جدا ده شكل تخيلي هو بس احنا بعد نظرات عم بعدها بس شوية او فيه اربعة فوق واربعة في الارضين ده شكل السيمبل كيوب يونت سيلو ايه بقى الشكل تخيلي هنبص من جنب منهم عشان نعرف نجيب الحزبة اللي هنعمها دلوقتي شونا قلنا طول حرف المكعب ايه اخدنا وجه منه طيب وقلنا ان داخل ثمن الكورة ثمن الاتوم جوه المكعب كل واحد داخل ثمنها يبقى الحتة دي السنتر وده اسمه الاتوم صح كده طب مش طول الضلع كله اسمه ايه وانا داخل معايا كل اتم لمسة تانية وبتشارك بار يبقى اثنين ار بيساوي الايه يبقى القاعدة بتقول ان ايه بتساوي اثنين ار هذه القاعدة يبقى الار لوحدها الاتوم في النوع ده من اليونت سيلو بالار بتساوي ايه على اثنين يعني طول حرف المكعب اللي انت تشغل عليه بتاع اليونت سيلو على اثنين هو هيديك مسألة ايه طب انت اسمه على اثنين تجيب الار اللي هي الريديس يعني الموضوع ابسط من اللي لازم في الدرس ده جدا ياه طيب بعد كده الفيس سنتر كيو يونت سيلو ادي اول نوع خلص النوع التاني بقى حاجة اسمها اللي فات اسمه سيمبل ده فيس سنتر كيو يونت سيلو كلمة فيس جيم ايه من وجه صح؟ فالاضافة اللي هنعملها ان احنا هنا عندنا على الاحرف تمانية زي اللي فاتت بالزبط وكل واحدة مشاركة بتومن حلو كده الفرق الجديد بقى اللي حصل ايه ان كل وجه من دول خلي بالك الزرات دي احنا عملنا صغيرة عشان بس ان الشكل بقى واضح انها هي زي اللي فات كبيرة كده وكلهم مسكين في بعض اللازقين في بعض يعني ممن احنا بعدناه بس ان بقى الصورة واضحة الجديد اللي حصل ايه ان احنا جينا على كل وجه ما هي اسمها فيس وحطينا زرة صندرناها عالوجه ده يعني خلينا نصها بر الوجه ونصها جوا المكعب يبقى وكده حطينا هنا كورة يعني ذرة في الأرضية زرة وفوق زرة فحطنا على الست اوجه. زرات كل زرات شاركت بنصها جوا المكعب ونصها براها. شخص ما يصبح عندي ايه بقى توتل الزرات اللي جوا المكعب؟ انا عايزة اقفى بقى المكعب بشوف اين اللي جواه. هلاقي عندي تمن تمن ثمان زي اللي فتت بالزبط بس اللي اضاف عليهم ستة اوجه كل واقي بنص يعني ستة بنص صح جدأ يديم ثلاث زرات. ففي تمن ثمان بيبقى بزرة يبقى التوتل اربعة ذرات. اربعة اتمز. يبقى انا عندي اربعة اتمز في النوع اللي اسمه فيس سنتر كيب يونتسل ادي او مطلوب على الاثناء. اننا هنعرف حقين. عدد الاتمز والريديس نجيبه ازاي. عدد الاتمز في فيس سنتر كيب يونتسل اربعة اتمز. احفظها بقى. دي سابتة ماناش رقب بتغير اي حاجة. طيب عايزين بقى نجيب علاقة بين الريديس نجيبه ازاي بدغلة الايه. انت طبعا تحفظها عشان تحل على طوب بعد كده. الار بتساوي ايه في جازة اثن منهم ونشتغل عليه. مش احنا قلنا في واحدة متسنترة في كل وجه ايه اهي. متسنترة في كل وجه. وفي اربعة الاطراف. احنا خلنا واحد بس نحسب الحزة بتاعيتنا. طيب ده ريديس ده ريديس. وده ريديس. كلهم قد بعض. ما احنا قلنا كل الزرادي اقد بعضها. يعني الكرة دي اقد الكرة دي اقد الكرة دي اقد الكرة دي كنهم قد بعض. وطول الحرف اسمه ايه? طول الحرف هو ايه لان اسمه ايه? عندك مثلسه. مثلس قائم الزور صح كده؟ يبقى اي سكوير من فيس اربعة R الكل سكوير يبقى دي 2S سكوير خد لها روت يساوي ربعة R يبقى جزر 2 روت S سكوير يعني ايه؟ بيساوي ربعة R يبقى ال R بتساوي ايه؟ F جزر 2 على الاربعة اثبتناها تحل بيبقى بعد كده عرطوبة من غير ما تعملها كل مرة يبقى ال R بتساوي F جزر 2 على الاربعة ده الان هو نوع لل Face Center Cube Units للنوع التاني عايز تحفظها البساطة الفيز ده مش لو هو الوجه والوجه فيه أين؟ يبقى جزر 2 اللي جاي بتاع اللي وراها النوع التالي شبهها بالملي ايه على الاربعة بس فوق بدل جزر 2 تبقى جزر 3 تحفظهم ازاي؟ زي ما قلت لك كده؟ الجزر 2 دي عشان الفيز فيه أين صحا كده بس فريل الحافظ مش قطع فهي A F جزر 2 على الاربعة والتاني A F جزتها على الاربعة النوع اللي جاي بس ما تسبحش الاحداث وتحفظناها اربعة Atoms طيب السمبل اللي فاتت كان 8-8 بس ما كانش فيه حاجات في كل وجه الbody center keep unit cell النوع التالت المتصف بتاع اليمتصف بتاع المكعب فيه في النص باضي فيه في النص soci فيه في النص Atom زيادة يعني فيه 8 Atom على الاطراف كل واحدة مشاركها بتم وفيه Atom كاملة متسامطرة في النص موجودة في منتصف الجزء حلو كده يبا كده 8-8 على الاطراف على كل كورنر واحدة كاملة في النص التمن تتمان بيشاركه بإيه؟ بزره واحدة ان كل واحدة بيشاركه بتم ثمن فتم 8-8 على بعض Veloc زره كاملة في النص يبقى عدد الاتومز التوتل اثنين اتومز. يبقى دي اول مطلوب عرفناه ان البادي سنتر بتشارك باثنين اتومز. طب القريريز تاعة روحة المقطع اللي بتجنب. احنا قلنا نحفظها. ايه في جازة تتاعة الاربعة? زي اللي فاتف بزلطة بس يفرين ان هناك جازة اثنين عشان نلفز في اعنين. هنا بقى تبقى جازة تتاعة احفظها. طب مش عايز تحفظها. ارسم الرسمة الجميلة دي. مش انت عندك واحدة في النص مع الاطراف تمن سرط. احنا ناخد بس اتنين منهم. هنوصل ايه? القطر دك. مش دي ار و دي ار و دي ار و دي ار. صح كده كلهم قد باع. والارضية دي. الطول ده ايه? طب احنا عايزين بقى الطول في الارضية. الطول اللي على الارضية. مش ده مسلس قائم? لو انت بتخيل ستري دي. ده شغل سانوي. طيب الدرع اللي على الارضية ده تقوله كامل. ايه في جزر اثنين. منفسة غرصة. طيب مش الدرع حتى نضلع القائم ده اسمه ايه؟ خد ده المسلط ده. واشتغل عليه? بقى على جنب كده لو اخدناك. هيبقى ضلع ايه في جزر اثنين? وضلع ايه هتيد ضلع ايه? وهي يدلع لوأ ايه جزر اثنين. الوطر اربعة ار. احل ده مع بعض. يطلع لك ان اربعة ار بتساوي جزر. ايه جزر اتنين تربيع يعني اتنين ايه تربيه. زائد ايه تربيه? يعني اربعة ار بتساوي جزر ثلاثة ايه? يعني الار بتساوي ايه? في جزر ثلاثة على اربعة. ولا ادوجه على دماغة بتحفزهش. احفز بعد كده معي. السيمبل. دهنا نحل بي. اول نوع خالص. كان اتم واحدة. والار بتساوي ايه على اثنين. الفيس. والنوشين. يبقى الار بتساوي ايه? في جزر اثنين على اربعة. وطبعا كم اتم? اربعة اتم. ليه اربعة اتم? استخير على طول المنظر. فيس يبقى في كل وجه في ايه? في زرر. مش شركة بنص. يبقى نص بستة بتلاتة في دماغة كله. وثمان تثمان سبتين يبقى ايه? واحد مع الثلاثة يبقى اربعة. يعني عطوب كل ده بي. بروسس تحصى في دماغة كده. البادي. اخر نوع خالص. اثنين اتمز. ليه اثنين اتمز? يعني بادي يعني واحدة متسانطرة في النص. وفيه ثمان تثماني يبقى اثنين اتمز. والار. قلنا شبال اللي فوق بالزلط. بس تفرق ان ايه? في جزر التلاتة على الاربعة. ليه مش جزر اثنين? لان الفيس هو اللي في يعني. بس كده. ده باختصار التلات انواع يعني احفز بقى وحل عبطو. دي حاجات بتيجي في المسائل برضو. يعني دي افكار حل مش اكتر. الفوليوم اوف يونت سيل. يعني اليونت سيل المكعب ده. عايزين نجيب الفوليوم بتاعه. الفوليوم بتاعه براعين. مش رح نقول طول حرفه ايه? يبقى حجم المكعب ايه? ايه تكعيب? لو يدي في المسائل يقولك اليونت سيل نفسها هاتل الفوليوم متاعه انسى كل الفاتمة ويبقى ايه تكعيب. هيديك هوا الايه في المسائلة. الايدي اهم مواطق. الايدي تبقى اسمها ايه? يقولك الـ edge of the cube. او the of the unit سيل او اي حاجة الحفه او طول الحفه. وساحب نسميها الـ dimension او الابعاد البعد بتاع اليونت سيل اسمه edge اسمه ايه? هو الرقم اللي يدولك. يدولك غالبا بالبيكو متر. البيكو متر عشرة قصة عشان تحولها للمتر. طب عشان تحولها للسنتيمتر بندرف عشرة قصة طلب عشرة. احفظها عشان تحول للسنتيمتر. ولو عشان تحول للمتر. غالي ما بتحولش المتر خلص بنحاول للسنتيمتر على طول. يعني ده اغلى من ما زي. طب الفوليوم اف وان مول بقى. ده اللي فادة كله. هقول لك حاجة. بصوا كده. الان اتومز بتديني ايه تكعيد. والعرض افو جادرو بتديني فيه اللعبكة دي. لو انا افترطت انا هشتغل على النقل اللي هو بتاع الفيس انتر. حلو كده الفيس. الفيس كان فيها كم زر? اربعة. صح كده? مش كل اربعة اتومز عبارة عن واحد مكعب يعني عبارة عن يونة سيل يبقى اربعة. فقط مكان الان دي اربعة اتومز. مكانها اي رقم حسب بقى نوعي خليلي انت شغل عليك. لا كل اربعة اتومز انا بكلم نفسه كل اربعة اتومز بيدوني ايه تكعيد ايه تكعيد دي يعني بيشغله حجم مكعب حجم يونة سيل واحدة كل اربعة اتومز موجودين جوه حجم مكعب. انا هحط هنا الحجوم وهنا عدد الزرات يبقى كل مول بعدد زراته بيشغل ايه بيديني هنا بيمول. يعني لو انت عايز تجيب الحجم اللي بيشغله مول من الزرات. حط الرفرنس بتاعك الحجم اللي بيشغله عدد انتخافزه من الزرات. احنا عارفين ان كل اربعة اتوم بيشغله حجم يونة سيل اللي هي ايه تكعيد. يبقى عدد كزا من الزرات اللي هو عدد ابو جادرو لان كل مول جوه عدد ابو جادرو من الزرات بيشغل ايه. يبقى الرقم اللي يطلع معك هنا هو الحجم اللي بيشغله عدد ابو جادرو من الزرات او فبيجعله 1 مول إحفظاً كده 1 مول من أي حاجة هو الرقم ده من الحاجة دي 1 مول من البناstandين هو 23 من ألف 20 أو 23 بني أدام التى كلمة مول معنية من الزرات يبقى يبقى الرقم ظ Naturaa حجم تنسل يبقى 1 مول او عدد من الزرات بين الزرات بيجعل كامي بيجعل حجم 1 مول مثل why اللي يخرجه sur c consommation اضعه نجって nationale ساهم ايه تكعيد تشغل واحد ديونت سلب يبقى ساعتها عدد افو جادر اللي هو ان ايه هيشغل ايه هيشغل ايه هيشغل اللي هي حجم واحد مول تقوم جايب دي طب في الفيس سيمتر محادث هنا اربعة طب في البادي سيمتر محادث هنا اثنين حسب انت خفزته بقى انت قلنا السيمبل واحد اتم الفيس عشان في الاول لو فاكر كابتطلع اربعة اتم البادي كابتطلع اتنين اتم حفظه من الثلاثة بعد اتم اخر حتة خالص حاجة اسمها الابي اف يعني الابي اف الات اتميك باكنج فاكتور هييجي قلل قلتي للات puta فاكتور كلمة كابتطلع اعني تعليل او شع frontier ايجه كهان ده؟ انا جوه المكعب مكنش كله زرات ان كان هنا زراء وهنا زراء وهنا زراء وهنا زراء وسكن كان في حتة فضية في النص صح كده? اجب انت خيأت منظر في الحتة ف Canton ما بين سيمتر فالاماكن الاماكن المشغولة هي ال speaking factor الاماكن اولى kaçربه يقال لك ابجد نسبة الحتة المشغولة في المكعب يعني يقول للمكعب اللي مجهول فيه كان في المية اللي مليان ز كم في المئة الزرات شغلة جو وقت ايه كان في المئة؟ طب ده معناية ان انا هقسم حجم الزرات شغلة على حجم الكل يعني ايه حجم الزرات شغلة؟ V atoms على V بتاع المكعب ككل الحجم الزرات شغلة هو الحتة دي والحتة دي والحتة دي هنعرف هنجيبها ازاي على الحجم الكل تاع ال V unit cell ال unit cell كمكعب يعني ال space النسبة دي تروحها من الواحد مش انت لو ترعت معك مثلا الزرات شغلة سبعين في المئة يبقى ال space كام 30 عملت ايه؟ رحت واحد نقص الرقم ده 30 على مية واحد نقص 30 على مية يديك 30 عالمي صح كده فال space هو واحد نقص ال ABF ال ABF دي او ال Atomic Backing Factor هو النسبة بتاعة الاشغلات النسبة المشغولة بالزرات نسبة الانشغال جوه المكعب نجيبها ازاي؟ نقسم V جزي على V كلي الجزي بزرات على V unit cell ككل طيب اخر حاجة density عبارة عن Mural mass على Mural Recalling يعني الكثافة بتسوي كتلة على الحجم او كتلة مولية على الحجم المولي كتلة مولة على حجم مولة كتلة اي حاجة على حجم نفس الحاجة بيدلك الكثافة بتاعتها كتلة على حجم كلبه على حمر بس كده بعد كما سائل الشيط بيقول لي نيكل كريستالات نيكل مادة النيكل موجودة في صورة A face center the cube unit cell يعني ايه اللي النوع هو ال edge بكام بتاعت الكيوب نفسه بتاعة ال unit cell اللي هي ال A ب 352 بي كوميتر هات يبقى كده على طول على جنب يبقى ال A بتسوي 352 بي كوميتر عايز حوالي للسانتي بقى اضرب في عشرة وسالب عشرة والسانتيمتر لان احنا لو اضربنا في عشرة وسالب عشرة حوالي للسانتيمتر احفظ بقى دي يبقى دي على جنب ايه نقول هات number of unit cells بالروح عايز عدد المكعبات اللي موجودة في مول واحد اسأل نفس ايه الرفرنس اللي معي ان في ال face center كل اربعة اتم كل اربعة اتمز بيدوني واحد unit cell بيدوني واحد مكعب صح كده كل اربعة اتمز موجودين جوا مكعب دي محفوظة الفيس انترد قلنا في كل وجه زرة مشاركة في نصها يعني نص في ستة تلاتة وفيه ثمانت ثمانية يبقى اربعة محفوظة طيب اهو بقى عايز ايه هات عددهم في مول واحد طيب يبقى حط تحت الزرات الزرات الموجودة في مول واحد يبقى ستة و تلاتة وعشرين في عشرة و تلاتة وعشرين زرة بيدوني ايه بيدوني كام يوند سل لكل مول صح كده عملنا را اليش او متحب تلاتة رلائشت massage PRIV every drink انا معارف ان الأربعة اتم بيدوني واحد تلي واحد يوند سل يبقى العدد من الزرات اللي philosophical مول يعني ه الرقم اليطلع ده هو عدد يوند because we have Chris الزرات كل مول بيضع صح كده我們配 الزرات و القي路 والما Ex 허 الرقم اللي يطلع معاك هو واحد بوينت خمسة زيرو خمسة فعشرة فستراتة وعشرين يونت سيل بالبديهة جدا اصلا يعني انت لو جدت خيالت ده المولة هو جواية زرات كثيرة قوي بالعدد ده كل اربعة مكونين يونت سيل كل اربعة مكونين يونت سيل وهكذا يبقى العدد ده كله لقسنته على اربعة هيدي لك عدد المربعات الكبيرة شوية دي يعني كل مربع من دول جواهة مربعات صغارين انا قلت لك المربعات الصغار خارص دي الرقم ده ستة وتراتة وعشرين في عشر وسترات에 وعشرين انا عايز بقى المربعات الكبيرة يبقى السم على اربعة هيديك الرقم ده فهو ده البساطة اللي احنا عملناها دي طالب انا بواحد بوينت تنين واحدة اللي ذلك في عزرة على الفيسة ثانية بس ايه سنتيمتر لانك حطت البي حطت الايه بالسنتيمتر لانك ضارف عشرة الصليب عشرة لو كنت ضارف عشرة الصليب تنشر في انتعلك الناتج بالمتر ولا اهم هاتل في بتاعتين مول يبقى عايزين نعمل ايه نعمل فيها حجم يبقى نقول ان كل اربعة اتمز بيشغله واحد يونت سلي يعني بيشغله حجم ايه حجم مكعب يعني بيشغله ايه تكعيد يبقى عدد افو جادرو هو بيقول لي هات الحجم بتاع المول واحد يبقى نحط عدد ذرات مول واحد يبقى عدد ابو جادرو بيشغل قديم بيشغل حجم مول واحد صح كده انت عايز ده يبقى ابدأ عدد ده طب الايه معاك ايوا يبقى اضرب عدد افو جادرو في ايه تكعيب على الاربعة طالب على كده الكتلة المولر ماس بتاعت النيكة ومدين الدنسيتي مش الدنسيتي بتتوى مولر ماس عن فليوم بتاع المول برضو كتلة مول على حجم مول قلنا كتلة اي حاجة على الحجم نفس الحاجة بيديك الدينستي. طيب انت معاك دي. وطالب المولر ماس. وميدي لك ايه? الدي مول. ده لي فين? ما نلسه جايك. اهي فايت. طيب لسه جايبين في الخطوة اللي قبلها. يبقى ارجع خطي عوض بهنا اهو. اضرب ده ده. يطلع لك المولر ماس بـ 58 و 17. طب الدي مول كان طبعا كان بستة بوينت خمسة ثفتة. عشان بس نبقى عارفين لو حد بيحلي. اه كريستالات صوديوم. ايه من دهاني تحت المكعب بتاع يونت سيل 430 ديكو متر. والدنستي كزا. الاتوم كويت بتاعي الصوديوم 23. الكتلة الزرية بتاعته 23. اقول لي كام اتوم موجودة في كل يونت سيل. يعني كده بسألني ايه نوع اليونت سيلز اللي بيكون موجود فيها الصوديوم. يعني لو جدت قطعة صوديوم. الجزئة الكريستالات اللي جهة بتبقى نوعها ايه? هو ده اللي طالبوا مني. مديني دنستي. اكتب. اقول له بتساوي على البي مول. حط اللي معاك. او بوينت تسعة ستة تلاتة. خلي باك في الوحدات جرام لكل سنتيمتر مكعب. يراد ما ان الفوق البي مول هنا هتطلع بلايه? بالسنتيمتر مكعب. واللي فوق هيكون بالجرام. طب اللي فوق بالجرام بيساوي كام? تلاتة وعشرين. اللي تحت انا عايز اعرف. صح يا كده? مدينة الوحيدة اسم دعرة ده. طبعت البي مول برقم. ايه اللي هيفدني في البي مول ده بقى? هو بيقول لي هاتلي. كم اتم موجودة فيها? يبقى قل له. عدد الاتم اللي انا عايزة? اه اتمز ان اتمز هي بتشغل واحد يونت سل. يعني بتشغل ايه? بتشغل ايه تكايف? واحد يونت سل. اي يونت سل في الدنيا ايه تكايف حجمها? يبقى عدد افو جادرو. هيجغل ايه? هيجغل حجم مول اللي انت اسا جايبه. شفت التسلسط على المسألة ببقى جميل ازاي? يبقى خده حطه هنا. ده معاك. ده معاك. ده معاك لانهم اديك الايه فوق بربعمائة وتلاتين. نقصك ايه بالايه? الان. اتلعت الان سبحان الله باتنين اتمز. يبقى كل يونت سل كل اتنين اتمز بيشغلوا واحد يونت سل. يبقى الواحد يونت سل جواه ايه? جواهاتين اتمز. ده نوعه ايه? اسمه بادي. سنترد كيوب يونت سل. يبقى عرفت النوع وعرفت عدد الزرات هو ده اللي كانت طالبهات للزرات اللي موجودة في كل يونت سل. بس وعرف نوعها. نحن سألة سهلة جدا ايه? البوتاسيوم كريستالات بوتاسيوم موجودة في نوع بتاع كريستالات اسمه بادي سنترد كيوب. يبقى عطلتوا معا جنب كده المتخيل انها اتنين اتمز. والارب بتاعتها دي ما فهاش فيس. يبقى ايه? قلنا ديمانشنز معناها ايه? الايه بتاعت المكعب اللي هيقول لك علي بقى ايه ناكل نوع المكعب. بس ايه بتاعت المكعب اللي بيحوي اتنين مول. يعني قل لك ايه انت عندك او مكعب شغير اسمهينة سل. وكمين مكعب تاعتين. كون لي بقى اتنين مول كاملين. وقل لي المكعب لهانتوك ده ايه بتاعته كان. يعني طول حفيته كان. ابا نعمل ايه في الحوار ده? هقول لك انا تعمليه. شغل دماغا كده عايزين نجيب حجم المكعب الكبير. ولو جبناه ناخد جزر التكعيب. جبناه بتاعته صح كده. يبقى احنا عايزين حجم اتنين مول. خلصت لو انت فهمت الفكرة ده هتعفت حالي. يبقى نجيب الريفرنس. الريفرنس اللي معنا ان ده نوع بادي سنتر. يبقى يبقى اتنين اتم. كل اتنين اتم بيشغلوا حجم واحد يونت سل يعني ايه تكعيب. ايه تكعيب تكلم نفسك. اتنين اتم بيشغلوا حجم يونت سل يبقى تنين مول هيشغلوا ايه? حجم تنين مول. ده اللي انا عايز. جبت ده لان ايه معايق? او من ده لك فوق بكم بخمسمة اربعة عشرين. عوض. اطلع لك الريفرنس بالرقم. انت كده جبته. ايه اللي انت استفدت بقى? الرقم اتنين معاك ده خد جزر التكعيب دي. ايه ايه اللي الفي دي? ده بتاعت المكعب الكبير. ده حجم المكعب الكبير. طب انا عايز الايه. يعني عايز طول حفيته. ايه باخد جزر التكعيب. لان ده ايه وده ايه. وفيه بوعد تالت ايه برضه. عشان نجديك مكعب. هاقص تخيالك كده موضوع. مكعب الكبير اللي جبه اتنين مول ده. خدنا جرسة كده عشان نجيب الايه دي. اللي طلع معاك هيطلع باربعة 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 اثنين خمسة. هو ده الايه بتاعت المكعب الكبير. مع shaded by the distance from center and any center of corner of Unit Sel. يعني ايه? وش دي ها نوع body center حلو? إرسل مكعب كده على جنب. متخيال الشكل كناقين لكن فيه كرة في النصف. وكرتين على الاطراف. وكل طرف في برضو كرة وهي كده. بس مو من ان الشكل بتاعها كان كده ان ال body كانت ساميه عشان فيه كنا نقول ده ريدياس. وده ريدياس. وده برده. وده رايديس. وده رايديس. ادي كورنر هو بقى عايز مسافة بين السينتر واي كورنر من الكورنرات. طيب ما هي اي كورنر ايه؟ يبقى المسافة اللي هو طالبة ايه؟ اتنين أر. يعني يمكنني بقولك الدستانس اللي طالبة دي هي اتنين أر. طيب الار بجان ما احنا قائلين. ده مش فيس يعني ما فاش جازر اتنين. يقى فيها جازر تلاتة. يبقى اتنين في الار. بغبرة عن ايه؟ في جزر الثلاثة على الاربعة. معاكل ايه؟ ايو اجبت الدستنس اللي هو طالب. هو ده الدستنس كلها على بعضها. بتطلع عبر اربعة بوينت خمسة ثلاثة في عشرة ثلاثة ثمانية. بعد كده بيقول لي البوتاسيوم كريستلات البوتاسيوم اللي موجودة في صورة بضي سنتر دي جيوب يونت سيل يبقى اثنين اتم. انا ما تكملش اثنين اتم. والار دي مش فيس. يبقى ايه؟ في جزر الثلاثة على الاربعة. بيقول لي لو الاكس هي الفي اتمز ان يونت سيل والواي هي الفي بتاتل يونت سيل نفسها. انا ما تكملش. بروحه كده بيقول لك الاكس ده يعبر عن حجم الزرات اللي في يونت سيل واحدة. والواي هي حجم يونت سيل نفسها. قالت لي بقى نسبة الفراغ ده. يعني بقى ان ديك مكعب كده. وفي زرات جواه. حلو؟ على حسب بقى نوع الشكل. قال لك نوع في السنتر ده في واحدة في النص. وتمانية على الاطراف. في حتة في النص فاضية. هو عايز نسبة الفراغ ده. عايز الفراغ ده بيمثل قد ايه من المكعب ككل. فهنعملها ازاي دي. هنجيب نسبة الحتة اللي مليانة. وبعدين يترحها من الحجم من واحد. هيدي لك نسبة الحتة الفاضية. صح كده؟ ده ما احنا قلنا في ال اي بي اف. يبقى احنا عايزين نجيب ال اي بي اف. هنقول ايه؟ نقسم حجم الزرات اللي هو الحجم المشغل على حجم الكل. دي بتاعت اليونت سيل. يو اس. يو سي. طب البيت احنا عندي كم اتوم اصلا في ال بادي سنتر. عندي اتنين اتوم. يبقى انا احط في البسط حجم اتنين اتوم. الاتوم عبارة عن ايه؟ عن كورة. يبقى اتنين في حجم كورة. اربعة تلاتة. تكعيب. على حجم اليونت سيل ككل. ايه تكعيب؟ ما هي اليونت سيلة عبارة عن المكعب ككل. ايه تكعيب؟ يبقى النسبة اللي تطلع دي هي نسبة ال اي بي اف او الاشغلات. نسبة الحتة المشغولة. اطرحها من واحد يجيب اللي نسبة الحتة لايه؟ الفاضي اللي هو طالب. طب الارض يتعرف سيلة؟ ده نوعها فيس ولا لا؟ لو مش فيس ما تحطش جازر اتنين. لا دي بادي. خط جازر تلاتة. اتنين في اربعة تلاتة باي. افتح فوص. خط بقى ايه؟ في جازر تلاتة على الاربعة الكل تكعيب. يعني شلنا الارب وحطنا قيمتها على ايه تكعيب؟ ايه الميزة هنا ان هو مش فيديك ال ايه اصلا. فاليه؟ لانها هتتكعيب هتتكعيب مع ايه تكعيب؟ يتفضلك ان النسبة هي اتنين. اربعة تلاتة. في باي. في جازر تلاتة على اربعة الكل تكعيب. تطلع كل ده. دي ال اي بي اف. يعني دي النسبة اللي مشغولة. يعني انت شاغل يعني الزرات شاغلة من المكعب تمانية سستين في المية. تمانية سستين على مية تمانية سستين في المية. يبقى الفراغ كام؟ اتنين وثلاثين في المية او اتنين وثلاثين من مية. ده اللي هو طلبه في مسألة. مضوع بسيط ابسط من اللاسم. هات عدد النمبر اوف يونت سيلبر وان مول في الفيس سنترد كيوب يونت سيلبر. يعني عايدين عدد المكعبات الصغيرة اللي موجودة في مول كامل من النوع الايه؟ حط الرفرنس. ايه الفيس سنترد؟ يعني اربعة اتم يشغلون ايه؟ واحد يونت سيلبر. كل اربعة اتم موجودين في واحد يونت سيلبر. يبقى انا عندي هنا بقى المول الواحد فيه كم زرة؟ ستة؟ ايه عدد ابو جادر؟ بيشغله كام يونت سيل داف ده على ده؟ جيتنا لك العدد تلاقي ايه؟ العدد ده على اربعة. هيكون جايلة في الاختراف بقى العدد ده على اربعة ولا على خمسة ولا عمش عالف ايه؟ انت فهمت الفكرة. هات الاتوميك باكينج فكتوري يعني هات الابي اف للفيس سنترد كيوب يونت سيلبر. ببساطة يعني ايه الابي اف دي يعني نسبة الاشغالات. يبقى هتقسم الابي اف هاي؟ هنقول بتساوي. حجم الزرات على الحجم الكلي. حجم الزرات كم زرة هم اربعة؟ يبقى اربعة فحجم اربعة زرات يعني اربعة في حجم الزرة الوحدة. اللي هي اربعة على تلاتة باي ار تكعيب لانها زرة عبارة عن كرة. ار تكعيب على الحجم كل اللي هو اي تكعيب اللي هو حجم المكعب. تعفشي الار هل دي فيس؟ اه اي بحط جزر اثنين. يعني بتساوي اربعة. اربعة تلاتة باي. افتح فوص. ايف جزر اثنين على اربعة كل تكعيب على اي تكعيب. عمر ما يديك الاي لانها تتكنسي. فضلك ان النسبة هي اربعة. اربعة تلاتة باي. حسابها انت طبع. في جزر اثنين على اربعة كل تكعيب. يطلع النسبة هي سبعة واربعين من مية او سبعة واربعين في المية. اللي سبيس هو عبارة عن ستة وعشرين وهكذا. اللي يطلبه منك بقى طلبه. وكده بالشيط خلص. نكمل بقى ان شاء الله. مع كده الشابتر سريع. احنا كده خلصنا شابتر تو. وحللنا عليه نفس الكلام. حللنا عليه الجزء بتاع المسائل. اجزاء النظري او كده موجودة برضو لسا عنكمل يعني. شابتر الثلاثة بيتكلم عن حاجة اسمها اللويز. اللويز اللي هي ايه? اللي هي السباك. السباكة تعريفة بشكل بسيط جدا. ان انا عندي حاجتين او اكتر. عنصرين او اكتر. دم اكتبه مع بعض. اعين يكون نوع الدمج. هنعرف لسا دقتي. واحد منهم شرط ان يكون واحد على اقل منهم ايه? اه متر. لابد ما ان يكون واحد منهم على اقل معدل. ايه السباكة اللي خليني نعمل حاجة زي كده? ان انا زود الصلابة زيان بحط كربون على الحديد. الحديد النقية. البيور ايرن. لابد ما نحط ايه كربون عشان يتحول لحديد صلب ويبقى يصلح للبناء وجده ايه الا هو فواب ايطاري جده. حاجة لينا ايه. اه وان انا اقلل الملتنج بوينت لو جبت حاجة زي الدهب. فانا ايه اللي سبني خليني نحط عين حياس هادة لا عايزة بوز الدهب لأ عشان عارف اسيح الدهب بسهولة ويوفر علينا نفسي طاقة اللي بستقلن في مصانعه. ففي اهدفنا ان احنا نزود الصلابة وفي نفس طاقة نقلل الملتنج بوينت درجة الزوبان او الامسهار. اه وان احنا هنزود مقاومة الصدق. سعب بحط مواد تمنع او تتقلل الصدق. زي ما احد نعمل في سباك البرونز والزيها. الطريقة اللي بنام بيها حاجة زي كده هي حاجة اسمها المايكروسكوبك او من الثيرمل. دي طريقة مش نعم بيها الالويز. دي طريقة نكشف بيها عن الالويز. نعجب بيها الالويز دي متكونة من ايه. او نحنا نعمل حاجات ما لعمل بميكروسكوب لعمل بالثيرمل والتحليل الكيميائي والتحليل الحراري. اللي هما بالإكس ريز بأساعة الاكس. اه انواع الالويز اللي عندنا. عندنا صوليد سوليوشن اللوي. اه ويوتكتك اللوي. وانتر متالك. تلات انواع هنعرف كل واحد منهم على حدة. قد من يعرفهم بقى ان نعرف حاجة اسمها ايه? الفيزا جرام. دخدناه في شابتر 2. ومر علينا في الشرح اللي هو مسائل الفيزا جرام. بس ساعتها قلت ايه قلت ان اجيله دلوقتي. يعني ساعتها دلوقتي قلت ان اجيله دلوقتي عشان يبقى ايه? مع الجزء بتاع الشابتر ثلاثة. هو كلهم نفس الفكرة بالظبط. ايه هي الفكرة البساطة? انك بتمثل هناك في شابتر توكن يمثل علاقة بها بي والتي. فكان بيتعادنى كيرف بالمنظر اللي قدامك ده. ده كيرف مسبت عمليا يعني بالتجربة. كواس كده. هنا جزء الليكويد كل المنطقة دي الليكويد المحصولة بين الكيرفين دول. وكل المنطقة دي سولد وكل المنطقة دي جاز يعني اي نقطة موجودة داخل الريجين من دول فهي لإما سولد لإما جاز. لو ترك نقطة هنا هتقول لي دي نقطة دي حالتها الليكويد. يعني يه النقطة الهنا دي? يعني عند الضغط الفلاني ودرج الحرارة فهلو شوفت ربطت العلاقة بينهم ازاي بنقطة. النقطة دي حالتها لكويد. يعني عند الضغط ده والحرارة ديها كون لكويد. فبلا نقول طب كل كيرف نفسه بيبقى عباره عن ايه هو الحلل فصله هو الديناميك اكوليبريا يعني لو جيت اقولك الليكود علاقة بالسولد ان انا ممكن اعمل للسولد ممكن اعمل للليكود فريزنج اعمله تجميه في تحاول للسولد يبقى الكيرف ده الخط اللي وصل منهم ده اسمه فريزن كيرو هو الكيرو تاع الفريزن تاع التجمع يبقى انتر وعاى انتر وعيز التفريسنج بويند حالو تيجي من عند الدخل انت عايزه وتمشي تمشي تمشي تقوم نازل عالارضيه تحت تجيب درجة حرارته التجمع طبعا عايز التفريزن جويند تجي عند ابتده ان تمشي 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 تقطع الخطة وذهب في تنزل تحت تجيب درجة الحرارة منع الاكس اكسس بتاعت الى ايه ايه النورمال فريزنج بوين دلك اليكود والدعيز اعمل منهم ايه يبقى كيرف ده اسمه كيرف الضغط البخار الجاز والسولد قدر عمل تساني يبقى كيرف ده اسمه نفس الكلام محتاج عند واحد اتم محتاج يبقى او ماشي ماشي او نورمال بويلين بوينت اجي هنا او منازل نفس الكلام عند السبليميشن كله اللي انت عايز بالظبط طب ليه ده ميل شمال هنعرف ده قدامي بس هقولك ليس عايتا لان ده دي بي دي تي هنا سالبة لان الكيرف زدت على المية كيرف المية هو كيرف الوحيد اللي بيكون الدراع ده اميل شمال كده في كل الكيرفات البقية اي سائل او اي مادة تانية بيقى ميل كده ليه ميل كده عشان كان الاسلوب بتاعه نيجاتيب لان الدي بي دي تي سالبة زي ما قلنا في كليبريان اكويجن لو انت فاكر ايه نبدأ ناخد ثلاث انواع بتاع الالويز اللي قلنا عليهم نظرة سريعة على كل واحد فيهم وازاي هنمثله على الفيزة يا جرام الفيزة يا جرام اللي خいدا حاجة واللي جاي ده او حاجة ثانية في الليكويد وفي الصولي يعني كنت جبت كوباية كده إناء وحطيت في المادتين دول وهما الليكويد هي مختلطين بعض اختلاط تام دايبين في بعض لما جمدهم التجميدة بتاعتهم هتبقى برضو مختلطة مش طعف تميزهم في موادة تانية لأ ساعة بتلاقي الرخام كده تلاقي حتة عليه وهو صلب تلاقي حتة عليه مقبين اكلني ايه دي مادة ودي مادة تانية لأ ده مختلطين بعض في الليكويد وفي الصولي يبقى الصولي solution بيقى soliable in liquid طيب ليه نوعين sub-stitutional و inter-stational من اسمهم sub-stitutional جاي من تعويض او استبدال فالسباكي الاستبدالية اللي خلناها في سنو إن بنحط بنجيب مادة اسمها ايه نشيل منها بعض الزرات ونحط مكانها زرات قدها بالظبط في الصيز اسمها الساكند متل يبقى الأولين يسمى parent متل والتاني يسمى الساكند متل أو parent substance والتانية يعني مادة سونائية حطنا بعض جزيئاتها بين جزيئات المادة الأولينية فعملنا سابيكة اسمها سابيكة استبدالية دي طريق التكمين السابيكة طب الفرقة بينها بين السابيكة بينها برضو بجيب جزيئات مادة وحطها بين جزيئات المادة الأولينية بس بتكون اللي انا حطتها دي اللي في النص بينها دي انتر شفت انتر في النص بينية بتكون اصغر فبتعمل روابط قويا بينها خدنا الكلام ده في سنة يبقى لها نوعية inter-stational طيب الكيرف بتاعها على طول الفوق بيبقى liquid الجزء اللي فوق ده مولتنستيت او liquid state كل اللي فوق ده اسمه ايه? liquid طول ما انت بتنزل من الليكود ده هتفضل liquid لحد ما تصل الى الكيرف الاولاني اللي فوق ده الكيرف ده ساعتها هتفضل تخش في منطقة يظهر فيك شوية سلد طب هو اصلا ايه تعريف الفريزنج ايه تعريف ان انا يحصل الفريزنج ان انا يظهر شوية سلد مش شرط تحول كله للسلد لا يظهر شوية سلد ابقى في حالة dynamic equilibrium وده بتحصل عند البداية تم الكيرف ده يبقى كيرف ده اسمه الفريزنج كيرف هفضل ماشي ماشي طول المنطقة دي ما بين الكيرفين طول المنطقة دي اسمها بيكون الليكود موجود مع السلد نفس الوقت يعني بيكون فيه liquid وفيه سلد لحد ما وصل الكيرف اللي تحت ساعتها كل الليكود بيكون تحول لسلد يبقى كيرف اللي تحت اسمه ايه? هنعرف فضلات اسمه ايه لانه وانت نزل مفهم مش طعف تحدد هو كيرف اللي عنده وتحولت كل اللي تسلد بس قدر اسميه ايه اطلع من تحت انا كنت سلد 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 فضلت ماشي امت بدأ يظهر liquid وهو امت اصلا بيظهر liquid لما يحصل لي عملية ايه؟ ميلتنج يبقى كيرف ده هو كيرف الميلتنج ممكن تمشي من فوق وتمشي من تحت تخيل اي مادة معيك انا عندي مادة في المنطقة دي افضل ماشي ماشي لسه سلد سلد اول ان بدأ يظهر liquid كان في المنطقة دي كان الكيرف ده هو منطقة ظهور الليكويد اللي هي منطقة الميلتنج الزوبانية و الى فوق كنت نازل من فوق لحد ان بدأ يظهر solid بدي منطقة ايه؟ الفريزنج يبدأ كيرف الفريزنج وده كيرف الميلتنج لو جد اسألك انه درج حرارته اكتر ما يحرر على الرأس انه حرارته اكتر على طول الفريزنج اكتر دائما من الميلتنج الفريزنج على طول اكتر من ميلتنج او ميلتنج اقال من هذا كان ساعت فالنمتر ليه الصريق الاونيه كل واحدة اليها داسم محفوظه هي رسمته كده على طول بتعره بتاع مهاجه ازاي حاجه اثاني لو قلتلك الناس فيه اذن كده اول اما وصل هنا بدأ يظهر صوليد قلتلك قادت له تركيب ذلك تقول لي الصوليد ده هقوميش كده تك 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 لحد مقطع الكيرف التاني ليه الكيرف الى منه للصوليد الى وشه للصوليد دا بيجيب لتركيب الصوليد احفظها قعدة والكيرف اللي وشه للليكويد بيجي لتركيب الليكويد يعني ايه الكلام ده؟ انا نزل بمادة مفوقه هنا لمست كيرف الليكويد حوت 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 لحده ما تنبس كيرف السولد انزل على الارضية الحته اللي جدتها تحت دي هي التركيب بتاعي يعني يبقى الـ X-axis هنا اصلا مفوش حاجه غير ايه تركيبات يعني يقولك كيرف ده مثلا مجلوط العاقة بين الNI والCU فيبقى اللحظة دي كان معي 80% NI و 20% CU هو ده التركيب بتاع المادة اللي مفصلت مني هنا انا كنت لود دخلت هنا بدأ يظهر شوية سولد تركيب السولد ده هو ده السولد اللي ظهر عبارة عن 80% NI و 20% الحاس يبقى التدريب كله على الـ X-axis عبارة عن نسب انما على الـ X-axis درجات حرارة فيلمت الفكرة طيب يبقى الكيرف ده بتاع السولد وكيرف ده بتاع الليكويد طب انا طالع من تحت حلو وصلت للمنطقة دي ظهر بدأ اجر شوية الليكويد ايه تركيب الليكويد امشي شمال لحد ما تقطع كيرف الليكويد الكيرف اللي انت قطعته من الليكويد ده انزل بقى على الارضية تاني هتجيب التركيب بتاعه يبقى تركيب الليكويد اللي ظهر معك هو مثلا 90% CU و 10% NI و هكذا النوع التالت يبقى ديه اليوتيكتك كلمة اليوتيكتك معناها ايه حاجة سهلة الانصار يعني اللي فاتده خلاص صلود سولوشن الشيطان الثاني امنا نخشها بقى كان هالئوتيكتك اللوي كان هالئيف سهلة الانصار ترجمة الحرفية و ايه فاتدام فهنا ما ام با��은 الفاتدة امتدا ان When einz Leslie absolut in the liquid هنا لأ امتدا احنا سولية بي حتة واحدة بس في الليكويد tool miss liquid المادتين مختلطين بعد اخطرات كلام يمكننا ان تọiSM بيتعاملك انهم ماده واحدة طيب لما يبقوا respects结ل لا بي startups ولا بت launcher المادذين مش مال صحراتين من بعض ولا يكان savvy المادة اللي مش سولي يا بولف بعض دي يعني وهي سولد تبقى اسمها ايو تيك 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 يعني مادة صلبة بس ايه سهلة الانصار وبيبقوا غالبا بيبقوا الى ايو تيك 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 عبارة عن مادتين جواب بعض هقول لك الآن ازاي الكرة بتاعه منظره ازاي هو منظر ده السبعة دي وبيقى فيه خط كده هوريزنتل وفيه خط فرتجل تحتيه فيه نقطة التلاقي هنا هقول لك ده كل ده معنى ايه بلق بس الفكرة في ايه بقى وانت نازل مش كل المرات هتتحول لنفس السولد زي فوق يعني فوق هتتحول لسولد لي تركيب معين هنا لا وانت نازل من هنا هتتحول لليكود يعني وانت نازل لكود هوا هيبدأ عند الكيرفدا يظهر معك سولد انهو سولد للمنطقة الاقرأ الاقرب ليه ده البزموس وده السي دي وانت نازل ناحية البزموس هيظهر معك لكود وشوية وشوية بزموس يبقى في الحتة الاولية دي ايه ده اذا معك كريستالات بزموس يعني مش كل اللي يظهر معك سولد متوزع توزيع متكافئ لا ده ظهر ليكود بس من البيزموس كريستالات بزموس تفضل مكمل مكمل لحد ما تصل للخط الهوريزنتل ده يبدأ حتى الليكود اللي فوق يتحول لحاجة اسمها ايوتكتا يبقى الليكود تتحول لسل بسهل الانصار اسمه ايوتكتا والبيزموس فدت زي ما هو تاني يبقى واحنا نزلين من النص ده كنا لكود 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 وصلنا للخط يتحول جزء من الليكود لصلب الصلب ده تبع الحتة الاقرب ليه الجزئية دي هي البزموس بداية تدريج البزموس يعني هنا مية في مية بزموس ترى ما انت قريب من البزموس يبقى الحتة اللي تنفصل هي البزموس هيبقى معك لكود وشوية بزموس تبدأ ماشي ماشي تاني بحد متوصل للخط الافقي ده يبدأ كل الليكود اللي فوق يتحول لصلب بس اسمه صلب بسهل الانصار او من سميه ايوتكتا والبيزموس يفضل زي ما هو هيبقى مربع اللي تحت ده كله صلب 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 بفعضه ده حتة الليكود وحتة صلب زي اللي برا الليكود كله نفس الكلام اعمله هنا انت هنا قريب لكادميوم يبقى تبدأ نازل نازل لكود وصلت هنا اتحول جزء منك لصولد ايه هو الجزء ده الكادميوم لانك قريب من كيرف الكادميوم من ناحية الكادميوم تبدأ ماشي 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 لحد متوصل للحتة الايه الافقية دي هيتحول الليكود كله لصلب بس اسمه صلب بسهل الانصار او ايوتكتا الكادميوم يفضل زي ما هو طيب الحتة التحت دي مش وانا طالع من الصولد تحت هي اول حتة ظهر بعدها الليكود يبقى الحتة دي ممكن نسميها ايه دربة الحرارة اللي نسميها الملتنج بوينت ويقاكر في كله ليه ملتنج بوينت واحدة بس هي دي هو الخط الهوريزونتال ده اللي حتة على الاكسس هي دي يعني دربة الحرارة اللي بيبدأ الصولد فيها من تحت يتحول ليه يتحول ان يظهر فيه ليكود طيب الكيرفيندول هم الفريزنج بوينت ليه لاني نازل من فوق ليكود اول مرة ظهر صولد كان عند الكيرفيندول يبقى الحاجة اللي تحول فيها ليكود لسولد يعني هم دول الفريزنج كيرفز يقول لك مثلا ايه نقطة اكس يقول لك ونت نازل هاتلي الفريزنج بوينت بتاعتي فهو نازل من هنا اوه اطعت فين اطعت في حتة دي الفريزنج حرارة تعتي كامل عند ايه طعر وي اكسس امشي كده ايه طعر وي اكسس اجد درجة الحرارة هيكون من الدهالة النقطة التلقية بتاعتي دي بقى اخر حاجة نقولها نقطة التلقية اسمها الايوتكتك بوينت وايه بتكون ربطة كله ببعض وبتكون عندها اقل ملتنج بوينت فدرجة الزو من بزيئinin اوه ايه تلقية اندارهم الزو من الطعر حاجة البرطة فيhem نقطة الركزنج اوه متكش طعر مستحيل اندارهم غيروا باناكس اون تم بيشان ان هنا بقى جدنا مقذة ايه تلقية ؟ وماخلود كيميائا فكوننا ندري من ده التلقية مختلفة. ليه ترتيب للجرينز او الحبيبات بتاعته مختلفة تماما. زي مثال ايه مثلا الجرمانيوم مع الماغنيزيان. هنا ماغنيزيان. الكير اللي بتاعه اكدنا تقسم الشبكة اثنين. كل نص من النوم زي اللي فوق ده بالظبط. شبه. حلو كده. هنا لكود وهنا لكود. فيه نقطة ماكسيمم هنا. وفيه تو ايوتكتك بوينز. حلو كده. الليكود ده نازل. هيجي هنا. لكود 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 وصل الحتة دي بدأ ايه. تتحول منه جزء للسولد. الجزء ده هو الما� ماغنسيام. لان قريب من كربل ماغنسيام. قريب من كربل ماغنيسيوم. راح لكمينا. أحد على ا습니다. وهنا هناك سلطة مع ماغنسيم. الليكود يتحول اليايتكتك والماغنسي They get to the liquid they get to the liquid cvert. طيب هنا. يتحول عن الطرف السورة الاول.这个سلط سلط مثل الجزء من الجزء من الجرمانيوم. и'sique inclusive. الليكود زائد. الجزء الزائد وده كله سلد وده كله سلد الحتت دي كلها الاربع حتت دول عبارة عن سلد مع الكود طيب مشكلة في حتت في النص دي بقى هنا الطرفين دول قلنا ماغنسيوم وجرمانيوم اللي في النص دي بقى نقول ايه؟ الخليط بتاعها اللي احنا قلنا كونا جديد اللي هو مجي تو جي اي مادة جديدة جرمانيوم ماغنسيوم طيب وانا نازم من هنا الكود بقى جيت هنا عند الكرفدال هتحول ايه؟ زائد حاجة صلبة اسمها ايه؟ مجي تو جي اي اللي هي فوقه لناها اللي في النص دي كلها منطقة موجود فيها المركب الخليط طيب وانا نازم من الحتة دي اي مادة كانت موجودة فوقه هي الكود اوما تيجي تنصار عند التركيب ده عند اللحظة الفرنية دي اللي هي الخط ده مثلا هتلمس الكربة هنا اهو؟ هتنزل تبقى الكود زائد مجي تو جي اي طيب كملنا تحت في الاتنين بقى هيظهر ايو تك تك زائد المادة الصلبة اللي كانت معي هل هي ام جي تو جي اي في الاتنين صح كده؟ فهو ده باختصار تحليلك ثلاث كيرفات ومنهم هتقدر تفهم اللي جاي كله بسهولة طيب نقول نفس الوقت ثانية بقى بس بسرعة السوليد سوليوشن كيرف اهو هنا كنا هنا منطقة موجود فيها اللي تنمع بعض لو نزلنا بنقطة عايزين نجيب كيرف السوليدات هو الكيرف اللي قدام السوليد يعود سوليد اهو الكيرف اللي جميدي اسمه كيرف السوليد الواحانتكم بينه ونجيب منه تركيب السوليد إلما مازلهم حتى نغيص نزيلنا من هنا يسaucoup من هنا مشي كيرف اللي قدام كل من عودة هي ويوجب تركيب السوليد و tą حين يبد 우리가 ان تختار هذا الكيرف الамد Detive حين بعدها يجيب الكمس sant اللي ذهر منك انتيaca الكمس sant هل妳 بتدرد من هذا الكيرف أنت اصدحها اللي تخرج قبل اذا لات أعرف اللي هو Merciurev وانا اطلق من تحت يبدأ كيرفل ملتنج وده كيرفل فريزنج اقول لك ليت بقى لان ده وانا نزل من فوق ليكود اول كيرفل ظهر عنده صولد يبدأ كيرفل فريزنج تجمل بداية ظهور الصولد طيب انه اعلى الفريزنج فوق الملتنج يبقى فريزنج بوينت اكبر دائما من الملتنج بوينت جات في سؤال في الملتنج بركز اليو تيكتك باختصار ما يميل مدتين عندنا ليكود نزلت من هنا بقى تحول لليكود زي ما هو بس بدأ يظهر معي شوية حاجات صولد من الكادميوم عشان انا قريب من ناحية الكادميوم التدريجي على الاكس اكسس عبارة عن نسب مواد طيب نسبة الخليط اللي معي بعد كده لما كملت اول ما لمس الخط الافقي ده ظهر ايه كل الليكود اللي معي تحول لليو تيكتك يعني مادة سربة السهلة الانسهار وتحول الكادميز زي ما هو كريستالات وتبقى نزل من هنا نفس الكلام ليكود زي بيزموس حاجة صلبة طيب الكريب ده بيتمارس بايه؟ بان ليه نقطة صغرى وان كله ليه ملتنج بوينت واحدة وان عدد الفريزنج بوينت كتير جدا طيب اعز اقول لحاجة الحتة ليسمها ايه؟ حتة ليسمها ايه؟ ونفس الكلام في الكريب اللي هتطبق على اللي جاي كله مش ده كريب الفريزنج طيب فريزنج عند انو تدريج لو جينا بس عن دقطة دي فريزنج للخليط اللي ننزل بتاعته مثلا يعني 20 في 100 كادميوم طيب هنا نفس الكلام هتنزل تنزل تنزل هاته؟ الفريزنج بوينت بتاع الكادميوم ونفس الكلام مع ال-NI-B-U طب! ونفس الكلام في الملتك على فكرة ما هي قطع الاتنين الكريفنه مسكنها الاتنين صح كده ديني حلوه هيا الانتر ممتلك نفس احنا قلناه ال-M-G-2 GE في النص يلاق اوه منزل هنا liquid liquid هيظهر معهم ال-M-G-2 GE كالسل يعني أن الـ يتحول كله الـ وانا نزل من فوق بيتجمد وانا طالع من تحت بينصاهر التدريجات التي تتحفظها عندك أن تحفظها يقول لك كلمتحان يجب لك الرسم زكاية يقول لك عدد الـ أدي واحد ادي اثنين إيه تعريف الـ اللي بيكون عندها أكثر من حلة مرتبطين من بعض تاهمني شفت الخلطة اللحاصلة عندها دي كل مطلقي عندها هي دي ويكون عندها الملتنج موينت الـ الـ بيكون مرر بيها ماشي حلو كده طيب حتة الكيرفين بتوع الشطر اللي فات اللي قد نربط الـ هتقول لهم دلوقتي كل الحاجات إلا المية الدراع ده بيقى مال يمين كده زي ده كده ده أي حاجة غير المية المية الوحيدة اللي مال شمال عشان كده قلتلك الـ ينفع نطبقه على أي حاجة إلا المية الـ ليه؟ لأن الـ بسالب طيب سالب ليه؟ عشان الكيرفة هو مية الشمال لتطبيق عملي مية الشمال فالسلوب بتاعه من طيب ليه أصلا مية الشمال لديه مية الشمال لو عريس تحاول من الليكود لسلود يبقى تجميل يبقى تأمين تجميل يبقى تجميل يبقى تأمين تجميل فيبور كيرفة يجبه ال見ention engagement acoust طيب ليه مايل شمان زي ما قلنا لاني حجم حمجيب الدلتا به ف 1996 Elektron codes ويحن لقينا ان في المياه بالزيت حجم السلد اكبر من حجم IQD وده مخلف لكل المواد البايد كل المواد ده حجم السلد طبيعي بأضغر اما لأ عملاً المياه جمانته التحولت السلد الطبيعي بأصغر لا تتحول ان الفيلك الطبيعي ثم اصغر وفي المياه بقى لا تتحول لتجاول الحاجة اكبر طالجة اكبر length 365 اه طيب ده زي ايه CO2 دياجرام ال DPD تتاعته بموجبة بوزيتر عشان كده هو ماهي اليمين الستوب بتاعه بوزيتر ممكن يجي يسألك سؤال يقولك عند واحد أتم المادة ممكن تكون موجودة في كام state في كام phase هنعرف الفرقة بين phase والstate دلوقتي عشان نضبط الورقة نروح عند واحد اتم على ال Y axis ونمشي بالغنة قتلا لبسك ممكن تكون موجودة في منطقة الصولد وممكن تخش على منطقة الليكود بس هلو ممكن ان انا عند واحد اتم انزل تحت اتلمس حاجة في الجاز اقولك ااه ليه كامل كده اه طب بقام ده جاهز مين انا تندمش جاز يبقى انت في المياه ينفع وانت عند واحد اتم تقموجود فاعلا في الغاز والصولد والليكود هذا طبيعي مش احنا عايشين في واحد اتم على وجه الارض ممكن نجيب المياه في سولد غاز ده هو بخار مياه وليكود اللي هي اللي بتشربها من التلاجة ويه اه سولد اللي هو التل طيب حالة السي او تو بقى عند واحد اتوم مستحيل تجيبها غير في حالتين بس لاما سولد لا غاز مستحيل تجيب السي او تو في الا واحد اتوم ليه امشي على الكروف كده ادي واحد اتوم ايه هو اللي يقول لك مكانها ما تخرش هتلانس موجود في منطقة السولد دايق كل دي منطقة السولد دخلت بعدها على منطقة الغاز بتعرف بقى منطقة تخش على منطقة الليكود اللي فوق اللي هي محصورة بين الكروفيندول مستحيل يبقى لادما انتعلق ضغط شفت الموضوع ماشي ازاي يبقى عالي الضغط عشان اقدر احاول السي او تو يبقى لو عاوزين نعمل عملية اثالة للسي او تو لازم ان يكون الضغط بتاعنا اعلى من الواحد اتوم ده القوان الواحدة طيب اه النقطة التلقي اللي هي فيها نقطة التلقي التلقي الكروفات دي ماشي ايطيك ايطيك دي في في شرابتر 3 في شرابتر اثنين لان التلقي muk ohm يبقى بيكم بيك ايه تربل من الواحدة والسولد والجاز نظنبش في حاجة تانية هنا في حالة CO2 نشي ازاي ايطيقات الموضوع الطبيعية الدي بتاعه الليكود اكبر من في السولد الليكود اكبر من السولد والفايور اكبر من الليكود المية موحيدة المختلفة نجي على اخر منطقة منحلةb على طول قبل الحل الضغط المباشر يعني جايل لك رسمة LIQUID يقول لك طعا أبما نكمل دي رسمة ايه ايوتكتك ده كيربل ايوتكتك لو تكرر واحد هنا وواحد جنبيه هناك بقى انترمتالك لو جايب لك رفين واحد عمل كده واحد عمل كده يبقى ده ايه ايه صولد سوليوشن اوعى تنساهم بقى حفظهم على جنب LIQUID يتحول لليكود زائد ايه LIQUID زائد بيه هنا ايوتكتك زائد ايه ايوتكتك زائد بيه كلام معروف جده افرق من كلمة STATE و FACE STATE حاجة من الثلاثة غاز LIQUID صولد يعني هاكيني يقول لك حالة المادة ايه ماليش دعوة المادة دي اسمها ايه خليط مش خليط حالتها ايه سائل صلب غاز ما تقوليش حاجة تانية الفيز بقى لا الفيز تختلف الفيز هاكيني يقول لك قولي كل بكتج على بعضه اعتبره واحد اعتبره فيز طور ان اطوار المادة فلو قلتلك مثلا معي حتة مركب اسمه ايه ومركب اسمه بيه داوبناهم في بعض حلو بس نقدر نفصلهم يعني الاثنين مفصلين مش داوبوا داوبان تام خلطناهم بعض في نفس الاناق يعني فلو قلتلك الاستيت بتاعتهم ايه هتقول الاستيت واحدة الاثنين صلب طيب يبقى كده الاستيت طب الفيز لا فيه اتنين فيز لان انا العلبة جواها مادتين فانا كل مادة اقدر افصلها عن التانية يبسمها فيز طور من اطوار المادة طب لو فرضا ان انا عرفت اخلطهم بعض خلط تام سيحتهم في بعض بقوا واحد استيت اللي هي صلب وواحد فيز لانك كونت مادة جديدة فهمت المادة يبقى فيز هي ايه باكتش على بعضها كل باكتش على بعضها استيت بتعبر عن نوع المادة هل هي غاز بس تعالى بقى نطبق دا في المنطقة اللي فوق دي مثلا فيه كم استيت واحدة بس طيب فيه كم فيز اقولك انا مش احنا اخديني في الايو تيك تي بيكون سوليابل انليكود يعني المادتين منصهرين تماما مكونيني حاجة جديدة خالص توقع لا يمكن تمييزة عن بعضها في الليكود يبقى واحد استيت واحد فيز لان مقدرش ميزة مادتين عن بعض مقدرش افصلهم مقدرش اتعمعهم على جزئين مستقلين يبقى واحد استيت واحد فيز تعالى انزل المنطقة دي فيه كم استيت يبقى فيه استيت وفيه سولد فيه حالتين من حالات المادة طيب فيه كم فيز فيه الليكود اللي احنا لسه قايني انه منصهر المصهرين فبنعمله كمادة واحدة لان هو اللي قال ان الاوتكتك بيكون الليكود فيه مصهر المصهرين ومعا مادة اسمها ايه؟ يبقى فيه 2-Phasis طب عادينا حاجة مختلفة شوية تعالى انزل تحت هنا الاوتكتك احنا قلنا ان الاوتكتك النوع الكريو تا اوتكتك بيكون سوليابول بيكون سوليابول بيكون سوليابول وان سوليابول ايه؟ فهو هنا الاوتكتك دي سولد هل المادتين وهو هم في حالة الاوتكتك دي جواها A و B خلي بالك هل جوا مختلتين ببعض لا ده هو قالك مش انسولياب مش بيسوليابول في بعض فبالتالي اقدر عامل كل لحظة في معي انها جزء مستقل يبقى في اللحظة دي جوا هنا معي ايه؟ معي كريستالات A ومعي A كصلب جوا الاوتكتك وB كصلب جوا الاوتكتك يعني معي ثلاثة حاجات يبقى معي ثلاثة فيزس ثلاثة اطوار للمادة مرة وهي كريستالات بيور خالص صلب ومرة وهي صلب بس جوا خليط ومرة صلب تاني جوا خليط ومعي ثلاثة انواع ثلاثة بكتجاتة على بعضهم كم استيت؟ استيت واحدة كله صلب يبقى استيت هي بتعبر عن هوا صلب ولا غاز ولا سائل الفيز بتعبر عن هل هو مستقل بذاته ولا لا بس كده لو انت كده بقى هتت عند النق الاوتكتك بوينت وبقى حسبها انت بقى تطلع اثنين وثلاثة اثنين ستيت وثلاثة فيزس اتنى نفسك هتتعقد الجنة بسخونة بس يبقى بيقول لي بعد كده باديم هاز اتوميك ريديس كذا ويترتب في شكل كريستالات بي سي سي هي يعني هم يدين ريديس 217 فعشرة قصة وده بيساوي اصلا ايه في حالة البادي سنتر البادي قلنا مفوش ايه يبقى مفوش اثنين يبقى جزر ثلاثة يبقى ايه في جزر ثلاثة على اربعة احنا عايزين ايه دي بتطلع معاك بخمسة بوينت فعشرة قصة ثلاثة ثمانية سنتيمتر هي دي بايه عايز حجم المكعب كل يعني كعب الرقم دي طاعة واحد خمسة عشرين فعشرة قصة ثلاثة ثلاثة باثنين وعشرين عايز مول طيب البادي سنتر تعبال عن ايه عن اثنين اتم كل واحدة بتديني فوليوم بتاع ايه وان يونت سيل يبقى انا هحتاج عدد افو جادرو من الزرات عشان يدوني فيه بتاعت المول الواحد لان اليونت سيل جوها اثنين اتم المول الواحد جوها كم اتم جوها عدد افو جادرو يبقى المول بيساوي دف داعرة مول مول ي провер هي ارض되는 ven ت갔ف الان Dies بيقول لك هي question بان صحية كتلة العهاجم كره مول كل اثنين الان اتم بمثلوا واحد ت Pulك يبقى عدد افو جادرو gel الا اف원 dumb يعني ان ايه على اثنين يعني نص عدد افو جادر من اليونة سيلز الليد او الرصاص هذا الناطوم كريديوس نفس الكلام بس الحال ديه فسي سي لفاسسنترد كيوب هاد عدد اليونة سيلز بروان مول الفاسسنترد كل اربعة اتمز بيمثلوا واحد يونة سيلز يبقى في الواحد مول يعني number of ابو جادرول جواه كان يونة سيلز عدد اليونة سيلز يبقى داف داعرده يعني ان ايه على اربعة يبقى ربع عدد افو جادرول من اليونة سيلز هاد للا اه طيب هم يديك رديس مية خمس سبعين باشرة قصة سيلز باشرة بيساوي الفاسي بقى جزر اثنين عشان قلنا ايه اربعة احنا عزين ايه دي تطلع معاك باربعة بوين تسعة عربعة فعشرة قصة سيلز تمانية سنتيمتر هاد ال في مول قول ان الاربعة اتمز بيشغله حيز واحد ديونة سيلز اللي هو حجمها ايه تكعيد يبقى ايه هيشغل واحد مول حجم مول يعني عدد افو جادرول من الاتوم الصحة يبقى في مول داف ده عدد طيب الدنستي ميديك القطلة اسمها على الحجم وتعلي واحد مول اللي هيطلع معاك هنا هيطلع نتجة نهاية 14 بوينت او 8 على كده بيقول لي المادة دي موجودة في صورة الدنستي بكزا عن درجة حرار كزا هاد الريديوس بتاع المادة دي طيب الدنستي عبارة عن ايه عن كتلة على الحجم يعني بتساوي كتلة مولية على الحجم بتاع المول طيب الكتلة كان بمية وستة ونص الكتلة بداية جاي كتلة مولية يقسمها على الاتناشر يديرك في فيو تاعت المول طيب ايه اللي زادر تعمله انك تقول لي ان عدد افو جادرول من الزرات يشغل حيز ايه حجم واحد مول يبقى الفيس انتر دي عبارة عن اربعة اتومز هتكون شغلق دي شغلق ايه تكايد صح شوفت الريلشن دي خفزنا خلاص ده معايا ده رقم ده جبناه من علاقة الدنستي اللي هم ناقصنا جيب ايه الاكيو اللي هي ايه بس طلعت معاك عوض في القانون اللي هو الريديس اللي هي بتساوي ايه في حالة الفيس انترد الفيس يعني فيه اتنين يبقى ايه في جازة اتنين على اربعة بخد الرقم ده عوض في العلاقة دي ادرابه في جازة اتنين على اربعة يدرك الريديس بمية سبعة وتلاتين ونص بيكو متر ده رقم يطلع مكحة اولا انت بقى بيقولك عندنا واحد لتر فلاسك الفلاسك كده اناء عبارة عن واحد لتر جوا اكسوجين وهيدروجين ونيتروجين ايه اللي صح في القاتية عند الاستي بي اول ما انتظر لكم دول التلات الثلات غازات ملو الواحد لتر كلهم صح كده ان كل فلاسك ايه ايه اتش فلاسك هاد السيم نمبر اوب موليكيلد ايه ان كل غاز تحط في فلاسك لها نفس الفوليوم فشغلها كلها فيبقى في الاستي بي واحد مولي بقى ليه ايه نفس العدد من الموليكيلد شكرا ما هناش رقب فراسطي ولا دنستي دنستي اصلا مختلفة لاني دا عدمها عالكتلة كتلة دا غير كتلة دا غير كتلة دا بيكتر لو اني هو الصح انها الكونستنت بي في فاندرويلدز اكويجين بيعبر عن ايه عن الاكسكلودد فوليوم بيصلح او بيعمل الاكسكلودد اكسكلودد فوليوم عصر امول من اي ديرجاز موجودة في فاكم الورك اللي ضن بايه ما حصلش ايه تغير في الفوليوم يبقى بزير فيش وورك اللي حصل اصلا فيش دلتا فيه فيش دلتا فيه الليكويد الليكويد لما يكون القوة تجازب المبينو ضعيفة او قالك ويك اهيه يبقى ايه الخاصات تاعته لما يكون قوة تجازب ضعيفة يبقى اقل حرارة تطيره يبقى حرارة قليلة كافية انها تبخره هي دي حرارة التبخير الروابط مبينو ايه ضعيفة يبقى الاختير القواني الليكويد بويلز امتا امتا اللي تسائل بيغلي لما الفيبر بيساوي الاكسترنال بريشا لو الضغط اللي جوه الاناق اللي تسببه الفيبر بيساوي الضغط الخارجي ايه اللي بيينديكيت البرشا في حالة لما يكون الروابط ضعيفة ايه اللي بيعبر بقى عن الضغط اللي موجود هل الضغط قليل ولا الجيرو امش عارف ايه اللي هو ضغط البخار احنا قلنا طرامة ضعيفة يبقى انت اقل تسخين هتطلع بخار يبقى هتطلع بخار كتير احنا قلنا في حالة ان الدروابط ضعيفة بيطلع بخار كتير يبقى فيبو بريشا يبقى هاي بيبور بريشا لان انا مجرد ما بسخن بيطلع بخارة عطول فهيعمل ضغط كبير النورمال بويرنج بوينت هي درجة حرارة اللي عند في بريشا بتسوي ايه ضغط الثارجي اللي هو ضغط الجوي اللي هو واحد اتم اللي هو 760 تور قول دي الكلام قلنا في الشرح ويتش وود ان كريز فيبور بريشا ايه اللي ممكن يزود فيبو بريشا ايوه تزود فيبو بريشا طيب هل انت المريفير الفورسس دي علاقة لا دا انت نما بتزود قوة تجازو اللي جوه هتقلل فيبو بريشا يبقى احنا محتاجين ايه ان احنا نزود السيرفس اريا يبقى واحد وثلاثة في إكليبريون اكواجين اللي كونستنت ايوه الفور بيتبع ايت الله ايوه او احنا نحول الدراء architecture designer او ان احنا نحول الوطر لأيس ليه وطر تاني يعني ده او ده نحول الوطر لأيس معلش اسمها ايه يعني اللقب من الوطر والأيس الرايح جاي في الوطر فيس زي جرام عند واحد أتم الفيس بيمشي منين لفين لفين تخيل كان منظر تاني او كده من تحفظها يعني ايه بالويم كده كان مياه نحت الشمال لما عند واحد أتم هتلاقي واحد أتم في الحتة دي هتمشي من صولد تخش عالجاز يبقى صولد طب في حالة نفس الشكل ده بس الواحد أتم كانت تحت هنا فهتمشي في صولد تخش الجاز على طول صولد مفيش الليكود ما قدرش هوصاله ليه ان فيه هاير تريبل بوينت تريبل بوينت فوق خلص ومديلك البيولينج بوينت بتاع كل مادة تقول لي اللقب اللي احنا حافظينها ان البيول بريشر بتنسب عكسيا مع البيولينج بوينت عايز تفهم احنا قلناها كذا مرة في بو بريشن يعني بيطلع بخار كتير فمعنا ان يطلع بخار كتير يعني ايه يعني مشيحتاج درجة الحرارة كبيرة عشان نغلي صح كده يبقى العلاقه عكسية احفظها بق يبقى هو عايز اعلى حاجة يبقى نشوف اقل رقم في الموجودين ما ده يعني مادة اللي يكون مديلك جنباستة وخمسين هي دي تختارك ويتشس كوريكت انه واحدة صحيحة عند بوينت ثلاثة في عملية اتزامة بين الليكود والجاز صح كده ادي الليكود هنا منطقة الليكود ودي منطقة الجاز على الخط ده كل الخط ده منطقة اتزام بتاعتها وده برضو اتزامة بين ايه ببين الصوليد والليكود طيب ده ببين انتزامة بين الصوليد والجاز خط ده فهم ادي لك النقطة التلاثة دي اللي صح شوف اللي بقينة تكتشف النموة غير انا وصح في العلاقة القتية ان عند نقطة اربعة المادة اللي موجودة لو موجودة في صورة غاز هتتحول لليكود والدليل او مادة هنا اوه فلو انا حطيت مادة في اللحظة دي عند ضرورة الحرارة الفلانية والضغط الفلاني ده هتتحول لو هي جازر هتتحول لليكود على طول ودي انها موجودة منطقة الليكود فايبهيات دي اختار الصح عالم تخيل المنظر فيبر او غاز يعني انها الليكود اسم ومخاطط اللي احنا حفزناه على طول طيب ده نشهد عشان انزل من نشط لأقل نشاط بعمل ايه بقى فقطة حرارة اهو يعني بالنجاتل بالنجاتل طالع يبقى عكس طيب الاندو ثيرميك انا عايزين حاجات البوزتل يبقى عايزين ايه لاما سولد الليكود وده اسم ايه تعلم نشوف كده الكندنسيشن معناه ايه من اه الكندنسيشن معناه تكسيفي انا هحول غاز لليكود او يبقى انا هنزل ايه بالسالب ده ده مش تابعي طب الملتنج معناه تسيح هحول صولد لليكود ده تابعي صحيح ده دي بوزيشن معناه هحول اه ترى غاز لصولد قلنا عكس فهتنزل من فوق الى تحت يبقى تحول ايه ايه بالسالب ايه ده مش معانا نعايزين كل الموجب عشان هو ايه اللي اندو ثيرميك او اللي هو التبخير هحول ليكود ليه يبقى هطلع بوزيشن يبقى الاثنين الوحدين اللي بوزيشن هي اتنين واربع اتنين واربع هما دول الاندو ثيرميك الاندو ثيرميك معناه كيوب بوزيشن اللي مش صح بيقولك لما السيرفس ايريا بتزيد البيبو برشن بيحصلوش حاجه لان الموليكيلز اللي عصطها بقيك اكتر طيب بص اخر واحدة الاثنين في نصف صح رقم كده بصر مع نفسك المواد المتطايرة بتطلع بخار عالي فبتعمل ضغط اعلى للبخار المواد المتطايرة بيتطلع بخار عالي فبتعمل ضغط اعلى للبخار ممكن اي سائل يغلي عند درجة اعلى او اقل من درجة القناة حسب ايه حسب ضغط الخارج لا طبعا ليه لانها بتطلع بخار كتير فهي مادة متطايرة فاقل حرارة تطلع بخار فبالتاني مش احتاج بخار واحد واربعة الكريستيلات موجولة في صورة بيديني الطول بتاع الونة سيل وعايز ديستنس من السنتر لسنتر المجاور ليه يعني اتنين ار ايه اوه ما تشوف غالبها كلمة ديستنس من غير ما تلسم غالبها ان هي اتنين ار المطلوب بس ايه طبعا لازمة تشتغل على تشتغلها برسمه كده القانون هي ايفل في السنتر دي فيس يعني في اتنين يبقى جازر اتنين الايه هنا اسمها ال هو قالت ان اسمها ال على اربعة فك الشكل ده هي دي المطلوبة فكه هنا هتلاقي ده كنسب بعدها فاضلك قل في جازر اتنين على اتنين يعني قل على جازر اتنين وهو ده الاختير الصعب يعني انت لسم هنا لسمة الايوتكتك صح كده كنت في حتة عملت اعمله كولنج اما يجي يحصل له عملية بداية الكولنج ايه اللي هيحصل؟ بيقولك ان يوصل لنقطة الايوتكتك يعني هيفضل ماشي ما حصلوش اي حاجة ولا اي تغيير لحد ما يوصل لنقطة الايه الايوتكتك اللي هي المرحلة دي ساعتها يحصل يحصل له تجمع تاني يبقى هيبقى الاختيار بي يعني تعالى يرسم بالشكل تاني اهو مضوع بسيط دي دا حتى من غير ما تحفظ ولا حاجة بس جاء دين ايوتكتك بوينت ايه ودي درجة حرار بتاعتها اا درجة حرار تاعتها دي هي اقل درجة حرار تقدر ايه؟ تقدر توصلها في السيسم كله تحتها كله هيبقى صلب مفيش درجة حرار اصلا ده المادة الصلبة خلاص فانت مش تعفت اما معكش سائل عشان تجمد ولا ايه انت صلب خلاص فاهم فده هي اقل درجة حرار هي اقل درجة حرار يبقى هي دي الاتيكتك بوينت تنبريتش كده السيادات ما قولها في صورة بادي سنتر دا كيوب بيقول لي طول بتاعها ايه؟ طول اليونت سيل السنتر للسنتر التاعته ايه؟ ليه اتنين اوار عايزين بقيمتها يبقى اتنين القانونها ايه؟ في البادي سنتر بادي بقى ايه؟ جزة ثلاتة لاني قلنا الفيس بس ولا جزة اتنين في ايه؟ على الاربعة اللي السنتر ايه غدкую ا aquare تدريكة إغلاطة تجاب المكعب اختصر يبقى ايه 0 يبقى ايه عداة اواجدور جوه واحد برضو واحد ايه؟ عدد أبوغادر يعني جوه عدد أبوغادر من اليونت سيل ما كل اتوم بتديني يونت سيل يبقى عدد أبوغادر من الاتوم ستديني عدد أبوغادر من اليونت سيل ده في حالة السمي ايه اللي مات يعتبر السبب ان احنا عملنا ألوي عشان ننكليز هاردنس؟ ايوه صح عشان ننزود الصلابة عشان ننزود درجة الميلتنج؟ لا عشان نقللها ليه نقللها زي مداتك مسال بالدهج عشان ننزود الصلابة ايوه صح يبقى واحد وثلاثة واربعة واحد وثلاثة واربعة بعد كده اخر حاجة نقولها باختصار عشان الموضوع برضو مش صعب يعني لحاجة بسيطة بيتكلم عن حاجتين راستين المهم ان الموضوع في حرارة يعني انتب تتكلم عن ان هنعمل تفاعل عزيننا على الحرارة الالتفاعل ده يخرجنا في حرارة داخلها في الموضوع الحرارة دي هي هاتف عشان موضوع انها الهاتف عشان من اي تفاعل كميائي اللي هنخذه من ترمي ده هم التفاعل الامور والتركيز الاكتر عليك وضمنا معاهم تفاعلات التفاعلات التفخير الهاتف عشان حرارة التكوين لأنني أريد أن أكون مادة معينة و أكونها من عناصرها هي الشروط بتاعتها ثلاث حاجات إذا أتهم في المعادلة فهي معادلة تكوين إيه الشرط بتاعها عشان تقدر تقول على الحرارة المكتوبة جنبها أنها حرارة تكوين أن يكون بكون واحد مول يعني الحرارة اللي حتى نتفقنا أن نجمعها مع بعضنا كده ونحطها كسيمبل لها ونحط رمز معين لها أن يكون بنعمل تكوين لواحد مول من عناصر الأولية أن يكون برضو في الـ standard state يعني يكون في الحالة الإيه مثالية تعال نشوف كده C زائد O2 بيدنيها C O2 ده تكوين إيه تكوين للـ C O2 هل عناصر الأولية C والـ O2؟ أيوه هل موجودين في الحالة الـ standard C بيكون سلط فعلاً والـ O2 بيكون جاز كلام مزبوط فعلاً الرقام مكتوبنا بعد الـ ينفع أن يجب لها ذلك طب هنا لا مينفعش لأني مكونت 2 مول طيب هنا ما ينفعش ليه لان مش مكوناها من عاصرها الأولية السي او مش من عاصر أولية عاصر أولية يعني ايه؟ حاجة بيور صرف ما انقدرش نقسمها لحاجة أقل منها طيب ده؟ لا برضو ليه لان عاصر مش أولية العاصر الأولية هي الـ H و O و S عشان تكمن H و S و 4 طيب ده؟ لا دي مظبوطة ليه؟ لان انا كونت الـ I2 صلد للـ I2 جاز طب هل الـ I2 اصلا في الـ Standard State بيكون صلد؟ ايو احفظها بقى من عاصر الأولية في حالتها الـ Standard وتكون أصلا عن عاصر الأولية ويكون اللي بيتكون برا بقى في النواتج يكون ايه؟ عشان تقدر تقولها في ساعتها ما دي ايه؟ heat of information heat of formation معلش دلت اتش ري اكشن بتساوي ايه؟ الحرارة عمومة متى التفاعل الحرارة اللي موجودة مع النواتج مواصر اللي موجودة مع المتفاعلات يعني هي دخلة بخمسة خرجت بعشرة يبقى الحرارة اللي التفاعل ده اطلقها كام؟ ايه اكتسابها كام؟ هي النهائي نواصلته دا ايه؟ دلت اتش بتساوي H product نقص اتش دا اكتنت اتش النواتج نقص اتش متفاعلات حرارة النواتج نقص حرارة المتفاعلات هتعرفك اللي حصل طيب لو حرارة النواتج اكتر يبقى هو متص حرارة يبقى دلت اتش بالبوسطيب يبقى اسمه endothermic مواصر الحرارة يبقى ابزورب طيب لو المتفاعلات هي الاكتر يبقى النواتج اقل يبقى النواتج من قص متفاعلاتها يديك اقل نقص كبير يعني ايه؟ دلت اتش بالنجادب يعني اكتزو ثيرميك يعني ايه فولف كل دا قلناه بكده ملحوظة الدلت اتش فورميشن دلت اتش فورميشن دلت اتش فورميشن لأي المنت بزيرو لان كنت ما بازلتش طاقة حشان تكونه اصلا انت ربنا خلقنا لان ان في الهوا فيه اكسوجين ما عملناش حاجة عشان نجيب الاكسوجين ده ما دفعناش طاقة عشان نجيب وهو موجود كده خلقه انما من الاكسوجين ده لو حبتها جيب مثلا مادة في سي اتو لأ ليها ده ده عملنا ربط معين فيه حرارة بازل انما الاكسوجين ده نفسه اي المنت عموما دلت اتش تاعته بالفورميشن بزيرو لان هو موجود كده ما بازلناش طاقة عشان نكونه الدلت اتش لو في الستاندر اس تاب بنسميها دلت اتش نوت ايه الستاندر اس تاب واحد اتوم 25 سلسيسس ما تخلوش ابن الستاندر اس تاب و الست بي لا دي حاجة و دي حاجة تاني الستاندر اس تاب بتكون واحد اتوم 25 سلسيس الست بي بتكون 0 سلسيسس بيقول لي بعدها ان ملحوظة اخيرة ان حرق اي مادة عضوية بيانت دهما يديني اتش تو او ليكود و سي او تو جاز لو ما حصدش كيبه ده مش حرق المادة عضوية بانت كده مش مش شغال كومباسشن اعرف حشان ده يجده في مسائل كومباسشن ان انت هتحرق مادة عضوية هيتطلع سي او تو و اتش تو او طيب حرارة الاحتراق هي الحرارة اللي افولف ده او ابزورب من احتراق ايه من احتراق ايه الحرارة المنطلقة او منتصة من احتراق وهي حد مول في وجود الا اكسس او اكسجن يبقى الشرطين عن الشرطين و محاكتين ان يكون واحد مول عشان اقدر اطلق عليها هيت او كومباسشن ان يكون واحد مول و ان يكون في وفرة من الاكسجن طيب تعالي نجرب كده المعادلة ايه معادلة صح او دلقا ايوة ايوة انا حرقت سي او تو في وجود الاوتو و حرقت واحد مول منه يبقى ديت دلتا اتش كومباسشن اللي هدالة يبقى في مسألة للسي طيب هنا انا حرقت اتنين مول من سي يبقى غلط ليبقى دي مش معادلة ايه كومباسشن سليمة عشان يديني الدي الاتش بتاعتها حلقت 2 مول ده ميش صح صح ليه؟ لان انا 1 مول فيه ووجود اوكسجين طب هيفر معي انها هتكون على مصر الاولية مش شرط مع هاش رقها ده في الـ همان بنتكلم عن الـ ويقال المعادلة دي لها الـ من الشكل ده طيب نخافش على مسائل على طول بسم الله بيقول لك الـ 2.8 جرام من المادة الفرانية عند الـ يعني عايز الحرارة لها هنحتاجها التي سيطلقها لتفاعل الاختراق 2.8 جرام من C2H4 طيب هنحتاج نعمل ايه؟ اعرف بقى القعدل هيدي لك الثلاثة بمنظر دول هتكتب المعادلة هتجيب الدلتة H منها هتجيب الكيو اللي هو طريبة في المسألة طيب بقول لك هاتك الهيد افولفت دلتة كيو لانت هتجيب اول حاجة المعادلة تجيب منها الدلتة H بالقانون احنا نقول لك دلتة H تجيب منها الكيو ازاي اكتب المعادلة C2 H4 زائد هنعمل ايه؟ هنعمل لكم باشا يعني نحرق يبقى زائد O2 هيدينا CO2 وانت مغمد زائد H2O اوزن المعادلة كده؟ C معها 2 يبقى حط هنا 2 طيب ال H2 اربعة يبقى حط هنا 2 كمان توتل الاكسوجين في النواتج بقى كام 2 في 2 باربعة يبقى اربعة اكسوجين معها 2 هنا يبقى 6 المعادلة اتزمت صح؟ ايه اللي مطلوب منك بقى هاتل دلتة H بتساوي H نواتج نقص H متفعلات H نواتج يعني كام اتنين من H CO2 H formation طبعا زائد اتنين من H او دلتة H بتاعت H2O نقص بتوع المتفعلات طيب بتوع المتفعلات دلتة H يبقى نقص دلتة H لل C2 H4 هو ده طيب ايه اللي معاك بقى معاك ال CO2 اهي بديها لقمتها بفوق خد القيمة دي بشارتها وعوض بها هنا معاك H2O خده وعوض بها هنا معاك ال A C2H4 خده وعوض بها هنا تلاق لك الدلتة H برقم ايما بقى علاقة قول ان الدلتة H دي هي عبارة عن واحد مول بيطلق دلتة H يبقى كام مول قول اللي معاك في مسألة هيدديني Q يبقى عدد مولات عدد مولات هي عبارة عن الكتلة على الكتلة المولية على كتلة المده المولية يعني 2 في 12 زائد 4 حالو يبقى الكيوب تساوي ده في الرقم اللي طبع من هنا اللي هو دلتة H على الواحد تطلع الكيوب بسالج 141.06 طبعا ايه حسب الوحدة بقى هتفاكي له جوة هات الهيت 86 جرام اعرف ان القيمة الجرامات دي عشان تجيبها ايه عدد المولات من تفاعل SO3 مع BAO مع BAO تعال نشوف كده اكتب التفاعل SO3 زائد BAO هيتطلع في نواتك طيب تعال نوز المعادلة هل هي متزنة؟ او متزنة BA خرجت BA S خرجت S 4O خرجوا زي من هنا يبقى الدلتة H اللي انا عايز اجيبها بقى عشان اعرف اجيب منها Q او خاطر اجيب الدلتة H هي H للنواتج يعني ايه الرقم اللي هو دوني ده سالج 333.5 نقص H له متفاعلات يعني نقص الرقم ده اهو سالج 352 زائد الرقم التاني اللي حنطرحنا وفتحنا قوسي بحط نقص هنا 94 ودخل السالج في كله تطلع الدلتة H معاك برقم قول ان واحد مول بيطلق دلتة H يبقى ن مول اللي في المسألة هتطلق ايه Q اللي انا عايزة يبقى حط الن مول هنا اللي هي كان بقى 96 جرام على الكتلة مولية بتاعت المادة اللي انا ايه اللي انا بحرقها اللي هي المادة اللي انا قصدي اللي بدرسها هو طالب ايه يبقى هقسم على 32 زائد 3 في 16 طلعت الكيوب بسالب 146 و7 من 10 كيلو كان مديني اللي معطى فوق بالكيلو كالوري يبقى هنا احط بالكيلو كالوري وانت افهم الفكرة ايه يطعب اخر الكيوب سالب 146 زي ما ايه بيقول لي هات الفوليوم بتاع الحالي الرقم ده ومديك شوية معطيه يعني هاتل الفوليوم بتاع الحالي لازم يتحرق عشان يطلق يطلق كلمة الرقم ده من الطاقة يبقى انا كده هم اديني هنا في مسألة الكيوب ودرينا محطش برمول ده الرقم اللي بدوني ده هو الكيوب الحقيقية اللي عايز عندها الحجم طبع ما حاجة مش عنده واحد مول يبقى ده ليه ده الكيوب مش الدلتة اتش يبقى كيوب كان بستة في عشر وتساربعة ولا سالب 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 ستة محشة اصاربعة ليه كده عشان كلمة بريد ده يطلق طرى ما يطلق حرارة حط من نفسك سالب كيلوجول دي الكيوب تدر تعرف طعف تجيب الدلت اتش اه اقدر جاها من هنا بص لهم افكار ازاي هجيب الدلت اتش من هنا لما اكتب المعدلة يا معاية دلت اتش معاية كيوب اقدر اجيب عدد الموليت ايوه. بعد مجيب عدد الموليت تروح عوض هاتل بس كده ببساطة جدا ايه. طيب تعال نشوف اكتب معادلة سي اتش فور زائد او تو. يدينا سي او تو زائد اتش تو او وانت مغامر. اه سي دي الاتش فور بس محتاجة اتنين لنا اهو. بقى اتنين او مع اتنين او يديك هنا اتنين كمان. بس كده عوض بقى يبدلت اتش. هتسوي اتش نواتج اه ناقص اتش متفعلات. طب ايش النواتج اللي هي السي او تو. سالب تلتمائة تلاتة وتسعين وشعيف ونص. زائد اتنين من المية زائد اتنين. في سالب متين خمسة وتمانين وتمانين من عشرة دي المية. ناقص المتفعلات. طب متفعلات كام ده بزيرو. لانه عنصر. ده ناقص بتاع السي اتش فور اللي هو سالب اربعة سبعين وتمانين من عشرة. فوق كده كله وهيطلع برقم. قول ان واحد المول بيطلق الرقم ده. يبقى ان مول اللي انت عايزها بقى في المسألة بتطلقك تيقول معاك برضو. ده معاك ده معاك ده معاك. ناقص اتجيب الان. بتلها الان معاك برقم. الان ده بتسوي ايه بقى? الان حطها في قانون البي بقى البي بقى البي بقى الدرج واحد اتهم. البي مالدرج بقى مطالبها. بيسوي ان في الار او بوينت او تمانية اتنين. في التي. خمسة عشرين سليزيس يعني امتين تمانية وتسعين. ناقصك تجيب ايه? تجيبي البي. لان اللي انت جيب تاني من الريشيو دي. فكله معاك معادل بي. تلعب بي. احسب وراية لما ده هو صح ان شاء الله. وسبع من عشرة الان. يقول لك بعد كده المادة دي تسعين في مئة افشنت. ومدي لك شوية معطيات. امسك انتاع الاول. اعمل له عملية احتراط. اكتب معادلة يعني ما تقوش ساكت. اكتب من المسألة. اكتب معادلة عطول. سيو او زائد اتش تو او. سي دي قدامها تلاتة. لابد من تكون تعف توزد. التمانية اتش يبيت حط هنا اربعة. اشاني يبقى اتنين في تمانية اربعة. كده معاك كم او? ستة او. واربعة يبقى معاك عشرة او. يبقى بس. ده صف. نقص ده. اللي هو من ده لك. يا تلاتة معاك. يبقى تجيب الدلتا اتش. قول ان واحد مول بيحتاج بيطلق الدلتا اتش. بس ثاني بقى هو السؤال هنا في المسألة. بيقولك تسعين في مئة افشنت. يعني الرقم انت جيته ده. ده لو الموضوع مثالي. هو قالك لا احنا فيه فقط بيحصل عشرة في مئة. يبقى واحد مول هيطلق تسعين في مئة من من الحرارة اللي كان يطلقها لو كان مسالي. لان الحتة دي تسعين في مئة افشنت. يعني هو هيطلق تسعين في مئة من الطاقة اللي المفروض يطلقها. يبقى الرقم المطالة معاك هنا ادراو في تسعين عامية. واقول ان هو الرشي مع الواحد مول. هو طالب بقى ايه? الحرارة الكيو. اللي هي الحرارة اللي هو ناطش هي دي. يعني الكيو. عند كان مول بقى عند لما يكون بنحرق واحد متر تكعيد. عند ستب نستنتج منها ان فيه واحد اتوم. مضربة حرارة زينو يعني امتين تلاتة وسبعين. عود في قانون بي في ان ارتي يبقى البي بواحد. الف بوان متر كيو بيعني الف لتر. بيساوي ان اللي هي انت محتاج تعرفها أصر عشان تحط تحطها هنا هو خلاص المسألة. فار اهي? في تي اللي هي امتين تلاتة وسبعين يعني زينو سباعت معاك الان برقم خد وخطو نقص اكتيبي كيو. دف دعالة ده تلعت الكيو. اللي هي عن 900 كفشنت برضو مصبوط. هرطلع باسمه ايه. سالب 891919199 كيلو جو. دلت اتش فورميشن للسيو تو بكزا. دلت اتش فورميشن للاتش تو بكزا. اللي هبنحرق واحد جرام من المادة دي. الهيت اللي هتنطلق بكزا. هم يدي لك الكيو. هات الدلت اتش. وطالب ماتقوب تاني هنا رافض لك. يبقى امسك المادة ليه حرارها الاول. سانا كان نشوف الرصاص فاضل موضوع لقا. اه واضح. زائد او تو يدينا سي او تو. اي مادة عضوية يقول. اي مادة عضوية. اللي هو الجي ثانور. اه اتنين سي. كام اتش. ستة اتش. بنحط لنا تلاتة. بقى معاك اربعة او. وتلاتة او يعني سبعة. منهم واحدة هنا يبقى فضل ستة يبقى تلاتة هنا. يبقى دلت اتش اللي هو طالبها بقى بتساوي ايه. اتنين من التاع السي او تو اللي هو مادة لك فوق. زائد تلاتة من بتاع المية اهو مادة لك فوق. ناقص كام. ناقص الشكل ده. طب هانت معجي اصلا. لا دي مطلوبة في المسألة. يبقى توقف هنا شغل بقى. انت بص مشيت نفس الخطاط برده بس وقفت. ليه بقى? هقول له بقى الحاجة تانية هتقعف تجيبها لي. اني واحد مول بيطلق دلتة اتش. يبقى كام مول. ده اللي انا هعرف بقى دلقت اللي هو كام واحد جرام. او مدوني او واحد جرام. على كونت المريطة على الشكل الجميل ده. اتنين في اتناشر زائد ستة اتش يعني ستة زائد ستاشر اللي هتها تلقوه. يطلق كيو اللي انت برضو مداني في المسألة. لتسعة وعشرين بوينت ستة تسعة كيلو جور. بس سؤال هي بالمجابة اللي بسالي بقى لي افولفي اقى بسالي. اوقع تنسى او ما تشوف حرارة شوف اللي قبلها. افولف مش عارف ايه. حط سالب. تلقة معجلة دلتة اتش برقم. خد دلتة اتش اللي تلقة معجلة. وارحوها بقى في العلاقة الاصطية. من الدلتة اتش بتساوي. اثنين من الدلتة اتش سي او تو زائد تلاتة من الدلتة ات اتش. كده ايه اللي معاك? ده معايا. لسه ايه من الرشو دي. دي معايا من دهني موقتة. دي معايا من دهني موقتة ناقصة كده. جبتها ده المطلوب التاني. طب المطلوب الاولين دول دلتة اتش. ما انت جيته اصلا من الرشو يا حبيب. جيته خلاص. خلاص المسألة. لكن بس ان او بنيجي نحلق البيوتين ده او البيوتان. حسب البطاقة عربة اللي مهم يعني. بيونتك حرارة تابعة للعلاقة دي. وميدين الدلتة اتش بتاعت الري اكشن. ا اه 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 محتاجينها عشان نطلق الكيو اللي هو مدهيني في المسألة دي. مديني الكيو مختلفة. بس واخد بلاك هنا في المسألة ما دي لك ايه? دلتة اتش من دهلك بالكيلوجول. مش برمول لان هو اصلا ما حرقش ما حرقش اه واحد يمود لحرق اتنين. فيبقى الرقم ده تعود بي وبس هتقوم عود في معادلة وهي باتنين كده عادي خلص. هيبقى تامانية من الدلتة اتش بتاع السي او تو. اه 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 في المسألة هو ما مدكش اي معطيات تجيب بها من المعادلة. فنت تتطرد تشتغل ايه? ان تقول ان اتنين مول اللي هم يبدع بحرقهم بيطلقوا حرق سالب خمسة تلاتة واحدة اربعة كيلوجوب. وهو مديني لك بيقول لك قد ايه جرامات هنحتاجها عشان نطلق الرقم ده. يبقى الرقم ده هو كيوت وحطه تحتنا. حطناها بالسالب ليه عشان هو قالك يطلق ريليز. ده هم يحتاجين له كم مول ان. الان تلقت معاك. قوله بتسوي الكتلة ع الكتلة المولية. طيب الكتلة دي المطلوبة هم يقول لي همين جرامس. الكتلة المولية تقدر تجيبها اه? اربعة في اتناشر. لكتلة السي فور اتش اتن. اربعة في اتناشر زائد عشر. تلعة الام بمية تسعة وتلاتين في سفتاشر جرام. سألة جميلة ايه? شفت انا بابش عاجب اكني بفكر معك لأم مرة. انا فعلا بفكر معك لأم مرة بص. لما جيت عم معادلة ليت نفسي مش بمعيش معطيات. اعترر اشتغل بالرشو. طريقة تانية. بيقول لي هات الامان من الرياكشن بتاع وان جلون. اللي هو اكناك ورا شفت الكلمة هو مدي لك اصلا هي قدية بالليتر. المادة الفرنية مع الاوتو. مدي لك تفاعل للمادة مع الاوتو بس سوى شرط هو السؤال هل كل تفاعل مع الاوتو بيعتبر تفاعل كومبسشن? لا. مش كل. لان هو تفاعل مع الاوتو بس ما تدنيش سي او تو و اتش تو او. فانا هشتغل ازاي? دا تدني سي او. ها اعتبره تفاعل عادي خاص. ولا اكنا شفت اي حاجة. اكنا ده تفاعل ما تعرفوش. تقدلت ات الدنسي بتاعتو بالرقم ده. طيب السؤال الادمى كمل. مش الدنسي بتساوي كتلة على الحجم. يا بتساوي اه كتلة على حجم اللي هو مدي لك المسألة. صح? يقدر تجيب الكتلة? اه. ديبقى كتلة المادة دي معاية. لو اسمت الكتلة دي اقتعها نكمل كده بس الاول. السؤال اللي لو انت رفت هنا هو طالب منك هاتل امامة وانتو في انرجي. انت عايز تجيب الدلتا اتش كومبسشن صح كده? ينفع جابة المعادلة دي? لا لاندي مش معادلة كومبسشن اص داييرت. لا ده بمطلعناك سي او بدأ سي او توي بقى غلط. بلده تفاعل عادي خالص. طيب الدلتا اتش بتعال التفاعل ده بتساوي ايه? الدلتا اتش عادية. اهي. بتساوي تمانية من الدلتا اتش بتاعت السي او. زائد تسعة من الدلتا اتش. القانون ده سابت لكل الاية لأية تفاعل. ناقص المتفاعلات ده بصرف يتفضلك ناقص دلتا اتش. ده كله فورميشن. بتاع السي تمانية اتش تمنتاشر. صح كده? ايه اللي معا متماته. هو ومديلك السي او تو. حلو. السي او واله تو. و المرى طيب ي physiologyちゃん متفاعلات ده. ومديلك الدلتا اتش بتاعت اسي تمانية اتش ستاش. سستاشر. يعني كوين ده د المعادلة اللي احتراقه بتاعتها. ليه مش ديه دة معادلة انت اللي هتختلا حدلوقت بقى. يبقى ده معاي. ده معاي? الدي انا مش عارف اجيل. ليه? لانان انا محتاج اتش بتاعت 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 سي تمانية اتش تمانتاشر لهم يديني الديلت اتش كنباشر ماتعوضس اي حاجة وخلاص. يبقى اعترا روح عامل معادلة للي كنباشر اللي هي ايه? سي تمانية تش تمانتاشر زي او تو يدينا انت كتبت معادل صاحبة من نفسك زي اتش تمانية بستاشر. ستاشر وتسعة. اه خمسة وعشرين. يبقى تحط هنا كم? خمسة وعشرين. يبقى خمسة وعشرين. على اتنين. عشان ما تضربهم يدي خمسة وعشرين او. كده المعادلة مزبوطة. دي بقى اللي الجبل بها دلتة اتش كومباشن. طب ما هو قصم بالدهاني فوق. يبقى خد الرقم اللي فوق ده. لو دلتة اتش كومباشن. بقوله بيساوي دلتة اتش للنواتج المتفاعلات. هتلاقي ساوي تمانية من دلتة اتش سي او تو زائد تسعة من دلتة اتش اتش تو او. ناقص ده بصف. ناقص ايه بقى? دلتة اتش. سي تمانية اتش تمانتاش. شفت فيها دلتة المسألة? كده ده معروف. ده معروف. ده رقم اصلا. يبقى ناقصك تجيب ايه? دلتة اتش تاعت سي تمانية اتش تمانتاشر. خدها اروحها او بها فوق اين هو? جبت ال دلتة اتش راكشن كام. فبالتالي اه الان مولي اللي معي هتحتاج كام كيو. تقوم جايب الكيو. تطلع بسالب خمسة واربعة وخمسين. طب عدد المولات هجيبه من اين? مش هنجدنا فوق الكتلة اول حاجة. اسم الكتلة دي عالك الكتلة المولية تعطي المادة لها سي تمانية اتش تمانتاشر. عاية تمانية في اتناشر زائد طمانتاشر. دلتة اكسجين. تلاقي لك ايه? كتلة عالك خلصت جبت القيو. مسألة جميله جدا ايه. طيب هنا عمديني تلات معادلت وعايز بتاع المادة الان سيء اللي سري باذالة الدلتة اتشوا و Senate اتش دو دلتة اتش سري. ازاي بقى مديني انتفاعل من فوق ده وجمي جميع médiه سالب دلتة اتش One. يعني الحرار اللي نحتاجناها فوق الحرارة اللي فوق. انسان بيه سالب دلتة اتش one. في التفاعل التاني سالب دلتة اتش تو. في التفاعل التالت الدلتة اتش عايزني اجيب له بقى مادة دي. الدلت اتش بتاعتها بدلالة ارقاء التلت قيم دو. حلو كده? طيب. لو جيت اروفه اقول ان السالة دلت اتش واحد. بتساوي نواية تاجي نقص متفعلات. يعني بتساوي اتش بتاعت الان من سي ال سري اللي احنا عايزينها. زي التلاتة من الاتش بتاعت الاتش سي ال. ناقص لعنصر يقب صفر. ناقص ايه? اتش بتاع الان اتش سري. دي اول معادلة معي. خليه على جنب كده. طب ان الرقق بتاع التانية. سالب دلت اتش. مساء ازا كمش تيجي عفكرة بس مهم يا. ممكن بس اضع حاجات نجدد يعني. بتساوي نواية تجي نقص متفعلات. يعني اتنين من الاتش بتاعت النشادل. ناقص المتفعلات. صفر كلها. طيب. اه تلت واحدة. دلتا اتش سري. تساوي. اتنين من النواية يعني اتنين من اتش بتاعت اتش سير. ناقص صفر صفر. كلها عناصر. مناقص زيد. ايه اللي تقدر تعمله بقى هنا? هو طالب دي صح? عايز دي بدلالة دلتا اتش وان والدلتا اتش ودلتا اتش سري. يبقى محتاجين نعاوض عن ده? نعاوض عن ده. عشان نبقى المعدة دي هي الايه? المرجع بتاعنا. يبقى نكتبها تاني. سالب دلتا اتش وان. بساوي. المطلوب بتاعنا اللي هو اتش بتاعت الان سي ال سري المادة اللي عايزة زي التلاتة. الاتش سي ال دي. من هنا بكام بدلتا اتش سري على اتنين. صح كده? دلتا اتش سري? اسمنا على اتنين. عشان نجيبها في طرف. وضربناها تاني في الرجل الان تلاتة اصلا موجودة خلق. ناقص اه الاتش تاعت الان اتش سري. الان اتش سري كام? بسالب دلتا اتش توة على اتنين. يبقى نضرب في السالب الموجة بدلتا اتش توة على اتنين. عاوضنا بس في المعدلة مش قدو. تلقنا في الشكل ده. هدى في طرف. وبدل بقى كله هناك. جبت بتاع الان بتلاتة حاجات بتانية. سي او تو زائد انتو بيدينا ان او زائد سي او هات الفوليوم اوف دلت اتش ري اكشن هلما بان سي او بدي لك قمته السي او تو ان او طيب نواتج نقص متفعلات نواتج كام ان او يبقى تسعين زائد سي او ليه سالب مئة وعشرة نقص متفعلات ده بزيرو السي او تو مديه لك لسالب تلتمية عبعة تسعين جمع ده كله وشوف هيتطارق تاني او معدل تكوين الصحيحة احنا قلنا ايش روطة المعدة اصلا ان يكون عناصر في حالتها الستاندرد وتكون عناصر الاولية ويكون واحد مول طيب ده واحد مول ده اتنين مول ده واحد مول يبقى ده مستبع يبقى يدايا ده نيجي نبص نلاقي اللي فوق متكون من ن اي زائد نصف اف تو طب بتاحت اتنين ن اي زائد نصف اا اا اف تو ثانيا هتلاقي اصلا تحت المعدلة مش متزنة ن اي طبع اي واحدة فده غلو يبقى المعدلة الوحيدة اللي صح هي اللي فوق دي معدلة الايه بتاعت السوديوم فلورين لانها محققش شروب بتاعتها هات الانرجي ريقوير تو ف اولو اف اوف اف 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 اقصنة توم مولز لكوود ووتر جبن المعادلتين دوقى مدينه معادتين قانيا دبي واقعيز مني بقى استنتكنا معدلة لكا بassa واحد سيبديل تقتقلد هتا في الميت تريب نتر مركز طيب اى السوائلวا ايه هو طربه قصrel عايزت يدار احاول فيها اف 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 ار 프�رص ان تكون لكوود مولز بين الابيريد عايزين بقى دلت اتش للشكل ده. طب دلت اتش للشكل ده لأ اللي احنا عايزينه اصلا بتسوي كمي. نواية تجمعس متفاعلات يعني اتنين من بتاعت الاتش تو او جاز ناقص اتنين من الاتش بتاعت الاتش تو او لك. صح كده اتش يعني حرارة رفع الاتش الكابتال لي. نجيب دول من اين بقى? من هنا? من معادتين من دوم لك جيفنز. بيقولنا في دلت اتش للتفاعل ده بكزا. طب انتفاعل ده اصلا دلت اتش بتاعته بكام? نواية جمعس متفاعلات المتفاعلات كلها بصفار. يبقى اتنين اتش تو او جاز بتساوي الرقم اللي هو كاتبولك برده. طيب معادلة التانية نواية جمعس متفاعلات المتفاعلات بصفار يبقى اتنين اتش تو او الليكود. بتساوي سالب خمسمية واحد وسبعين وستة ما عشرة. هو اللي انت عايزه ايه بقى? الجاز ناقص لك. طلع لك الناتج ما هو الكنين اتش على بعضها كلها اهي. بتساوي الرقم ده احطه هنا. والكنين اتش على بعضها كلها اهي. حط الرقم ده مكانها. يطلع لك الناتج تمانية تمانين بالمجارب. كيلو جول طبع. طيب سي زي الاوتو. بيدينا سي اوتو. اه دلت اتش على التفاعل ده سارف تلتمية تسعة وتلاتين ونص. من دي معادلة ايه? معادلة تكوين السي اوتو. ونفس الكلام مدي لك معادلة. وطيب مدي لك دلت اتش. هاتي دلت اتش للتفاعل التالت ده. طب نجيب المطلوب الاول. دلت اتش اللي مطلوبة مننا. هي. ده عنصر صفر. يبقى التلاتة. من الاتش بتاعت السي اوتو. ناقص. ده عنصر يبقى صفر. اثنين من الاتش بتاعت الف في اي تو. صحي كده? تعرف تجيبه اتش بتاعت السي اوتو? اه. ليه? خد اول معادلة كده. ا dzisiaj تهدده صفر ده صفر. ناقص صفر. يبقى النوااتجڭ نقص متفاعلات. يعني النوااتجڭ نقص صفر. termامي النوااتج هي نفس الرقم الميدورة. يبقى ثلاثة في سالب ثلاثة من الاص��� api ناقص اتنين في continent ت MO.عافو من رفذا ده. كده؟ اه تعالي لنشوف عنو معادلة. نوااتج جنقص متفاعلات مواحترض. نهاية النوااتج هي اين نفس اتى�를 نقاط الصفر. يعني النوااتج هي نفسه رقم اللي مكتوب برة. هنا他们 نواع سالب تمانية اثنين اربعة و اثنين من عشر. تزال على النتج معك اربعة ستة سبعة بوينت تسعة كيلو جول بازن المولى عزيزة. اخر سؤال في البارت وان من المراجعة. اثنين ان اوتو برضو جي في المدى. كل اسئلة دي جات في المدى حتى السؤال اللي فادة جي في المدى. اثنين ان اوتو يتحولوا الى ان تو او فور ده غاز و ده ليكويد. بيدي لك الديل تيتش بتاعت ال ان اوتو وبتاعت ال ان تو او فور. بيقولك اي العلاقات صحيحة. بيعتمد على الاندك تخمن بسرعة. يعني تبص كده على الاختيارات. بيقولك البروست ازاي اندو سلمك. السؤال تعال كده جربت. اندو سلمك يعني ايه. يعني لو جدنا دلت اش المفروض تطلع مجابة. لان هي اندو سلمك ماص. تعال جرب كده تلاقي ان لو طرحت الرقم اللي برا ده اللي هو سالب عشرين. طرحت ناقص الرقم اللي جوه اللي هو هيبقى رقم بوزتف جنبيه ناقص يعني يبقى كلهم التوتل ناقص. يبقى دلت اش بالسالب يعني مش اندو باول اختيار غلط. تخش على الوراها تلاقي من ديلك معددين وعايز و بيقولك ال دلت اش هنا صحيحة ولا لا. فهتلاقي هنا مسلا اتنين في الان اوتو. ثم عوض اتنين في تلاتة وتلاتين. اهي. الان اوتو ناقص المتفعلات يعني ناقص السالب عشرين. تلاقي الناتج ستة وتمانين بالموجب. يبقى ده صح لا غلط. تيجي هنا تحت تلاقي اتنين ان اوتو ناقص الرقم اللي بدولك كده تعالي نشوف. اه هتطلع ستة وتمانين حسنا طلعين هيبقى ده صح. عايز تكمل تحت بيقولك الفورميشن بتاع ال ان اوتو. فروم انتو زاد اوتو اجزو ثيرمك. يعني ايه بيقولك اعمل لي معادلة من نفسك ممكن يبقى معاك في كده. انتو زاد اوتو. بيدينا ان اوتو. او زي المعادلة دي حطينا اتنين. يبقى كده اربعة يبقى حطينا اتنين برد. المعادلة دي بيقولك انها اجزو ثيرمك. هل ده صح? يبقى لو جدنا دلت اش دي اطلع ايه? سالب عشان يبقى اجزو ثيرمك. تعال نشوف هل د هلا دقل؟ اه 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 نواتي جنواص المتفعلات. دلت اش سوا نواتي جنواص المتفعلات كلها بصفار ال دلت اش فورميشن متعيتها. يبقى اقصك ايه اين اتنين اتنين ان اسري لما اجيب لها الدلت اتش طب اتنين دلت اتش بتاعت المن اسري يعني كام دي 243 وترتين هل ده رقم سالب؟ لا ده رقم موجب يبقى الحصير. يبقى لك حطينا. توقفيق و اه نتقايب البرد ان شاء الله. يا رب يوفى اللي بقي. اشتركوا في القناة